اشتركوا في القناة كل هذه الضوضاء لقد ايقظتني من نومي ما هذا ما الذي يحدث هنا كابول ما الذي اصابك من اين جئت بهذه المضخة انها لا تصرح لك لهاتها هل اصابك الجنون طبعا لن اكلها الا تستطيع الكفة عن ايقاذي من اجل سيارة قديمة قديمة انها اسرق سيارة في العالم كيف تصفها بذلك سميها ما شئت فهي ليست الا سيارة قديمة يا عبقرينو كابول امسك لسانك لا تنسى انك امو الكل ماذا تقول انا الذي ارعاك كفاء عن العلاق انتم الاثنان من سيدة رفيعة انا لا اتعامل معها لا بد ان تكون مهذبا اكثر من ذلك يا كابول وانت يا سيد عبقرينو ما كل هذه الاوساخ هيا اخلع ملابسك لياغسلها لك هيا يا سيارة لا 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 ليست متسخة كثيرا ساغسلها بنفسي لماذا لا تستحم كي تكون نظيفا ها انك تتجاوز حدودك عليك ان ترعسلك يا صديقي انك لا تفهم ساضل شابا و العبل ارجوكوا ما كفه عن هذا لما لا تخلى الملابسك يا عبقرينو لا اغسلها لك معبول لماذا تضربني ها لما اكن انا انك سخيح لتفهم قلت لك ليس انا كفه عن هذا ايهział ... لماذا انا دائما كانذي اقوم بكل طلبات عبقى رينو ايله ellos كاربول انت تعمل حقا انت انت لماذا انت تستمين تقلب علي انتظر ايها انتظر انت فرّ! كعبول! أنت مرة أخرى! هستو أنا! صدقني! صدقني! شخص ما هو الذي أوقع هذا؟ أنت طيبٌ جداً! هل رأيتها يا كعبول؟ ألا تستطيع أن تخدم لي حتى أبسط الخدمات؟ مش هاكس! أي واحد يتشهير! ما لا تفعلان! أتركه يا كعبول! مرحباً! ماذا تفعلاني هنا؟ أهلاً ندي! لا شيء كنا نلعب فقط! لا يستطيع أن يفعل شيئاً واحداً دون أن يخطئ! لا! إني أختلف معك فراي! إنها قلبه ممتاز! ممتاز؟ شكراً لك! لأنني ممتاز! أهلاً يا حضرة الضابط! كيف حالك يا حضرة الضابط؟ ما الذي يشغل بالك؟ بحيث! مم! الاحتفال السنوي الذي سيقام في ميدان المدينة وسيسلم العمدة جائزةً للفائز الذي سيمتع المواطنين أكثر اليوم في هذا الاحتفال وستكون هناك جائزة للفائز الأول! نعم ! التوخيط كان في صالحي كم كنت أنتظر هذه الفرصة سوف تكون الجائزة لي دون منازع الآن ها هي جاهزة هذه العرابة القديمة إياك أن تعرضها في الاحتفال سأعرضها بالطبع والآن دعنا نجرب تجربها؟ ادعم وعدك معنى هذا أنك متنازل عن الجائزة مادمت لن تركب معي يا كعبول وما هي الجائزة يا عبقرينو؟ لست أدري بالضبط قد تكون مئة كيلو جرام من اللحم المشوي أو هامبورغر يكفيك لعام كامل هامبورغر يكفيني عاما كاملا سوف أدعم معك خبني خبني معك لن يمنعك شيئا الطعام هيا أدرها ما الذي تفعلوا هذه السيارة هنا؟ ألا يمكن أن تزيد سوعتها؟ لا تكن متعجلا سوف تطير بك لا إن البلدة مملؤة بالسيارات آه قد وصلنا أمامي فرصة كبيرة تنتظرني في هذا المكان ما الذي يحصد هنا؟ آه ما الذي أصاب هذه السيارة؟ أنا لا أصدق معها هذا لا أصدق لا تفهم إنها أحسن سيارة في العالم من حيث المناورة إنها ممتازة هيا نستمر في طريق العودة بسرعة هيا يا عبرينو هيا طبعا يا كابول طبعا حسنا هيا بنا إنها مسنية كاللعبة دعني دعني وجغل يا كابول لا تفعل ذلك توقف كابول يا كابول اه، نحنوا بالتكاهنا آه، زرح ما الذي تفكر به الآن؟ بالون كما ترى لكنه ليس بالون عاديا على فكرة لقد استهلكت كل المادة اللاسقة للسق مكونات بعضها هزنا عندي فكرة لغاضته ما اشتري المادة اللاسقة المادة اللاسقة اظن انها كانت على هذا الرف اين هي لست ادري من الذي جاء بهذه المادة ووضعها بجوار الباكينباودر هنا كعمول ماذا تفعل عندك عسرة واحضر المادة اللاسقة خاضر خاضر اعرف 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 انا لا ادري لماذا وضع الباكينباودر على هذه المادة ارحب بتشريفكم لهذا الاحتفال اليوم وعلم تمام العلم بصفة عمدت هذه المدينة ان هذا الاحتفال سيحقق لجابة الاهران انا واكد من ان الجائزة ستفوص بها نادين لانها اضغط على المقام السرور والبهجر انك لم تعرف فرقة موب الموسيقية كانت ممتازة ايضا وما رأيكم في الكعكة المخصوصة التي صرعت السيدة رفيع هل انت مستعد لإطلاق البلوني كعبول لا انا ندام للأكل من كعكة السيدة رفيع انا الحقب تنزلت عن الجائزة صح ستعود الى هنا مرة اخرى لا يا عبقرينو لا يا عبقرينو ارجوك انني اشعر بالدوار شكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا المناظر الجميلة هنا في الهواء يا سلام سوف اجعل المدينة كلها تعرف ان هذا البلون ليس كسائل البلونات الاخرى وما الذي ستفعله بهذا اهدأوا سترى كل الشيء هيا بنا يا كعبول انظر 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 ماذا ستفعل انظر وين هذا جميل جدا ارجوك يا عبقرينو ارجوك انني اشعر بالدوار يا عبقرينو لاذا فعال زين تفعله صعبي سنهلك ظننتو انني ساهلك ها هو مشاكس العدو الادوت حسنا ساقوم بعمل بعض الحياني عليه عبقرينو عبقرينو نادين تلوحوا لنا من هناك انظر 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 اين هي اين هي هناك هم؟ لا 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 تبهما معك ياسي المالة هذه إلى الجحيم إلى الجحيم أين ذهب؟ القط الجمان وغرب ما الذي جعله يلبس بلاب سكاته؟ آه إلى الدفاع مرحبا مرة أخرى أوفها عندنا لا صدق سترعى البالون انتظر قليلا ما الذي يحدث هنا؟ يا إلهي رأي لقد خلطوا مادا لسقب بعض مصحوق البكينبودر لا، لن تستطيع، تعال إلى هنا أهنئكم، أرجوكم يصفقوا لنا دين صاحبة الجائزة في هذه المسابقة الكبرى لقد كنت عظيمة نادين هي الأحكم الجائزة صح؟ آه طبعا أبقرينو كابول لقد نجح المبروك ما الجائزة التي حصلت عليها؟ كاتلة خاصة صنعاتها السيدة رفيعة لماذا لا تشاركني في تذوقها يا كابول؟ لن أستطيع أنا تذوق أي شيء أدخل في صمعه البكينج بعودر من فضلك أرجوكي ثلاثة من هذه لم تكفية لملء معيدتي هم؟ قابول انك طعوتت أن تأكل كثيرا شيء رائع هم؟ هم؟ نادين حما بعد يا شامد، هذه مكنسة كهربائية غريبة أعتقد أنها منسعشة قليلة ندين شيءٌ ممتاز باستطاعتي أن أحول هذه الأشياء إلى مكنسة كهربائية رائعة هذه القطعة كانت مينيجرامفول له قيمة أثرية وهذه جروف لجمع الثالج ولكنها قد تقوم بالشفط القوة ما هذا؟ رأيي في محلة إنها تستخدم في صنع الآيس كريم هذا شيءٌ رائع آيس كريم؟ إني لم أتذوقه منذ مدةٍ طويلة تعبول، هل كنت تتحدث عن الآيس كريم؟ تركني وشأني لا يشعروا ببسؤولية نتجاه ندين؟ هذه الأمور ليست من شأنك هناك عطل، حسناً، أشعر بأنني سوف أصلحه أنا واثق بأن الأيس كريم سوف يسعد نادين أكثر من أي شيء آخر يا عبقرية الزمان إطلاقاً لا، إن كل ما تحتاجه الآن مكنسة كهربائية تعمل في حالة جيدة انظر إلى هذه، ما رأيك في صوتها؟ صوتها مريح للغم طبري، لاحظة، ما الذي أصابها؟ جربوا هذا الشراب المغذي، إنه مفيد لكلابكم لأنه طازج حسن، كسر الشر إن المكنسة قد أصابها الرمو من كثرة الأترباء أصابت أن تم ترغمي كثرة ملي يقفول على القطار حسن، لا ترغمي كثرة حسن، اليوم قد أصابها أصابها كثرة يونيا 5 نهل في عجلة من أمرنا إن مكنسة نادين قد تعطل طبعا لقد أحضرنا محركا جديدا لإصلاحها شكرا عبقرينو سيد عبقرينو يا إلهي ما كل هذه الفوضى حسنا إن الوقت مناسب فلم لا أنظفها كلها هل لديهم مكنسة كهربائية هنا؟ ها هذه هي المكنسة يا إلهي ما هذا شيء مخيف ما أرشوك أن أشده لا لا إذا إيه إذا عين القضل إيه طهير يا إلهي ما كل هذه العشياء لا أعيدوا أرحابكم يا من أريد أن أريد أن أرحابكم لا أراحابكم يا إلهي لا هذا الصوت الذي يأتي من داخل البايد أم الفإ Active friendly يا إلهي ما هذا أرشوك ما تريدون ماذا حذك يا صحي دبي ماذا يا إلهي ما الذي ستفعله بأوقفها قلت لك من قبل أنني لا أحب الأشياء التي تعمل بالكهرباء أخرج من هنا أخرج بعيدة حاضر لا تلتفت إلى الخلف ما الذي حذك لا تدخل من فضلك هذه الأخرى تبدو ممتازة تلبسوا هذا المطوع لهذه البلوزة جميل أليس كذلك نعم من هذا ماهر أو مهنم أنت عبقرينه نادين هذه الوكنسة في حالة جيدة ستعمل أحسن من قبل كثيرا شكرا على تعبك عبقرينه أشكرك جدا ما رأيتي صوتها جيدة ليس كذلك رائع أشوفت فيها ممتاز إنها قوية أكثر من اللازم حسنا إذا أدرتها رأيت لا تقلق يا نادين لا تقلق سوف تصبح على ميرام الآن لا استطيع أن نعبس مسار الهواء ناديني أين أنت؟ لا تقلق لا تقلق ما الذي يحفظ ما الذي يحفظ عبقرينه فكر يا عبقرينه ما الذي يحفظ إن كل ما أستطيع عمله لا هم أن نقطع وعجمها الكهرباء يا عبقرينه يا عبقرينه أريد أن تعيدها إلي كذلك ليس هناك دعني القلق كعبول تعال هنا وساعدني كعبول أعرف أنك في حاجة إلي فلا يمكن أن تسهير الأمور بدوني لا لا يمكن أن تسهير الأمور دون مساعدتك يا عبقرينه أ whoa أه 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 نحن هنا الان الكشف عن هذه الاثار العظيمة وقد جئنا لنأخذ هذه الاشياء اليها نحن نجاحنا كل شيء جاهز الان يا ندي لا دعي للبكاء عليك ان تكون سعيدة نعم ولكن ما سأفعل لا تقرخ يا ندي ان تعبول معنا له ألف دشرة نعم يا ندي ان حاسة الشم عندي قوية جدا نعم صحيحي كابول نعم فإن رائحتك تشبه رائحة اللبن وسكر والزبدة عجيبة ما الذي يحدث رائحة جميلة رائحة ندي الحلوة انها كرائحة اللبن نعم لأن لديك انتا ضخما تستطيع ان تشم دائما بكفاء ما هذه الرائحة أظل أني أصبت من برد ما هذا ما قد وجدتها هذا الفستان الجميل يخص نادين نعم إن رائحته تشبه الحلوى هذه المراحة إنها تخص نادين أيضا إنها تشبه رائحة السكر المحروف ما هذا الكيف والوقت إنها مريالة نادين نغم انظر إلى هذه لقد وجدت جوارب نادين نغم إن حقيبة هادين رائحتها كرائحة الفطير أما مثلتها فإن رائحتها تشبه رائحة الجبن أنا واثق من أني سوف أصبح بطلا أنا كعبول سوف أنقذ أبقرينه نعم أنا كعبول الآن سنضحك كثيرا أشكرك جدا يا عبقرينه لك كلب رائع لا عفو لا عفو فعلنا الواجب فأهم أن هذه ملابسي نادين أظن أنك لم تقصر هذه هكذا هذه بحجمي ثلاث مرات ماذا؟ حسرين فصل ذلك يا عبقرينه حاضر ها ما هذه لم يكن لدي قبعات أو أحذيت مثل هذه وهذه 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 إذا ليست عجياتي كعبول هذه غلطتك أنت لقد أوقعتني في موقف حارج يا ليس كذلك أنا لا أفهم هذا اطلاقا لا تبكي يا نادين كعبول أين أنف؟ قد لهنا أين أنف؟ قد لهنا أين أنف؟ يا عبي أحسن عنبي للشم في العالم كعبول ماذا فعلت يا عبرينه أنا لست إلا كلبا لا أفهم كلام البشر كعبول كعبول أعلم أنك هنا أخرج إنك لا تستحق حتى يطلقوا عليك اسم كلب طيب كعبول لك أنف كبير منظر فقط استنقل كعبول هيا هيا لطبيعة الرائعة والربيع الساحر دعا تتركني وحبي ممنتك دبا يصرخ أنا كلب ولست دبا إن نسمات الربيع كانت تناديني نعم أية نسمات يا أحمق قد للنوم أفضل لك إلى أين أنت ذاهب؟ سأخرج لأتى متعو بسحر الطبيعة سوف أخرج بك هيا هيا بنا للي الطبيعة الساحرة والمناظر الخلارة جميعا ما أجمل لسمatives بين الجميع بفصل ربيع الجميل صباح وخير صيب ربيع صباح وخير عبقرينة كيف حالكي صباح وخير عبقرينة صباح وخير النشاط الناس كلهم يتمتؤون بالنشاط طبعا فنحن في فصل ربيع شكرا ندين دين تم بل لك يا عبقرينو أهلا ندين هل تحتاجين مساعدة عبقرينو يا لهم صدفة سعيدة أتستطيع مساعدتك طبعا تفضلي ليست هناك مشكلة لما كل هذه الأشياء هل تفكرون في عمل شيء معين نحن ننوي القيامة بمخي حقا شيء رائع ولكن أين عند بحيرة ناس آه بحيرة ناس ولكن هناك أسطورة تقول إن عند البحيرة دينصور اسمه ناس بالإضافة إلى أن المنطقة ساحرة فكرة ممتازة إذا لم يكن يزعجكم نحن نريد أن نذهب معكم رائع إذا جئت معنا يا عبقرينو سنفرح كثيرا إذن فقد اتفقنا وكل شيء معد الآن هيا بنا اركبوا عبقرينو أنا يوجد مكان لي من فضلك تستطيع أن تستمتع بالمشي أليس كذلك لا أرجوك أرجوك هذا كل ما خصلت عليه بالفصل الربيع كابون لا داعي لذهابك معي لا داعي لهذا المزاح فأنا متشوق منذ سمن بعيد لرؤية هذه البحيرة الأسطورية أنا السعيد لأن عبقرينو وكابون معنا طبعا يفعلان كل شيء من أجلنا هاي عبقرينو هاي إذا قطعت أربطنا دين ولن يكون هناك مخير لا تخلق هيك عبون ألم أقول لك لا تخلق عليها ماذا تريد؟ نحن لم نفعل شيئا ضد القانون ماذا تريدنا أن نرجع؟ مدينة ملاهنا سياري بناؤها ممنوع الدخول لفترة أهلا سيد عبقرينو يبدو أنك كنت في معسكرنا هنا نحن في غاية الأسف ولكننا نخطط لبناء ملاهن هنا لقد ساعدنا الحظ وحصلنا على موافقة المسؤولين في المدينة كما تعرف هنا سوف نبني مطعما على جانب كبير من الفخام حتى يستطيع ضيوفون أن يتناولوا فيه أشهى أنواع الطعام وهذا المكان سوف يكون مملوءا بعدد من آلات اللعب في الملاهي وسوف نعامل الزائرين بإقصى قدر من الأدب وهذا ليس كل شيء فسوف نرسم ونصمم قاربا يكون رمزا مشابها لهذه البحيرة بحيرة الديناصور ناس وسوف ننظم مئات الحفلات والمناسبات لنسري عن ضيوفنا ليلا ونهارا والآن نحن نعتذر لكم مرة أخرى ونطلب منكم أن لا تدخلوا هذا المكان اليوم ولكن نرحب بكم من كل قلوبنا لو حضرتم حفل افتتاح مدينة الملاهي هذه أليس هذا جميلا؟ ولكني أشك أن هذه الملاهي سوف تسعد كل الناس وأشعر أن الديناصور ناس يبكي الآن من فرط الحزن طبعا فنحن لن نستطيع الحياة بدون سحر وجمال الطبيعة على هذه البحيرة عبقرينو افعل شيئا آه إنها مشكلة ليست سهلة يجب أن نفعل شيئا لحلها هيا نعود إلى البيت وننخشل لم أجد فكرة معقولة حتى الآن كعبول أترك النوم والصيخة وفكر معنا أعتقد أننا يجب أن ننصق مع ناس ليمد إلينا يد المساعدة ناس؟ طبعا ناس فإذا أمكن أن يظهر مرة واحدة فقط فإنهم سوف يخافون ويكفون عن البناء ناس ناس هذا صحيح يجب أن نأخذ ناس من صنفنا ناس إنه لا يبدو مخيفا بالدرجة المطلوبة ما رأيكم؟ ليس هو الوشو المطلوب أيضا إنه غير متوازن يا عبقرينو كفا أتركوني الهدوء أنا في حيرة كيف ينام كل هذا النوم؟ ما هذا؟ هذا ما أريده تماما بالنسبة للوجه لا تتحرك كعبول بعد أن أنتهي من هذا سوف أبدأ في صناعة الجزء الميكانيكي أسكت ما تعرفكم السعلان؟ إن الضبابة كثيف هذا الصباح سمعت أن الناس يظهر في مثلي هذا الضباب الكثيف إن هذا يخيفني عموما لا نستطيع أن نعمل في جو كهذا أظن أن هذا الضباب يهتي يا كعبول هيا نبدأ الآن هيا نبدأ ما هذا الصوت؟ لا تكن لي إنه إنه ناس إنه ناس إنه ناس شغل كشافة الشغة اللايزر حاضر صيدي شغل كشافة اللايزر كشافة اللايزر أصد أنه يتدوق طعمنا إن طعمنا ليس لذيذاً أفهمت؟ صباح خير أيها الرجال وهذا دينصور آخر ماذا يقصدون بأنه دينصور آخر فعلا إنه يشبهن تماما انتهت عملية دينصور بالجاح التام أرجو أن يتوقف عن إفساد طبيعة الجميلة الساحرة هذا المكان المخصص المخيم قد عاد إلينا صباح الخير يا سيد عبقرينو وأنت يا كابول هذا أنت؟ إذن فقط عرفت كل الشيء طبعا عرفت لقد كنت أشاهد كل شيء يحدث هنا لا تقل لنا إنك سوف تكمل مشروعك إذا فعلت ذلك سنقومك بكل ما لدينا من وسائل مهما كلفنا ذلك لا لا تقلق ألغين المشروع كيف حدث هذا؟ عن طريق روحكم المحبة للطبيعة لقد عرفت الآن ماذا تعني هذه البحيرة والأماكن الطبيعية المحيطة بيها بالنسبة للناس الطيبين مثلك شكرا لك شكرا لك سيدي شكرا لك شكرا شكرا لا فأنا أعترف الآن أنني كنت تاجرا أنانيا وشكرا أنا واثق بأن أهل المدينة سوف يصعدون بذلك شكرا لخدماتك شكرا لك 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 إستيقظ.. 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 إستيقظ يا غبي أيها الخامل.. أيها الخامل دوماً يا كعبول أريد منك أن تذهب وتفتح القبة يا لك من كلب كسول كثيراً لهم قول تذهب وفتح القبة خاضر سيدي.. بالطبع أدأ بلك لك أعرف أنني لا أستطيع أن أعصي أوابرك هذا هو مفتاح النور لهذه الحضرة أعرفه تماماً أعرفه ماذا تفعل يا غبي هذا عنفي حسناً اتفقنا.. يوجد في السماء نجوم لحصر لها في هذا الكون كله كثير منها لنكاد نراه إذا اكتشفت نجماً منها أستطيع أن أسميه باسمي وأنت إذا اكتشفت نجماً تستطيع أن تسميه باسمك كعبول ماذا أفعل بهذا الأطرش كعبول انهض اللهم الصابر أفتح القبة أفتح القبة أفتح نعم أنت فتحتها ولكن ليس بالطريقة التي أريدها أنا يا قابو لا تقلق! لا تقلق! اعتمد عليه! نحن الذهبون إلى قفلنا الجديد! من الخلق لقد بقينا بالأمس إلى ساعة متأخرة من الليل نرقب تلك النجوم ماذا أفعل؟ هيا نتناول إفطارنا الآن يا كابول هيا هم będą؟ ماذا تعني بهذا كله؟ وفقاً لما جاء بهذا الكتاب فإن الرقم السعيد بالنسبة لي هو رقم سبعة وبالنسبة لك الرقم واحد وأعتقد أن هذه الأرقام سوف تجلب لنا السعادة إذا استخدمناها هذا السخ فأنا لست ممن يؤمنون بالخرفات أعطيني فقط المزيد من هذا العلم أنا من يصنع العجائب قد أخذت خمسة قطع إضافية من السجق يا عبقرينو نغم سجق خسنانك عبقول أخشى أن تكون صعبة عليك في أكلها لماذا لا تضع عليها بعض الفلفل الحار مثلاً؟ سوف أكلها إنك لا تستطيع أن تأكل يدي ما لاستطيع فنجر سوف أكلها كعبول هيا نتنزه بالسيارة قليلاً لنأفذ قصطاً من الراحة رقم السعيد اثنان عبقرينو وكعبول اثنان إنهما أول من قبلت اليوم أنا واثقة أن شيئاً رائعاً سوف يسعدني اليوم رقم السعيد هو رقم سبعة وأنا رقم واحد هل تؤمن بالحظ أيضاً؟ طبعاً فليس كل شيء في هذا العالم يمكن حله عن طريق العلم يا لك من كذاب هل تحبين أن ترافقين صحيح طبعاً لما لا نركب ونذهب للبحث عن حظنا نحن الثلاثة إذا شئتم شيء رائع ليس رائع على الإطلاق من أجمل الأشياء في هذه الدنيا أن تطلق اسمك على أحد النجوم؟ حسناً لما لا نسمي نجمتنا الجديدة نادين فهي ستظل تتلألأ في السماء إلى الأبد وسيكون من حسن الحظ أن تدور في فلاكي أنا أنا مخالف لم أتجاوز السرعة أبداً صحيح هل أخذها بطاقة السينما؟ طبعاً هذا المساء لن أصدق هذه الخرافات بعد ذلك أبداً حسناً سوف أجد نجمة نادين بكل تأكيد وأنا سوف أقدم هدية لنادين نعم قالها من نجمة جميلة أفتح الباب يا كعبول فأنا بشغول جداً الآن في البحث عن نجمة نادين يا له من ضيف ثقيل من جاء في هذا الوقت؟ من جاء؟ كعبول ألم تسمع كل هذا؟ حاضر حاضر سوف أفتح الباب حالاً من بالباب؟ أنا نادين نادين؟ ما الذي جاء بكي؟ أنت تعرف أنني متشوقة جداً كي أرى نجومنا أسمعتك كعبول إنها تقول نجومنا هذا شيء مناسب لك نحظة واحدة سأكون عندك أهلاً عب كارينو أهلاً بك من فضلك ساعدني لنجد نجومنا إذا وجدنا واحدة فسوف نسميها نجمة السعادة انظر إلى هذا أي شيء سيأتي من خلال العدسة سوف يظهر مكبراً هنا على هذه الشاشة شيء خيالي ما هذا بحق السماء؟ يا إلهي إنها سيدة رفيعة كعبول حدث خطأ بالعدسات التي هناك اذهب وألقي نظرة أنا مرة أخرى؟ طبعاً فأنا كلبك المضية أليس كذلك؟ هل ترى شيئاً الآن؟ تعال لا نريد أن نرى وجهك الكريح على الشاشة نحن نريد أن نرى النجوم فقط أيها الغبي غبي؟ يا لها من لغة سوقية لن أفعل أكثر من ذلك سوف أخرج من هنا لست أدري ماذا يتوقع مني أنا كلب أكثر مهرة من أي كلب عادي نعم إلى جانبي هذا فهو لا يستطيع أن يفعل أي شيء بدوني ما الذي حدث للعدسات؟ لا أستطيع أن أفعل شيئاً بدقة كعبول ألخي نظرة الفاحس هذه المرة لا نهتم إنه الدب الأكبر لديه سبعة نجوم إنه رقم الحظ الخاص به شيء رائع قد يحدث الليلة هل أنت بخير عبقارينو؟ هل أنت بخير عبقارينو؟ لقد وجدت بعض النجوم الجديدة هنا إنها تقول شيئاً عن رقم الحظ السعيد لنادينا نعم عبقارينو إلا حظ السعيد إنه شهاب رقم واحد نعم حظ عبقارينو قابول قابول لقد اشترينا أكثر من اللازم وليس كذلك؟ لا لم نشتري أكثر من حاجتنا علينا أن نملأ الثلاجة مرة واحدة على فكرة يا سيد عبقارينو ألاحظ حدث الزبائي قليل هنا انظر فعلاً يبدو أن هناك أمر غير عادي هذا اليوم كان من عادتنا أن ندخل إلى المحل بصعوبة في مثل هذا الوقت من النهار أتذكر؟ هذه الحلوة هذا ما أريد هذا الذي أريده مذقوبة وفارغة أيضاً وهذه 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 يا لهذه المصيبة؟ كعبول انظر هؤلاء هم السبب ايها النصوص انتظروا انتظروا لقد عادوا الينا مرة ثانية سليم المشكلة ان هذا المحل ترك الفئران تتسلل اليه اه صحيح سيد عبقرينو يجب ان افعل شيئا لمنعيها ولكن لا شيء استطيع منعها على الاطلاق فهي فئران صغيرة بحيث لا يمكن صيدها بمصائد الفئران العادية لذلك فهي تتكاثر ويزيد عددها والادها من ذلك انها جاعة الزبائن فرون فهمت الان سبب قلة الزبائن هنا في هذا المحل فكرت كثيرا يا سيد عبقرينو فلم اجد حلا لمشكلة الفئران لا استطيع التصرف معها ها مشكلة الفئران حلها بمسيادة الفئران ها هي عادت امتم ايها المجذبون سليم سأصنع آلة متقدمة لسيد فئرانك وبسرعة لا اصدق ما اسمع سوف يختره شيئا جديدا مرة ثانية شيئا رائع مرحبا كابول سأجرب الآن الآلة قبل ان يراها سليم انها جاهزة الآن انك تضيع وقتك غبثا لم تنجح لحد الآن في اي مشروع تبدأ به ولن تنجح آلتك هذه ايضا ها هي لنذهب ونجرب ونشاهد هذا اختراعي الذي اعتز به فهو يثير شهية الفئران للطعام عن طريق استخدام موجات فوق الصوتية ثم يصرد كل الفئران بعد تجمعها مرة واحدة الآن ساجعلها تعمل أمامك ها هي انها تعمل الآن ولكن يبدو ان البخرية قدفته بعض الاشياء ذات التأثير على الاختراع يبدو أنها كبيرة بالنسبة للصيران أيها العبلة إنك سوف تدمر اختراعي بهذا الشكل اذهب ولا تعبث في ما ليس لك به اذهب بعيدا ولكن ماذا أفعل؟ أطربني صوتها ورائحتها الزكية أغرطني أيضا إذا افترضنا أن ذكاءه لا يزيد عن ذكاء الفئران فإن التجربة تكون قد نجاحات هل تستطيع الآلة حقا صيد الفئران؟ اعتمد عليه سيكون كل شيء سهلا لنجرب ونرى اعمل يا يتها الآلة قهول سيخظ رائع رائع إنها مصيدة فئران عظيمة طبعا لما قل كذلك شيء رائع أن نصطاد كل هذه الفئران ولكن ماذا سنفعل بها؟ إن الفئران ستنام عدة ساعات بسبب الغاز المنوم تستطيع أن ترميها بعيدا لماذا دائما أقوم أنا بالنظافة بعدك؟ النظافة شيء رائع كيف حالك؟ بخير يا سيدة عبقرينة حالك يا كعبول هل هذه غسالتك؟ من الأفضل أن أتخلص من الفئران ما سرم يمكن هيا أتريد بني القيامة بذلك؟ شيء رائع أن تكون هذه الفئران لأنا أنا دائما الذي أفعل كل شيء إنه لا يستطيع أن يفعل شيئا بدوني مكان مناسب لألقي بها هنا حسناً حسناً يبدو فعلاً أنه عميق جداً ومناسب جداً أيضاً وهو كذلك عندما يرمي الفئران فإنها ستصبح جميعها ملكاً لي واحد اثنان ثلاثة حسناً حسناً الصخرة كان لها فائدة كبرى فالفئران ستموت غرقاً في مثل هذا النهر الغميق إنه مكان لن تضايق به أحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة الحمد لله تخلصت منها لست أدري من الذي يحدث هنا كيف عادت الفئران إلى السلة مرة أخرى إنها معه لقد جاءوا إلى هنا رائع مكان مناسب لإلقاء الفئران التي سوف نصيدها في المرة القادمة كنت فقط حوالي عشرين أو ثلاثين فأراً فعلاً يا حضرة الضابط لن ألقي بها أنا اليوم لست محظوظاً حظي سيء أيها الغبي إنني أنادي عليك ولكن لقد تحققت من شيء في غاية الأهمية ما هو؟ أعتقد أنه يجب علينا الإسفادة من هذه الفئران من الناحية المادية لذلك فهذا الذي اخترعته الآن سوف يجعلنا نستفيد من هذه الفئران حسناً لنبدأ التجربة أظن أن هذه الفئران من الممكن أن تستخدم في أي وقت مع أنها صغيرة جداً لكن يمكن الإسفادة منها كثيراً رائع جداً إن الطاقة المؤلدة هنا تساوي الكثير وتوفر الجاه لماذا هذا الصف طويل يا سيدتي؟ إذا اشتريت حاجياتك كلها من هذا السوبر ماركت يكون لك الحق في تلميع حذائك بالآلة الأوتوماتيكية؟ شيء لطيف فعلاً سأذهب إلى البيت وأحضر زوجاً من الأحذير شيء لطيف جداً أن يلجأ عبقرينو إلى أشياء جديدة سيد عبقرينو أنا مدين لك بالكثير شكراً شكراً لا غرابة في ذلك فهذا بفضل عبقرينو بكل تأكيد حسناً سألقي نظرة يمنع دخول القطاق مدش فران ما هذا لقد أصبحت سريعة جداً؟ يا للخسارة كانت سترساً جيدة ولكن أبو شاكس كان الحطاء الأكبر لم يكن من الصحيح أن نتركه أخطر من الفئران وأنا استمتعت مع الفئران رائحتها بدأت تظهر رائحة حلوة رائعة لون جميل ورائحة شهية جميل ورائحة شهية جميل ورائحة شهية لا 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 يا للخسارة يا للخسارة باغ افطاري عن ماذا تتحدث أيها الكلب الشرح؟ هل ستأتي لتساعدني في اختراعي الجديد الذي أقوم بصنغيه؟ إنني سأموت جوعا فأنا جائع ولا أستطيع مشاركتك اللعب أقفل فمك ولا تقولها مرة ثانية حسن أنك عبول تشاركني إفطاري وبعد ذلك تساعدني أشاركك إفطارك؟ ما هذه؟ إنها تشبه مكنسة كهربائية نغام ولكنها ليست كذلك إنها آخر اختراعاتي وأطلقت عليها اسم آلة الشام آلة الشام لماذا تستخدم؟ وما هي فائدتها؟ إنها آلة عجيبة حساسية الشام فيها تفوق قدرة الإنسان بأكثر من ثلاثة ثلاث مرة إذن فهي أكثر حساسية من أنفي هذا صحيح هذا شيء أكيد أبقرينو بيت نادين من هنا تذكر جيدا أعرف أعرف نادين لديها لحم على مائدة دعني أشم أنت مغطئ ليس لحما ليس لحما بل دجاجا لا أحمن أقول لك لحم قلت لك دجاجا قلت لك لحم إنها راحت الضجاج إيه أنت لا تعرف إيه ما هذه الضجة هما مرة ثانية سأحتال عليهما إنها رايحة دجاج نسبة لي أقول لك لحم يا كعبو قلت لك دجاج نه هو لحم لا يمكن لا يمكن أن يكون لحم ضع أيضا من كل شيء دجاج قلت لك لحم أرأيتني فعرضه بألة الجديدة لخضر مده كسر كسر الشر كسر الشر يا عبقرينو كسر الشر لم تقسن الشم وأقطع أنف لا يقطع تطباقة ماهرة يا نادين يبدو أن هذا الحساء جميل قلت قرينو إنه حساء لحم نعم وأنت قلت إنه حساء دجاج تعني أن كل ما يمكن أن تفعله هو مجرد الشام نعم في الحقيقة لقد خمت بتصميم هذا الاختراع المميز ليساعدك في البحث عن أشيائك أو لاقتفاء أثر المجرمين ورائحتك أيضا نادين نادين نعم أهلا وسهلا بكما تفضل أهلا نادين من عبقرينو هنا لم أكن أعرف أنك هنا مناسبة لطيفة وأنا أيضا هنا عزيزتي هل سمعت عن عقد العمدة لياقوت الذي اختفى إنني هنا كيف وما تختفى عقد اليقوت هذا سر بيني وبينكم فلقد أرسل رئيس الجماعية لزوجة العمدة عقد من اليقود وقد اختفى هل قدم عنه بلغا للشرطة؟ لا لن تتصور مشاعر رئيس الجمعية إذا علم بذلك ولكن لدينا شرطي هنا المشكلة الآن أن رئيس الجمعية سيقيم حفلا كبيرا في بيتي غدا ويجب أن نجد العقد اليوم وبسرعة وعلى زوجة العمدة أن تلبسه في الحفل أليس كذلك مدام رفيعة؟ تماما يا نادين فعلينا أن نبحث عنه بجد وليس أمامنا إلا اليوم فقط أشك أننا سنستطيع حمل الشيء أنا سأخوم بهذه المهمة سوف أبحث عنه ولكن كيف؟ حسنا إنها فرصة سالحة جدا لأجرب جهاز الجديد سيضي وجودك هباء سوف أصلحه وأستخدمه وأجعله صالحا تماما لا تقول سوف تصلحه؟ طبعا أترك الأمر لي إنك رائع سيد عفقارينو سيد عفقارينو سوف أراك قريبا في احتفاء رئيس الجماعية إلى اللقاء إلى اللقاء لست أدري كيف ستغير هذه الآن العتيقة غيرها أم لم يغيرها؟ سوف تستمر حيالي إلى الأبات شكرا لكم على مساعدة سيد عفقارينو وأنت سيد كعبول؟ أرجوك أن تترك الأمر لنا في هذا اختصاصنا سوف نتأكد من تشكينا فيها بهذه الألة التي تشوق هناك كيف ستجد عقدها؟ عليك أن تدخل هذه البطاقة أولا وهذه هي فتحة الشام والآن لنبدأ عملية البحث الفريدة موسيقى أه، إنك رائع شرلق حونس إلا ألف يعبل وأحسن هيا مهو تفنه روح ايه 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 تعمول تعمول قلت لك لك عبر طريقي اه ولكنها مصيدت في اران كنت اظنها لا يمكن ان يكون هنا يا عبقرينو هيا نبحث مكانا اخر ايها المفكر ولا تعني الكلام الفارغ هيا أنا أتفق معك يا سلام ها لقد التسقت به إذن ها هي لقد فهمت الآن 呀 出來 رأيت ماذا فعلت يا كعبول رأيت يا للغباء إنه عقد من الزجاج وليس له علاقة بالياقوت والآن بعد أن فتشنا البيت هيا نبحث في أماكن أخرى لنبحث عند النافورة أو المدخنة أنا عند النافورة وأنت في المدخنة اتفقنا؟ أنا أدخل المدخنة؟ لماذا أنا أقوم دائما بالأعمال الصعبة؟ سأدبر له حيلة أخرى أليس هذا القط مشاكس؟ يا له من المشاكس الجو بارد إنه بارد فعلا إذن لماذا لا تشعي لنا المدفئة؟ لما أقول لك إنه مشاكس هل يشعلوا النار؟ الياقوت يا ياقوت لاي نحضرك لاي نحضرك لاي نحضرك لاي نحضرك لاي نحضرك لاي نحضرك ما هذا؟ لاي نحضرك لاي نحضرك لاي نحضرك لاي نحضرك ما هذا تقطف الماء؟ أظن أنها سمكة كبيرة لا تنزعجي كانت سمكة جيدة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هناك داعٍ، لقد كانت غلطتك هذا ظلم، أرفضه صحيح، لم يكن هناك داعٍ حسناً، ولماذا اخترتموني أنا؟ إن لك أنفاً تشوم جيداً، أنتم الاثنان معاً تعطونا أحسن النتائج إنها فكرةٌ رائعةٌ حقاً أنا جاهز حسناً، ابدأ أنت في اللحظة يبدو أنه وجد شيئاً أمسكوه، أمسكو بيها، أمسكو بيها الآن العملية رقم أربعة نجاحٌ رائعٌ ياسي لا، نحن كظ passed آوالاعى خيلةٌ أخرى أبقدوني آه آه، آ ها نجاحٌ رائعٌ أيضاً، ياي ح جاهزًاuf أين أنت؟ آه، مظلوا لهذا حقدي الحبيب، حقدي رائع، ألف مبروك إنه هو تذكرت الآن، كان قد فقد من عمقه عندما عطس نهاية سعيدة أننا وجدناه ولكنني لا أستحق نهاية كهذه ولكن أصدقائنا سعداء بهذه النهاية وأصحاب العقد أيضا سعداء كنهاياتنا هذه سعيدة وأحلام سعيدة جدا وأحلام سعيدة جدا من فضلك عبد قرينو، أريد عجلات لحذائي هذا شيء بسيط، تحويل زحافة الجليد لزحافة عجلات تعرفوا طبعا أن بركة الجليد ذابت ولن يوجد جليد لنتزحلق عليه طبعا، سأفعل ما تريدين العجلات في الحذاء لن تجعلك تتزحلقين على الجليد عندما يتكون الأفضل أن نجعل البركة تتجمد فكرة رائعة، أنت لطيف جدا يا كعبول ما رأيك عبد قرينو؟ نفس الفكرة خطرت لي ما رأيك أن أقوم بصنع آلة تنتج الجليد ها؟ سعيدة جدا، سوف تحاول صنع الآلة اعتمد علي في الآلة إلى اللقاء إلى اللقاء، ما الذي أصابك يا كعبول؟ كعبول، ما بك؟ تريد أن تظهر أحسن مني؟ عن ماذا تتحدث؟ الأمر كلها أنني أحاول أن أقدم لها خدمة فقط سأذهب لأتمر نغلى التزحلق، أتمنى لك خضل سعيدا أنا لا، أتصور هذا يجب أن أبدل جهدا شاقا لأبدو أمامها في صورة جيدة جيدة ما هذا؟ يا له من منظر غريب فقدت التوازن انظر إليه، ماذا يفعل هذا الغبي؟ ها؟ إنه ليس بالأمر الزهل توقف، توقف إنني هنا لأجعلك تترف التزحلق على الجديد مأسف على مشاكل توقف كامل أه، يكـــــــــن ي també أوى، أه، أيها أنا نكون يتركها في هي buffer لقد توقفت أخيراً قام وانا نكون تتركها في blandز عها ح الأخ lifة لقد توقفت أخيراً أنا الآن جاهز لإجراء بعض التجارب على إنتاج الجليد بالغاز يا إلهي كعبول لا أستطيع أن أنتظر يا كعبول هيا بنا نبدأ تجربتنا باستخدام الغاز لا أريد مزيدا من التزحلق من فضلك فأنا أعرف خدودي عن أي شيء أنت تحدث إنك تتمتع بروح معنوية عالية لا يا بقرينو اسمع كعبول إن هذا الغاز من نوع خاص اخترأته بنفسي ومن الممكن أن يحدث العجائب فهمت إنه يستطيع أن يجمد البحيرة كلها في لحظة واحدة ومعنى هذا تستطيع أن تصنع أطنانا من البوضة عن طريق الغاز أطنانا من البوضة؟ أنا سعيد ما رأيك يا كعبول شكرا لك شكرا من السهل أن يغير رأيه كعبول هل أنت بسعيد؟ طبعا أثناء القيام بجد بهذه الرافعة إن الخرص الذي تجلس عليه سيدور وسوف يتم تخزين الغاز في هذه الأنبوبة وسوف يندفع في هذا الاتجاه أفهمت يعني أن البحيرة سوف تتحول إلى جليد تماما هل نبدأ العمل ها؟ انظر ها هي تتجمد حان الوقت الآن لتشغيل القرص هاة تماما كما توقعت أنت رائع كعبول رائع لا أظن أن هذا يكفي طيب أن أتوقف من فضلك أرجوك فعلاً هذا مخيف ياكفي هذا انظري لهذا يا عبقرين كيف حدثنا هذا؟ إنه مستمر أرجوك زادري زادري أوقفهم من فضلك يا قابول سوف أخطأ عنها الطيار عبقرينو حان وقت القهوة يبدو أنك عبول قد نعم وأنت يا عبقرينو لما لا تأخذ قصة من الراحة لتشرب القهوة ألا ترى أن شتاء هذا العام أكثر دفعاً فأنت تعرف أنني قد صنعت معطف جديد ولكني لم أجربه حتى الآن الواقع أنني كنت من أبطال الإنزلاق على الجليدة عندما كنت صغيرة في المدرسة إن نشرة الأحوال الجوية تقول إن الجو الدافع سوف يستمر لي فترة ما بك يا عبقرينو عبقرينو إلى أين أنت ذاهب ما بك يا عبقرينو هذا بسبب اختراعاته الفاشلة دائماً أين هو؟ يبدو أن الغاز قد تناثر عليه إنه يجعلني دائماً أخرج عن مساري عبقرينو ما بك يا عبقرينو ما بك يا عبقرينو ما بك يا عبقرينو نقوله في الصباح غداً أن نذهب إلى البحيرة نجمد ما فيها من مياه لا بل أفضل أن أقوم بصنع البوضة نذيذة رائع هذه آلة الجليد التي سنعطها؟ نعم بمجرد فتح الصمام يتصرب الغاز ويقوم بتشميد مياه البحيرة ويحولها إلى جليد في الحال آه لنذهب إلى المدينة هيا مرحباً هل ترحبون بانضمامي؟ المدين سوف نتزحلق معنا أنت ما في التزحلق يا عبقرينو طبعاً ماهرًا ستضاع أحد تفوق علي في المدرسة أمي جائعًا إذاً فستكون مدربي يا عبقرينو أتقبال؟ حاصلاً لا تقلقين المواصلة سهلة هذا الصباح لقد شعرت بالجوع يا لهم الأغبياء ماذا هذا مشاكس هل لديك الجرأة أن تقف أمامي مشاكس آمل أن لا تكون قد نسيت ما فعلته معي ما فعلته معي ماذا تفعل هناك لقد وقال في مشكلة أيها الغبياء لقد فعلته للبرت الثانية لا تتغرق آه 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 انظر نتيجة فعلتك يا كعبول أنه الغبج لا ستؤال إنه مشاكس مشاكس مان كعبول أيها الكلب الغبج لماذا لا تحاول اللحاق بي سوف أمسك بك نادين أطوبي من الشرطي إذا سمحت أن يقف حركة المرور هذا الفائدة إنه عوجب يوه أقول إنه مظيف decir عليكم أين ذهب؟ أين ذهب؟ سوف أمشيكم؟ انتظرني يا مشاكل هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لم أكن أتوقع أن ينتهي الأمر بهذه الصورة كل الطرق مفتوحة للإزلاق على الجليد اليوم ناديين هيا نشاركهم وننضموا إليهم نعم عبقرينو لقد اخترعت شيئا رائع مرة أخرى هيا بنا نتزح لخصوية لا حسن تزلج لم أصدد سمكة واحدة حتى الآن أنا لا أصدق ذلك هذه لا تنفع أظن أنه من الأفضل كثيرا إذا أمسكتها بيدها لن تستطيع الهرب مني أين ذهبت لن أحترم زرغتك سوف أمسك بك أي جحيم هذا المجدى ساقتني يا قريبة أتحرك يا سندي كرول هيا يا كرول أنا أداخل بطني السمكة عن أي شيء تتحدث إن الغداء جاهز تعل تأكل هل كان مجرد حلم ماذا سنأكل اليوم لحم مرة أخرى لا تقول ذلك ثانية إنك تعرف جيدا أن هذا اليوم العاشر على التوالي الذي نأكل فيه لحما لماذا لا نأكل سمكا ها؟ اذهب إلى السوق بالمدينة ولن تجد شريحة سمكا واحدة حقا ولكن ما السبب؟ الواقع أنني لا أعرف السبب ولكن الناس تقول أن اختفاء الأسماك حدث فجأة لم يجد حلا لهذه المشكلة طبعا طبعا قارب الذي يغوصه في الماء أو شكت على الانتهاء من صنعه لماذا لا نسرع وننتهي من تجهيزه ونذهب للسيد باه ونقوم بتجربته في المحيط بعد ظهر اليوم لحظات يكون المركب مجاهزا الآن لا أبدأت في الدوران حسنا أنت سننطلق الآن أصلكم بانتظارنا يا كعبول وأنا أيضا بتجاوب كل أكل السماء شكله جميل ويعمل بانتظار أتفق معك في الرأي قيادة سيئة والآن جهاز خياس سرعة هيا خضر حسن أظن أننا اقتربنا هيا نوقف الآلة حاضر سأوقفها الآن هيا نرى ما يحدث تحت الماء شغل آلة التصوير تحت الماء ما هذا إنها سلحفات مائية سلحفات شيء غريب يا عبقرين انظر ومخيف أيضا مستودع نفايات فهمت يبدو كأن سمكة اقتلعت الكاميرا أنا لا أتصور ذلك هيا نهبط إلى عمخ أكبر غريب أنا لا أرى أسماكا هنا ما هذا قرول اقترب الهاتف حاضر إنها تشبه غواصة قديمة لذلك فالأسماك تجمعت هنا لست أفهم سمك ألا تستطيع أن تفرق بين الأخطبوت والخطي كعبول رأيته بنفسي عبقرينو انظر انظر إلى هذا انظر هيا نرى إنها سمكة قنديل البهر كعبول هل أنت بخير لابد أنك تتألم أو حدث لك شيء أنا لا أتحمل هذا إنه مجاكس سوف أمسك بها يجب ولا تخرج من هنا ولا أكلك الواحش وأنت حي ارجع انتظر هناك حصنا يا مشاكس أين ذهب أين ذهب هذا المخلوق السمج سمك سمك إنه كعبول ما هذا هذا معناه أنه مختبئ هنا اسمع أنت هناك أخرج أخرج هذه عيون مشاكس نعم أيها الغبي لم تخدع تماما حسنا هذه هدية لا يستطيع أن يتسلمها مشاكس أنت هنا لماذا لا تأتي إلى هنا انتظر قليلا انتظر قليلا راتش داي هذه الأسماك كلها لي شاكس لقد وقعت في الأسر الآن انظر إلى هذه الأسماك ولكن لماذا هنا لن أتركه يهرب هذه المرة سمك الكثير الأسماك لي إنها كلها لأنا لي أنا بل لي أنا ها هي البواب تعني أدخل أولا أنا أولا ما هذا هذا توريدان إنه مخزن الذي أحفظ فيه أسماكي مثل هذه وهذه إذا له من أغطبوط هو الذي جعل كل الأسماك تغرب إذن ماذا تريدان إنه تعبوه لأخشى أن تكون حالته قد ازدادت سوءا إذن سوف أستخدم هذه الآلة منها على وشك أن تتجح سوف أقوم بتشغيلها الآن الأسماك قادمة لقد تمكرنا يوم من صد كمية الكويرة منها أليس هذا الشيء عظيم لقد نجح اختراعي وأتبث ماريا كابول ماذا تفعل إن كل هذا بفضل أنا بفضل كلبك الموهوب ما الذي سوف تفعله يا عبقرينو بكل هذه الأسماك سوف ترى إنها البداية فقط سوف أجعل الآلة تعمل أمامك انظر ما رأيك في هذه إنها تسمى آلة تعريب الأسماك الفلو اوتوماتيك أتظن أنه من المناسب أن نملأ معيدتنا مرة واحدة نعم كابول هل أحضرت لي هذه العلبة؟ حاضر 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 هذه أكبر غلبة موجودة إذن افتحها المفتاح بجانبها حاضر كيف فعلت ذلك بي يا كابول لا تحقت الأمور يا صديقي إنك لم تصبسوا مشاكس في العلبة؟ كفوا فلسهدع لا تعجز عصر اهدوا هيدا ليس ذانبي الفة الأنا للمعلّب أسماكي من قبلا تصلق الجبال شيء جميل أنا مشتاقطة جداً لن أتطلق الجبل آيش كريم نزيد إنه يحنو بشيء يأكله مرة أخرى شيء رائع أن يفكر الإنسان في هذه المناظر الجميلة من فوق قمة الجبل ولماذا لا تتسلقين الجبال بنفسك؟ لم أكن أعرف أنك مستيقظ ولكن التسلق عملية صعبة بالنسبة لي يحتاج إلى مهارة وقوة احتمال أهلا ندين أنت هنا أهلا العبقرينو ماذا تقرأي ندين؟ آه صحيح إنك تسلق الجبال أحياناً نعم لقد تسلقت على قمم الجبال وأنا طالب تسلقت قمة إفارست إن تسلق الجبال شيء رائع ينشط دورة الدموية ولكن هذا الجبل صعب جداً لنادين إذن ستعلمني أريد أن أحاول إذا كان ذلك ممكناً طبعاً سأفعل أي شيء من أجلك ندين سيتولى أبقرين الأمر ثانية هناك ضوضاء كثيرة في خارج كيف أنا في مثل هذا الجو؟ كارول 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 ساعدني هل هذا ممكن؟ ليس هذا وقت النوم يا كعبول اذهب اذهب أعلم أنك تتظهر بالنوم مرة أخرى يا كعبول عموماً لو ساعدتني سأعطيك مكافأة مقابل ذلك ما رأيك في قطعة ضخمة من اللحم المشوي؟ هل أنت واثق أنك ستعطيني قطعة اللحم بعد أن أنتهي من هذا؟ طبعاً كما وعدتك تماماً ما هو شعورك الآن بهذا الاختراع الذي صنعته لنادين؟ إنه متيم جداً بنادين كنفع عن الكلام وقفز إلى أعلى ولا يسفى قاضر يا عبقرينو حسناً إنها نعمة لطيفة ما رأيك؟ ألا تشعر بأنك خفي؟ أشعر بك عنني بالون وأنا واثق أنها لن تعالي من أي مشاكل وهي تتسلق الجبل رأيت؟ لقد أخذت السكر من البالون وملأته بالغاس أنا كعبول أنا كعبول أقفز أقفز كلب أقفز أنا كعبول مشاكس؟ لماذا يقفطني من نومي؟ إنها لا تعمل هكذا هل تعرف؟ النجدة الحقر يا عبقرينو النجدة افتح الصمام عند صدرك ودع الغاز يا خروش صماما 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 يبدو أن هذا الاختراع الذي خصصته لناديم معرض للسقوط هذه الملاحظة صحيحة افتح كعبول وإلا لن تحصل على أي قطعة من اللحم لا حياتي أهم من اللحم أرجوك ترفض مساعدتي ما الذي يشغلك يا سيد عبقرينو؟ من؟ سيد رفيعة كيف حالك؟ كعبول ضاق صدره باختراعات عبقرينو وهذا سبب شروده صحيح أنا أريد مساعدتك بالنيابة عنك عبول يا عبقرينو لا 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 شكرا سيد رفيعة هذه تجربة خطيرة ليست خطيرة بالنسبة لي؟ حسنا أنا أقصد أنا أقصد أنت تعرف كعبول حسنا أنا ذاهب ولا نعود حسنا حسنا كن فعن هذا يا عبقرينو سأساعدك سأزعل أي حي من أجلك يا عبقرينو لماذا هذه العربة الغريبة؟ كما ترى فهذه المدخة الماصة ستساعدك على التعلق بالصخور فلماذا لا تجربها الآن؟ هكذا حسنا أليس الطريفة؟ أشعر وكانني أسير على طريق ممهد هذه المدخة الماصة قوية جدا لقد تعبت يبدو أن لها سرعات مختلفة سأحاول سأحاول يا عبقرينو لا أريد أن تفسد عملي فاهم؟ حسنا تابع يا عبقرينو أريد أن لن نتقرينو حسنا دعنا نجرب الثانية أشعر وكأني سمكا حسنا خذ الأمور ببساطة كعبول ما هذه، ما هذه إنها تجعلني مثل قط نعم القط مشاكس حسينان خذ الأمور ببساطة كبول هيا كما أخذها أنا أنا لا أشعر بارتياح هل أنت مستعد الآن؟ هل أنت جاهز؟ نعم أظن أن علي أن أنفذ ما تقول يبدو أنها تعمل جيدا هذه المرة فعلا والآن هيا بنا يا عبول يسبقني سألقنه درسا سأفوز عليك سأفوز عليك يا عشاكس أيها التافئ الحقلي لا أريد أن يتفوق علي أسرع يا عبقرينو ما الذي جرله؟ لابد أنه يريد التعاون معي هذا الكلب الطيب أريد أن أسرع يا عبقرينو أسرع يريد أن أرجوك لا 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 يجب أن تسرع أكثر من ذلك سيكون الأبر في غاية الخطورة أنا لست ونسؤولك عما يا عبقرينو يا عبقرينو أنا زهارة أنا زهارة أنا مشاكس سوف أن تسرع عليك سوف أن أفوز عليك أنجده أنجده أسرع وأنزلني ألم أقول لك سوف أجعلك طهبة يا كابول أرجوك أنزلني إلا الرفعة لا تعمل لذلك سأقطع الحبل سأقطع الحبل؟ لا سأسقض من هذا الارتباع شعر لا أرجوك لا تأخف أنا أعددت كل احتياطات السلامة حسنا اقطع الحبل يا عبقرينو حاضر انتظر لحظة ايا أنا آسف يا كابول يبدو أنني أخطعت كذّن ما حدث أرجوك انت لك أن شجائك عبول جرب ثانية لنجرب لنجرب أرجوك لا تقول هذا الكلام سأجرب معك هذه المرة منذ زمن وأنا أريد أن مساعدك حسنون لك يا سيدة إنها متحمسة دعها تساعدك سأكون سعيدة إذا قمت بالتجربة لا تنسي أن تجاربنا قد تكون خطيرة في بعض الأحيان إنها دائما خطيرة ماذا؟ لا تقلق فإن جسمي أقوى على التحمل من الناس العاديين واضح ماذا؟ أريد أن أساعدك إذا كنت تصرين على ذلك فليس لدي مانع حنك لطيفا جدا ما الذي تريدني أن أفعله أولا؟ كل ما أرجوه منك أن تظل جالسة هنا وسوف ينطلق مقعدك بقوة ينطلق؟ نعم عندما أدير المفتاح فإنه سينطلق إلى قمة الجبل دفعة واحدة يا سيدة رفيعة دفعة واحدة؟ دفعة واحدة؟ حسنا فلن تتعرضي على الأقل لتعلق في الهواء أو تهوي على الأرض من ارتفاع شاهق دفعة واحدة دفعة واحدة؟ وهل ستفيد هذه القبعة الثقيلة في الشاي؟ حسب الظروف الآن سنبدأ حالا ضروف بلقي ثانيتين على الإقلاع أتمنى أنك يحظن سعيدا انتظر؟ ما لأيك لو تجربها؟ استعداد سأبدأ العبد التنازلي عشرة تسعة أرشوك يا تعبون كفان ما حدث لي يا عبقرينو أصبت كف عن هذا استعدى اوناتي 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 واحد اوناتي من هذا ظلم سيفشل مرة أخرى؟ لم تقلع بسبب الحمولة الزائدة؟ أنا أعرف هذا هاااااااااااااة إناهما ثقيلان جدا احفظ لسانك أنا قصدت كعبول مال المفروض أن تحفظ لسانك أنا كنت أقصد كعبول أعلم أنني لست نحيفة ولكن لم يسبق أن قال أحد عني أنني سمينة هل تفهم؟ هل تفهم ما أقول؟ هاااااااااا لا قد أخذ الرحكرة الفضائية ساعدوني إلى أين أنت ذاهب يا مشاكس؟ إن الخطأ في الانطلاق قد يدمر جهاز التحكم وكذلك المركبة النجدة لقد نجح اختراعك يا عبقرينو أليس صحيحاً؟ نشعر بالراحة أليس كذلك؟ كابول دعني أقود الطائرة عند الثقائق لا تقول هذا فأنا أقود الطائرة دون إذن من حبقرينو ما الذي يحدث لو أنك قمت بقيادتها ودمرتها؟ لا تهتم لماذا تركب رأسك هكذا؟ دعني أقولها لا 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 دعني لا يا مشاك دعني أنا دعني أنا دعني أنا تخطي جميلة لله يا إلهي إنها طائرات الحمراء تربل لك يا كابول إهبط فوراً إهبط كابول إهبط كابول إنها ليست رعبة الهواني بها أعيدوها إلي فوراً يهبط تخطي جميلة أقول إنها ليست رعبة الهواني بها إهبط أيها الأحمر سوف أعقبك لا تائد من ذلك نحن نرتفع في السماء لن يستطيع الإمساك بنا نعم نعم يا كابول لما لا تهبط بدرجة أكبر سوف أقود عن الطائرة هذا الأمر مستحيل ولكني أستطيع التعامل معا أرفع مخلبك أه أرفع مخلبك دعني أخذ أبوك أه أه ماذا الذي فعلت أنت السبب أنت السبب عن أي شيء تتحدث أنت السبب لقد ضغط عليها بشدة ولا ألمشة عن الطائرة لا تشغل بالك سوف تهبط سوف تهبط في مكان ما لا يهمني أنا أموت أما تبط معك اه 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 حول على النحية الأخرى يجب أن تخاف اه 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 علينا يا مشاكس أن ننزق العمل بيننا كي ننقذ حياتنا أفهمت؟ حول حول هذا أقل ما كان يدوانا فعلا إنه كعبول صانع المتاعب لن يستطيع الخروج منها هذه المرة حول هنا الطائرة الحمراء حالة الظوارئ لا نستطيع التحكم في الطائرة أنا كعبول حول لا يهمني ما يحدث لهم هذا التافهان حول هنا الطائرة الحمراء رافعة التحكم قد تحطمت أنا كعبول يا عبقرينو حول حول يبدو لكم يبدو أن أبقرينو من حرف المزاج اليوم إنه لا يريد أن يستمع إلينا دعنا نجرب الغطسة في الهواء إنها الطريقة الوحيدة التي أمامنا لا تفعل ذلك أنت تعرف أنني لا أجيد السباحة هل ستتكنع متوحدي يا كعبول؟ أم؟ اسمع يا مشاكس لن تستطيع القرآن بهذه الطريقة أعرف ذلك يا كعبول انظر إلى هذه مالذي يحدث على هذا الارتساع يابد انها الاغ النارية مالذي تفعلاني لا يعرفون الفرق بين الدخان والالعاب النارية ما هذا ما هذا كابول سأموت قريبا ستموت من الصدمة ولن تعني نزعات الموت لا اريد ان اموت بهذه الطريقة هيا نرى ما الذي يمكن ان نفعله يا ترى ما الذي يفعلانه الان مشاكس وكابول ام قرينو يبدو ان شيء حدث لتارتك الحمراء عليك ان تبحثها لا يهم رفعة التحكم قد انكسرت اه وما الذي سنفعله الان وما ذا عن كابول سينفذ الوقود وسأسقطني في مكان ما لا داع للانزعاج لا داع للانزعاج ما هذا يا الهي يا الهي ان الصغف قد ذهب ايها الاحمق لا داعي لاستخدام الفرامل فهي لا تعمل استخدم الاجلحة الاجلحة طبعا فعندما تنزل الاجلحة تنخفض السرعة اوتوماتيكيا الاجلحة اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تحرك الآن لقب ما جونا لا لم ننجو يا لعم ضيفٍ ثقيل إن البقرة تذقلة جدا إننا ماذا حصل؟ الزوازر، يجب أنه حفظة على الزوازر هتذكر يا مشاكس ماذا عادي؟ تغيوا على ما يوراق ها هما، إنني أراهما جيدا سوف أوقفهما، وإلا سيحطمني الطائرة تماما هيا، سأعيدهم بسرعة هيا سعيدهم بسرعة؟ ها هما، قادران أظن أننا نجونا مجرد الإمساة بها فإنها لن تتطرق مجرد الإمساة بها فإنها لن تتطرق رائع، أظن أننا نجونا يا إلهي، المغب кожية شديدة، في الدان شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة القدر لقد انتهى ما بيننا اهلا لقد عدنا الى البيت يا عبقرين لا تقلق فقد عدنا في أمان كما ترى وطائرتك أيضا لا تقلق لا تقلق لقد تعطمت وهكذا رجونا كما تعرف وهذا أهم بكثير أليس كذلك عبقرينو عموما لقد عدنا سالمين لقد جعلت مع الفاسي تنهث لقد إنه كمس عندما تقلق مرحبا مرحبا أموما رجل رجل أبعك ها؟ 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 عيد ملادي من؟ ها؟ ماذا تقفض بهيد ملادي من؟ انه عيد ملادي كأن وسنقل محفلا كبيرا لست أدري منع هدية لا تقدمها لك فعلا اليوم عيد ملادي لقد لسيت اذا فلا داعي لتضييع دقيقة واحدة يا كابول يا كابول انا محفوظ لانني سمعت سأرى ماذا يمكن ما نفعل عيد سعيد يا كابول عيد سعيد يا كابول عيد ملاد سعيد يا كابول مشاكس لدي شيء لك لابد انها عظمة من مقاس كبير الحجم الكبير انها واحدة اخرى ما هذا؟ لره ثانية وهذا صندوق اخر وهذا صندوق اخر ايضا ما هذه الهدية؟ مالذي بداخلها؟ مالذي بداخلها؟ آآآآآة آآآ عن قريب كنت احلم بأكبر منها مder مهان ما الذي تفعله ما سبنا في الصباح الباكر وطرقني في الهدوء انك لا تريد ان يأتي احد الى هنا ولا حتى نادين نادين نعم سنقيم حفلا اليوم عيد ميلادي اه ايد ميلادي ايد ميلادي السعيد انه افطاري انه افطاري يا الهي ماذا فعلت ماذا فعلت اعطابوه ايه ا ذي محر جدا ليك عبول اه ايك كاني البيكينباودر اليوم يجب ان ابحث عنه نعم اه ايك كاني البيكينباودر استطيع التهامها دون وضع بيكينج باودر عليها اذا فهذا الانع صغير جدا نعم ايها الغبي ان كعكاتك لود انها شيء من نوع المخصص جدا وهذا البيكينج باودر سيحفلها لمساة الاخيرة جيدة جدا جدا نحن هنا كعبول اظن اننا جاهزون الان اظنها كبيرة بما فيه الكفاية لا بأس عموما سوف تسوى باي طريقة يا كعبول كعبول تعال وساعدني حاضر حاضر هيا هيا نقلبها هيا 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 خالق النوقع انها تبدو جيدة هكذا نام نام سأشغل جهاز الفرم الالي ماذا تعمل تعمل جيدا لا استطيع الصبر على هذا كثير من التوابل مع بعض البيكين بودر لا قد استوى تعمل استوى تعمل يجب لها ستكون حاصلنا يتصور تبدو انها جيدة ان كعبول سيكون سعيدا جدا بها ستكون حفلة رائعة اشق في ذلك ليس هناك افضل من ان اقدم باقة من الزهور كهدية عيد ميلاد هيا يا هشام المفروض ان تسرع انا جاهز ندين اهلا اهلا كعبول كل عاما وانت بخير هذه هدية لك اشكرك جدا يا ندين رائحة عطرة عطرة جدا يا الصاني كعبول اهه ستعرفوا ان انفي ضخم نعم انا الاضي بالت Wake انا الاضي بالتها حسنا اظن انه قد حان الوقت للذهاب لا 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 ما هذا رحقوني الرشق رحقوني الرشق رحقوني انا لا افهم ما حدث شكرا لكم يا عافو شكرا جميعا شكرا جميعا شكرا جميعا لماذا تأخرت سيد رفيع عن الحافلة لا تقلك سوف تصل بعد قليل فعلا يجب ان نكون هنا جميعا ارفع يدك عن هذا انا لم افعل شيئا يبدو انني ساضحك من الجميع حسنا سوريهم جميعا شكرا اظن انه يريد ان يشاركنا لماذا لا تشاركنا في الاحتفال لا 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 اريد شكرا لا اريد انك محجوز هنا اليس كذلك هيا دعنا نذهب الى الحفلة هيا انا قادم نحظة بالفضلك مرحبا عبقى رينو شكرا على الدعوة اهلا اهلا انا لا اريد حضور الحافلة لا تقلق يا مشاكس ساقول عنك كلمات طيبة شكرا 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 لكم شكرا شكرا لكم اشعرا او Jungkook افش حقا تبضلوا بتناول هذه الكعكه التي صناعتها بيدي اعتذر عن تناول هذه الكعكه اسف اسف اه مشاكس لا تخفي شيئا ليس كذلك حسنا لا يوجد ما تقوله في مثل هذه المناسبة تذوق هذه الكعكة يا مشاكس لا لا أرجوك أرجوك لا يجب أن تتذوق الكعكة بهذه المناسبة بعد أن تتذوقها أنت لا تقلق بسببين هذا يعني شيئا ما لا تكون هكذا كفا كفا أرجوك أرجوك ما الذي حدث لنرى مطعمها ما الذي أصابكم نعم اشعر لا لما كنقصد لذا أبدا أبدا لقد عربت الآن أنت من فعل ذلك يا نعيم قبول تذهب أقلة نظرا على ما يحدث هنا من أنا مرة أخرى هذر أنا دائما كبول اذهب اطلع كبول انزل ألا يستطيع منو عمل شيء لقد نفذ صبري وأشعر بالضيق يبدو أن هذا سوف يؤدي بك إلى الناحية الأخرى من الأرض يا كبول من الذي يفعله شرطي إذن؟ إن الأمر أصبح لا يطاق نغم الإطلاق لو سمحت سرعة حاضر حاضر تعمل ذلك جيدا تفهم؟ مالذي يحدث؟ مالذي يحدث؟ الحمد لله على السلام يا كبول ماذا رأيت هناك؟ لقد كنت على وشك الموت آخ آخ عن أي شيء تتحدث كفاك مزاحا؟ اذهب وشاهد بنفسك وهو كذلك سوف أذهب وأنا ها إنهم يقيمون نفقا تحت الأرض لا داعي للتسوق اليوم يا كبول ما دام هذا كان معك فلما لم تستخدمه من البداية يا عبقارينو؟ معك حط أشعر بالجوع يا عبقارينو ألم يجهز طعام العشاء بعد؟ أنا سيت ما قلته لك سوف نتعش الليلة في المطعم مع ندينو هشام الساعة الثامنة مساء الثامنة؟ الثامنة هناك ثلاث ساعات إذا كنت تريد شراء بعض الطعام اذهب وحدك ليس لدي مانع هذا أفضل من الانتظار هنا سأعود بطرقه مالذي يحدث هنا؟ شيء فضيع أنا لا أصدق هذا إطلاقا تعبول أنت ذاهب للنزهة؟ أهلا الهشام هل من الممكن أن أذهب معك؟ هيا انطلق أنا آسف يا هشام لست ذاهبا في نزهة حسنا سوف تشاركنا العشاء هذه الليلة أعندك مانع؟ صحيح حسنا هيا بنا إلى أي مكان ينتهي هذا الطريق؟ على أي حال طريق مختصر لذهاب إلى السوبر ماركت غبي طحيح في ثانيا طبعاً هذا الطريق سوف يؤدي الى النفع يحطو هيا يا نارا اي طريق يؤدي الى السوبر ماركت يحطو المعدة شاي تجريبا عجرد اصبح انظر الى هذا يوجد طريق اخر لا نستطيع التقدم اكثر من ذلك لا تخف انه طريق مزدود من هنا طريق مختصر لا تخف لا تخف تمسك جيدا سنجد طريق خاص خاص يا كعبون لا تخاف كعبون انه طريق للسطك الحديدية تقليل اظن ان هذا الطريق سيؤدي بنا بطريقة او باخرى الى المكان الذي نريده اهدى 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 يا عشام اهدى او بصورنا وداعا يا أبو شاكس وداعا إلى اللقاء يا أبو شاكس وداعا يا أبو شاكس كابول أنا لا أفهم أين نحن الآن المعدرة هل من الممكن أن تخبراني عن المكان الذي أنا موجود فيه الآن كنا نود أن نساعدك شكرا على أي حال أين ذهب كلب الغبيل كل هذه الفترة أعتقد أن هشام قد ذهب معه أيضا نادين لو نتركهما وشأنهما ونستمتع نحن معا بالعشاء سويا سيد عبقرينو أشكركم على اختياركما مطعمنا للعشاء عندنا الليلة أما بالنسبة لكابول فنحن لا نعرف السبب فقد اندفع في المخزن الخاص بنا تحت الأرض في دراجة نارية وهو يقول إنني في حيرة من أمري لما كنا أعرف أن هناك مخزن وأخوك محو أيضا لا أدري لماذا يذهب مع كلب غبي في طريق خطر خطر جدا كابول هل نحن هنا منذ فترة طويلة كان يقول ذلك ويبدو أن الوقت ناسب تماما وهذا سبب ترحيب بكما لن تقول لا أليس كذلك ماذا قلت يا سيدي ماذا قلت اخبرني أبقرينو طبعا لا طبعا لا طبعا لا حسنا أودت أن أقدم لكم الفاتورة أولا موافقون هذا مبلغ الكبير من فضلك هل تستطيع أن تقول لي أين أنا الآن أظن أنني فقدت الطريق أظن أنه من الأفضل أن أذهب ثانيا إلى اللقاء إلى اللقاء لو أعرف ركوب الدراجة إنك لا تستطيعين قيادتها حتى لو تعلمت ركوبها فإنك لا تستطيعين قيادتها لأن تركيزك بعيد لقد تلو سمعت أنا آسف يا خسارة لو كنت أستطيع ركوب الدراجة ولمن لا أستطيع كنت أتمنى أن لي واحدة أستطيع ركوبها لم أكن أعرف أنها لا تعرف كيف تركب الدراجة هذه أخبار تصلح للصحف نعم أنني أقرأ شيء مثيرا الآن سأسمعك فيما بعد لا تهتموا بسمعها إنها عن نادين ماذا؟ نادين؟ ماذا لديك عن نادين يا كعبون أخبرني قصة الله أخبرني أحدهم أنها لا تعرف ركوب الدراجات مطلقا أه أخذ 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 يبدو أن هناك تحدي آخر بالنسبة لي من أجل نادين أتمنى لك التوفيق قم عليك أن تساعدني كما هي العادة أخذ ذلك كيف ستصنع الدراجة من هذه الأشياء عبقرينو لا تشغل بالك أترك هذا الموضوع للعبقرينو الموهوب واحد 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 أتقصد هذه الدراجة؟ نعم صحية سيدة رفيعة طبعا ليتني أستطيع مساعدتك شكرا سيدة رفيعة شكرا حسنا أسعدني جدا أنك تصنع شيئا مفيدا لسحتك ولكني كنت أود أن تخرج ماء الليلة طب أنت أخرج ولكن وقت من آخر وقت من آخر هيا كعقول هيا 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 لقد اكتملت الآن سأسمي هذه الدراجة دراجة نادين سوف تبرهن على صداقة لها من أول وهلة إن شكلها لطيف ما رأيك كعبول أن تأخذ جولة بها صنعتها من أجل نادين؟ نعم ولكن جربها بنفسك وأريدك أن تتذكر أن كل اختراع لابد من تجربتها أولا ألا تشعر بالفخر لأنك أول من يجربها لا 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 ليس هناك ما يجعلك تخافي كعبول فإن هذه الدراجة مسممة بدقة لدرجة أنها لا تسبب أي آذن ينتج عن الخطأ البشري والآن ما عليك إلا أن تجربها أفهمت؟ هيا نعم أنت تعرف أنني كلبك المضيح أنا جاهز الآن يا عبقرينو لا داعي للمزاح قل جديا كيف سأنزل عنها؟ لا يجب أن تنزل أرجوك افعل ذلك من أجلي كل ما علي الآن أنا أتحكم في هذه الدراجة بهذه الوحدة وعلى ذلك فسوف تذهب أنت إلى أي مكان أريده أنا لا احن ذكر جيدة جدا لا داعي لإستخدام البدال اطلاقا كانت تعمل بطريقة سليمة إردت الـ الى الخلف الى الامام الى الخلف الى الامام الى الخلف انهما يقومان بعمل مخيف ما هذا ما الذي حدث لها لابد انه مطلط لا انها بعيدة ايه اه لا اه 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 لدينا اوكازيون اليوم اهلا كعبول تقول جراجة عبطرينو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والان جاهزون تنطلقوا عند الاشارة واحد اثنان ثلاثة اه 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 ماذا ترينها خد يكون الامر صعبا بالنسبة له ولكن هذا ما نفطيه على الحالم ماذا انظر ماذا حدث ماذا حدث ماذا حدث انك عبول اصبح في المقدمة معقول ماذا في هذا انهم يغنطيص عملاك الجولة الاخيرة شيون يسخبني ماذا حدث همس عيد لنجاتك اعرف مقدار الرعب الذي اصابك حمدا لله على سلامتك اي شك اي شك نسيت ان اغفل الجهاز اي شك اي شك لا تقول هذا يا كعبول لا قد كانت مجرد غلطة بسيطة كما تعرف كل اختراعات ينفذها بعناية عناية فائقة اهنئك يا كعبول هذه هي الجائزة لفوزك في السباق هذه البطاقة تعطيك الحق في اكل ما تريدني البوضة صحيح هذا الذي اسمعه لا تحزن يا ابقارينو افرح افرح يا صديقي يا كعبول الا تظن انني استحق نصف هذه الجائزة لقد عملنا سويا للفصول عليها انا الذي صنعت الدراجة انا الذي صنعتها وماذا عن قطاعتي ماذا حدث لدراجتي ذهبت مع البوضة من الافضل ان نذهب الان هيا ايبت انهم يمزحون العشقية نحن لا نمزح هذا شيء مرغب ايبت انهم يمزحون العشقية ايبت انهم يمزحون العشقية لا اكثر من ذلك لا يوجد شيء هنا وسادتي اين ذهبت ليست هنا ولا هنا ايضا لا استطيع النوم بدونها لا بد انها هنا اين هي لا بد انها في مكان قريب من هنا سوف ابحث عنها اين ذهبت الوسادة شيء غريب انا متأكد اني وضعتها هنا وبنفسي ايضا اين ذهبت ما هذا يا عكابول ما هذا تذكر تذكر ما هذا يا عكابول لماذا تنام هنا بحال الشكل ان هذا فراشي انا اهده فورا هيا انا في حاجة ماسة الى النوم ارجوك اتركني انام هنا لديك وسادتك الخاصة بك ليس لدي ادنى فكرة عنها لذا فانا انام هنا انا مستعم علىك انا متعب جدا اهه اهه يا عكابول ارجوك 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 سوف اصنع While you انت في حاجة capitalism غيرها لك في تنام عليها صحيح انا سعيد جدا يا عبقرين شكرا 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 قبول ها هي وسادتك لقد انهيت صنعها انها ستجعلك تشعر بالدفع عندما تنام عليها نعم نوما هادئا ها خذ هل هذه وسادة حقيقية لم ارى وسادة مثلها من قبل انها غير مريح اه قطط مشاكس ومشاكس هنا ايضا انت ايها السخيف انا هذا ملمسه ناعم ورقيق جدا يا قبول ما الذي يهتم بذلك انها تبدو غاية بالكب ولكنها ناعمة حقا انها جيدة يا عبقرين وجيدة طبعا انها احسن وسادة امتع عليها اريد ان اقول ان جودتها مئة بالمئة لذلك فهي انها تضيب انا ناعمة ماذا يحدث لقد قلت لي ان هذه احسن وسادة ولكنها كانت غير ذلك لقد تقصرها واضحات يا لك من مخترع فاشل ساصنع لك واحدة افضل يا قابول قابول ناعم انا اضمن لك هذه هل انت واثق طبعا واثق ولم تتكسر لا لا انظر اليها ها ما هذا يا عبقرين اوه لابد اني وضعته في مكان ما قريب من هنا اه ها هو من الافضل ان يكون لديك وسادة بزنبرك سوف استعمل واحدا من هؤلاء انا واثق انه سيحبها جدا اه طبعا هذه جيدة استطع ان اجعلها تتخرك هذا الجيد استطيع استخدام بعض الاسلاك واجعلها تدفيه مثل الدفاية الكهربائية انا عارف انا اني موكوب انا ابقرين ان الميزاف يودي احيانا الي ماذق انها جاهزة يا كعبول خذها ها هي شكلها معقول هذه الوسادة بالرغم بيها زمبركات بالداخل اتعرف ذلك الى جانب ذلك فانها تبعث الدف فهي مزودة بجهاز للتدفئ ولماذا لا تجربها انت زمبركات وسخان يظهر اني ساعود الى الشقاوة حسن اما هذا يا كعبول وسادة تدفئ عبقرينو اطلق عليها هذا الاسم وسادة تدفئ لابد انها تجعلك تشعر بالدفء لماذا لا نجربها فعلا انها جميلة ودافئة وهي لينة ايضا كعبول ما رأيك بها انها مريحة يا عبقرينو لقد اخترعت شيئا رائعا حسنا منها انا ارتعيد من البرد هذه الايام لعم لكنك تعرفين انني صارتها من اجلها تستطعين اخذها اذا كانت تعجبك فانا لا اريد مثل هذه الوسادة المضحكة هل انت واثقا من هذا شكرا على عرضك يا كعبول اشكروا يا لها من و سادة مريحة فقد مسيت الطعام على النار يا الهي لابد انه قد نضش من الاحسن الاسرة ها التليفون لست أدري من الذي يطلبني إنها جميلة ودافئة هذا صحيح نعم سوف أفقه هنا وأرى ما يعني حسنا أستطيع أن أستطيع أن أستطيعها يا إلهي أو أنت يا مشاكس إنك قليل الأدب إنها وسادة هلفين لا أحب قطة في بيتي أخرج من هنا لقد كانت مثل المكوات الحديدية إنها رائعة فعلا سأضايقها نعم سأضايقها لا 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 لقد حان وقت الشاي إنها رائعة فعلا كيف تخلى كعبول عنها إنها تدفئني نعم يا لها من وساد ها تدفئني جدا ها 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 يا إلهي لقد أمسكت إذا كنت تريدين الماء فتأجبه لك لقد أخاني ها 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 كنت أشكعا أغوت كل هذا بسبب الكلف الغبيك يا أبو نغشش كما يقول المثل العين بالعين ها هذه أحسن وسادة يمكن الحصول عليها لا وألف لا انظر إلى كل هذه المشاكل التي سببتها لي اختراعاتك إن هذه تختلف قليلا عن الأخريات انظر إليها نظرة فاحصة لا أرى فيها أي شيء مختلف مرحبا أهلا نظيم ما الذي تفعله أنا مشغول بأشياء لا تنفع ولا تصبح للشيء انظروا أنهم قد حمال الوقت لكي تفعلها تضغل ما هذا يا عبقرينو لن أتخلى عن اختراعاتي هل هذه وسادة فعلا طبعا إنها وسادة تلبس تجعلك تستطيعين الذهاب لأي مكان وتنامين به إنها اختراع دقيق ما شكوا في ذلك عن طريق شد هذا الحبل تستطيعين أن تجعلها تكبر أو تصغر حسب الحاجة اي من قياس تريدينا حقيقي تقدمي لهنا وجربي هذا نفسك أحذرك يا نادين أشد هذا الحبل انظر شرع عظيم وأشعر بالراحة هنا هناك قبل الداخل الأخرى من قبل دعنا قبل الداخل الأزل قبل الداخل الأزل في أفهم أظن هذا لكي أليس كذلك؟ أنا واسخة أنك ستأخذ هذا لا أريدها يا عبقرينو لقد فارغ صبري من كل اختراعاتك من فضلك كفى هذا شيء مختلف أتعهد لك بهذا إن هذا أحسن اختراع اخترعته طوال حياتي صدقني عدت إلى الاختراع مرة أخرى أولا وقبل كل شيء فإنها مجهزة بجهاز الهزان أشعر بالمعاس سأجد مكانا هادئا لأنام فيه يبدو أن هذا المكان هادئ للنوم حسنا إنها مريحة جدا سوف أغط في النوم جده أصبح سميكا لقد أصبح عاجزا تماما حسنا سوف أستخدم المتفجرات في إيقاظه نعم المتفجرات هاي هاي معي، نعم اشتركوا في القناة الالة المضحكة ماذا تنوي هذه المرة لا داعي للدهشة انها الة الموسيقية انها في اي وقت ستجعلك رائع المزاج وتشعرك بانك تريد ان ترقص لا بد انه فيشل جديد ماذا تقول ان كنت تعتقد ذلك وهذه فكراتك عن اختراعاتي فلم لا تجربها بنفسك ماذا تفعل كف عن الكلام وحاول تجربة الالة لا اريد ان اوذي نفسي انها رائعة فعلا وقد بدأت اشعر بالتحصن افهمت هذا ما قلته لك يا كعبول والان هل نجرب خطعة موسيقية اخرى امسك بها جيدا يا كعبول انها رائعة ولكنها تسرع يا ابقرينة يا الهي مالذي حدث لها اوقفها يا كعبول اوقفها ارأيت ما فعلته بممتلكات الخاصة ايها الاحمق انا لم افعل شيء سوف اعاقبك لقد تورم تتحق هذا اوه يا رأسي مشاكس اه اتبر اه ما هذا تظنيك عبول قد افوتني هي لك من كلب واقف لقد أفسدت أعظم اختراعاً لي كيف ستعيد إصلاحه الآن؟ كيف؟ لست أدري لماذا أكون أنا دائماً المسؤول سيد عبقرينو، سيدة رفيعة سمعت أن السيرك وصل المدينة اليوم ونحن ذاهبون من مشاهدة، السيرك؟ وأنا أيضاً أليس من الأفضل أن نذهب سوياً لنراه؟ طبعاً ولما لا؟ هل هو مغلق اليوم يا عبقرينو؟ إنه هادئ تماماً ها؟ ها هو أحد الأشخاص هناك؟ أنا باسل وأعمل في هذه الفرقة ماذا حدث للسيرك؟ لماذا هو مغلق أيها السيد المحترم؟ كل الأعضاء ذهبوا بحيواناتهم ولكنكم تركتم الفرسين هناك دان ودون ليس لديهم ألعاب يقومان بها إذا فهم بلا فائدة إنها مشكلة معقدة يا عبقرينو أليس لديك طريقة للمساعدة؟ ها؟ دعيني أفكر في الأمر لما لا نعلمهم الرقص على أنغام آلة الموسيقية؟ آلتك؟ ولكنها قد تحطمت، أليس كذلك؟ أستطيع أن أصنع آلة أخرى أحسن منها فكرة صعبة يا سيد عبقرينو ها هي أصبحت جاهزة الآن هل سأكون أنا كبش الفداء مرة أخرى؟ هذه الآلة يستخدبوا فيها شريط الكست بدلا من الأسطولات؟ ها، خلنجربها يبدو أنها تعمل على الوجه الأكمل؟ حسناً فينا الأفضل أن نسرع إلى باسل ونخبره بذلك، هيا بنا ها، ها، ها قد حانت القرصة الكبرى لي، دعم سوف نرى ما الذي سيحدث لهذا الشريط انظروا الى هذا المتصارعان القويا ماذا انها مجرسة فعلا انظروا الى ايه قد تبوا يصير من حيثه وقعد ذلك لا ترا يصارع انظروا الى ايه يا هذا الى القصة اوه 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 ان الوقت متاخر ايها العبيد لقد رأيتك انت مرة اخرى اه انت در تعبوز ماذا فعلت لقد افسدت اختلاعي للمرة الثانية لم اخطأ لم اخطأ يا له من كلبا غبي لستو انا انه مشاكس عم انت تتحدث لا تكذب انا لم اره يقترب من هنا ولكنه يصارع 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 ماذا أنت اسفع كلب العرفته في حياتي هذه هي النهاية يجب أن لا أتحلى عن باسل أستطيع أن أتعهد له بأني سأصنع عالة من نوع ممتاز كل ما أستطيع أن أفعل أن أعلمهم مباشرة بغض الحيل هيا انهضا الآن هيا سوف أريكما مثالا تقلداني أرقصا تحركا هيا 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 ليس هذا ما أريده ليس هذا ما أريده أرقصا معي أرقصا معي لا فائدة الفرسان لا يستطيعني الرأس من قال لكما أنت ناما سأوقفه من أجلي أرقصا هذا سبب حضورنا كلنا إلى هنا ونريد أن تقدم لنا المساعدة هل هذا ممكن الآلة جاهزة الآن سنحاول تجربتها مع دان ودون ليرقصا على أرغامها لنبدأ الحركة الآلة تغمل كما نريد حتى الآن ها إنك تستحق جائزة لقد نجحت يا عبقرينو أحييك شكرا عبقرينو شكرا لك أشكرك ليس فيها متعة أبدا أشكرا لك والان نقدم لكم احلام عندنا من فقرات الراقصة يقدمها دان ودون هيا نبدأ ماذا حدث ها لست عدري لا لا توقفت ما هذا السلك غير كاف ان اتعرف ذلك لا استطيع ضمتها اتعرف كل شاير ماذا خلطان الان ماذا خلطان الان هذا سيئ سوف ارقص الان سوف ارقص يا ابقارينو والا ايضا ماذا خلطان الان اشتركوا في القناة 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 هذا صحيح ولكن ما علاقة التجربة باختفاء السجق انك بليز التفكير هذا يعني انك اكلته خلال هذه الساعة فقط كيف انا لا ازال جائعا يرجع ذلك الى انك كنت الكلب الجاء في الساعة الماضية فاهم ولكن اشعر بان شيئا ما قد حدث لا داعي لضياء الوقت هيا وفكر في شيئا افضل ان السبب في جوع الان هو ان السجق اقل منذ ساعة انا لا افهم شيئا اي كعبول هذا الذي اكل السجق ما هذا نحن الان نقترب من اللحظة التاريخية سوف نعود الى ملايين السنين الى الوراء عن طريق هذه الالاية كعبول هل كان لديهم طعاما لذيذا لا اعتقد ذلك ضبطنا الساعة ساعدير الزر استعي سأخذكم ايها الشباب الى مكان لطيف هنم 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 السيقذك عبول ساقص لقد نجحنا هيا نستعد للخروج هيا نستعد كيف لبست ملابسك هذه انا لدي في رأي خاص به حسنا لنساعد انفسنا على الشعور بذلك على اي حال اذهب الى الخارج واشعل النار ولكن كن حذرا فقد تقابل ديناصورا من الممكن ان يهاجم ماذا ايضا انا ناورد الخروج من هنا نحن نريد ان نطلب بعد الطعام بعد الحصول عليه طعام لقد نسيت اني جاع جدا سوف اوقض النار يا لك من كلب شجاع خذ يا كعبول ما هذه الشعوب البداية اعتادت ان تشعل النار بمثل هذه الخطأ الصغيرة من الخشب ستكون تجربة مفيدة بالنسبة لك انتظر انتظر اي لا ايه انه طيارن فدا اي يبدو انني اخطأته ولكن على اية حال فقد امسكته به انا جائع جدا ولكن لن اكل اي شيء قبل ان انجح في هذا تماما انظر الى هذا دعنا نضع لها بعض القش خروف مشوي ثم اني لا اريده هنا اين هذا الخروف اليست رائحته لذيذة لست ادري نحن اول البشر الذين حاولنا شوية هذا الطائر البداي في الدنيا كلها ما هذه رائحة ما هذه رائحة ما هذه الشيء المرحب وان ذي الإطرار الذي يحدث ل قريب المرة القادمة بركان المنظر رقم ثمانة وثلاثين الجزء احداش اده يا سيد العزيز انقذني من هذه القلعة ان الشريرة الخبيثة قد اختطفني منذ قليل تعالى وانقذني ارجوك تعالى ارجوك وانقذني ما الذي يحدث هنا يبدو اننا وصلنا الى القرن الثالث عشر سأراقب ما سيحدث ما النادي لقد فهمت لابد انه واحد من اسلافها هذا لباسهم وهذه اسلاحتهم كبول صاحب ارجوك لا تأخذني الى هذا الشرير المخيف ارجوك انا اسف يا فتاة هذا مصيرخي هيا بناخ انتظر ما هذا انا السيد العزيز وخادم من القرن العشرين نادين حب قرينا لقد حضرت لمساعدة كارابين هيا تبغي للجحيم اذهبوا للجحيم امر ماذا فعلت لقد افصلت كل الشيء بم هو الشرير انزل من على مهر ما الذي فعلته بكلبي ها اخبار انت السبب اغلق سوخ اغلق سوخ اخبار اخبار كل شيء على ما يراهم الان يا نادين الشرير هرب عن اي شيء انت تتحدث انه سوديو سينما الا تفهم ذلك سوديو سينما اذا لماذا انت هنا يا نادين لماذا لقد كنت مصر دوره في هذا الفيلم الا تعلم اني اتاعد ضعب قرينو نادين انتظري لما اقصد انسيع اليك انها مجرد قصة لمسا لمسا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا كابول انا شكر لك يا سيدة امسكها ولكن قبل ذلك سأطلب منك خدمة الديهالين اريد ان تقطع بعض الاشجار من فنائكم لانها تسبب مساحة كبيرة من الظلم لذا فان غسيلي لا يجف بسرعة اتعنينا هذه الاشجار التي في الخارج لا يا سيدتي لا انا اسفة جدا يا كابول فهذه الفطيرة قد اعطيها لشخصا اخر غيره حسنا ساقوم بهذا العمل كان نوما هادئا انا اشعر بالملل هنا سوف ابحث عن شيء يسليني ما الذي ايقظهم بكرا هكذا سوف ألعب عليه لعبة وسيلة جيدة لتضيع الوقت مرحبا كابول اتريد مساعدة شكرا شكرا لك يا مشاكس شكرا كثيرا ان هذا خطر بالنسبة لك دعني اقدم لك خدمة لقد قلت لك ان في ذلك خطر عليك جئت ثانية يا مشاكس انظر ماذا حدث اشك في ذلك انا اعرف نفسي انا كابول ليس لي القدرة لذلك دعني مساعدك شكرا شكرا يا مشاكس لماذا لم تفعل رفيعة هذا بنفسها وقد قلت لها اني اصاب بالدوار من الاماكن المرتفعة لماذا هذا التعب انك شمس وحياتي شمس وحياتي ماذا تفعل يا مشاكس ماذا بيشم ماذا رح يبدو ان الامر شاق جدا بالنسبة الي كابول اني خاعثة لم تكن غلطة انا فهمت عرفت الموقف الان هذه الاشجار تضيقني انا ايضا صحيح اذا فانا اطلب منك ان تساعدني في ذلك هذا مستحيل بالنسبة لكعبول ارجو ان تكون الة قطع الارصان الاوتوماتيكية التي اخترعتها مفيدة في ذلك لماذا لا نجربها في هذه الشجرة انك الشخص الذي يمكن الاتماد علي يا سيد عبقارينو هيا نبدأ التجربة يا كعبول استعيد للتجربة حاضر حاضر اسرع هيا حاضر الة قطع الاشجار انها تشبه العقرب تماما يا سيد رفيعة وهذه التي تشبه الاعين تعمل بمثابة هوائي يجب ان تتخذ حدفا ونصوب نحو وهذه الاعين سوف تتلقى الارسال وتصدر الاوابر للالة فتقوم بخطى الاشجار هيا نوجه الالة تجاه له الشجرة نحب الدعوان يا رايثي عندها آلة رائعة من نسبة لي اراها تعمل كما أريد والان تستطيعين استخدامها في قطع الاطرأ والاشجار ايضا أشكرك لكن نحضر أن توجهيها توجيها خاطئا لا داعي للقلق تبدو كأنها لعبة مسلية حسنا لنرى ما هو أحسن هدف في هذه الحالة هل أستطيع مساعدتك يا سيدة رفيعة شكرا على شعورك الطيب يا مشاكس أنا تحت أمرك أنا ماهر في التصويب حسنا سوف أترك الأمر لك إنني أخاف من هذه الآلة حسنا اعتمدي علي مشاكس ماذا تفعل هنا معذرة مرف أنك تلعب لعبة من لعبك السخيفة إنها تحتاج إلى المزيد من التجربة توقف عن هذا لقد وقعت في مشكلة يبدو أنني ظللت الطريق يا إلهي يا إلهي يبدو أنني تسببت في فوضى كبيرة أين ذهب؟ أين ذهب يا سيدة رفيعة؟ ها؟ مسكين يا كابول ها؟ 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 شيء مسل لنرى إذا كان هناك هدفا آخر ها؟ 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 يا إلهي ما هذا؟ ها؟ ها؟ ما تريد يحدث هنا؟ لا أدري شيء أمي كيف؟ ها؟ ها؟ شيء أمي كيف؟ ها؟ انظروا إليه بجميعا ها؟ ها؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا اسف الى اللقاء انت تظري هاو شاكس هلي احسن اهدف سابحطوا على هدف اخر شعرك مليء بالشاب يا سيادة المامور صحيح انها ضغوط العمل الكثيرة ما الذي فعلته في هذه القضية انها من القضايا التي يصعب حلها ماذا كان هذا الصوت ماذا حدث الثعلة ماذا خياله من منظر ماذا هل انطلقت الرصاصة ماذا سوف اخذك الى خصم الشرطة ايه الاحمر ايه اتعال هنا مجاكس اين هو عبقرينو ماذا تفعل هنا يا عبقرينو ماذا تفعل كابول انها خصة غريبة ولكن اسمي صيح القبيل مشاكس استخدم االتي بطريقة سخيفة مع سيادة المامور لقد اعتبرون من شريكا في المسئولية انا اسف يا حضرة اضغط انا اسف لن يحدث ذلك مرة اخرى لن يحدث ابدا تصدقني لك احدث ذلك موسيقى والان يا نادين صويبي نحو الهدف الذي تريدنا ثم اطلق المندقية طبعا كنت اتمنى ذلك منذ مدة التصويب كان دقيقا تماما عظيما جدا من هذا هذا انا تحفى ذكي جدا عندي امل بان تظلي هكذا ايتها الشجرة الى الامد هذا السجق الذي طلبته شكرا اهلا سيدي ها انه القابون اهلا سيدي ماذا حدث انا هنا انا هنا هنا اين ها يبدو انك في رحة خيالية في الفضاء كلامك صحيح ابقارينو صنع لي هذه وبذلك استطيعنا تسوق ما اريد ونحن الان في الفضاء ماذا تعيشون في الفضاء انها فكرة اظن انها مكان مريح هذه الايام قريب مننا فعلا فعلا ان ابقارينو اراد ان يعيش حياة هادئة بعيدا نغن الضوضاء لذلك فقد بنا بيته الفضائي فكرة ذكية هذا الاختراع ليست كذلك فانها متعبة فعلا انك تعرفين انه من الضروري ان نزيل الى الارض كل ما احتجنا للشيء بالمناسبة مالذي جيت لشرائي يا كعبول ناسيت ولكن هل استطيع شراء كيلو جرام من اللحظ طبعا ما رأى انت في بيت الفضاء يا كعبول جميل تأخذني معك لارى هل تسمح لا استطيع لان ابقارينو سوف يجري تعديلا على البيت الفضائي ارجوك يا كعبول سوف اطلب منه ذلك مدام هناك طغام سوف ارتب الامر لتقوم بزيارتنا انك رائع ها هو اللحم الى اللقاء ها هو القط سوف الاعبه مشاكس من هذا الذي يناديني بهذه الطريقة انا ايوها العبيط من هذا التافه انا اعرف هذا الصوت انا كعبول انه كعبول ولكن اين هو انا هدى خلفك تماما اه 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 الى اللقاء لن تستطيع ان تأكلها الام لا تطول انسني يا كعبول سوف امسكك نعم سوف امسك بك مرحبا عبقارينو الحمد لله على السلامة هل احضرت الاغراب نعم لقد اشتريت كل الاشياء سوف اعد لك غداء شحيا اسمه ساندويشات عبقارينو المخصوص ارجو ان تأكلها انت ماذا قلت على فكرة لقد قابلت نادين وانا غائد الى هنا وطلبت مني ان تزور بيت الفضاء مال نادين شيء جميل حقا لو شرفتنا هنا وقالت نادين ايضا انها متشوقة لرؤياك يا عبقارينو صحيح حسنا سوف اقدم لها الدعوة انه اهبل اوه ماذا حدث يا نادين هل سقط عليك شيء من الفضاء لا انتظر ان ينزل عبقارينو ليأخذني معه من الفضاء نعم هذا صحيح لقد سنع بيتا يصبح في الفضاء هناك بيتا في الفضاء قال سيرسر لي دعوة لتناول القهوة لذلك فانا انتظره يا لها من فكرة رائعة حفل شاي في الفضاء كم اتمنى ان اذهب اذا انت علي معي صحيح اذا فسوف البس احسن ما عندي يا نادين حفلة شاي في الفضاء لا بدان يكون في كل حفلة تفيلي ها هي نادين هناك ومعها السيدة رفيعة ايضا اظن ان نادين وحدها التي ستأتي اما السيدة رفيعة فانا لا احب التعامل معها تفضلا تفضلا نحن على السادات هيا بنا انا غايب معكم مرحبا عبقرينو انا سعيدا بخلورك قد مضى وقت طويل يا عبقرينو انا اشكرك من الرعي حقا ان تعيش في الفضاء شكرا سيدتي لا يمكن ان يكون للشاي طعم لذيذ كما هو في هذا المكان فعلا انني اشعرك انا نعيش هنا من مدة طويلة كان حلمي طوال حياتي ان عيش في الفضاء حلم رائع ها شيئا رائع انك استطعت ان تحول الحلم الى حقيقة وان تدعونا الى هنا لنحتفل به كمان سعيدة بهذا وانا ايضا لا يهمني المكان طالما هناك طرام واكله اخفل ثمك انك لا تعرف ماذا سيحدث لا ساقوم ببعض الحية اللي اضحك عليهم هلا تشعروا ب الشيا من تحت المائدة ثانية اه ان الأرضية طفقد اختلت الارضية اختفت انه كما تنزحان انها نافذة تطلب منها على المنطل البديع على الارض صحيح لا ما كنا اعرف هذا ابدا لا تخلقوا هذا امر بسيط جدا قاول انزل تحت وشدها فورا ما فهمت هيا ولماذا انا ما الذي حدث لكم حتى تتحدثان بهذا الشك نلاقش طعام العشاء لهذه الليلة ما رأيكم باللحم المشوي ها نذيذ جدا شيء يضايق انه لا يمكن ان يخترع شيئا كاملا ابدا لذلك فانا دائما مشغول باصلاح اخطائه هذه تذهب هنا وهذه هنا سوف نلهو بعد قليل اتمنى ان اعيش بقية حياتي هنا وانا ايضا يا نادين اتمنى ذلك بقية حياتك لن تكون لها بقية يبدوك ان السماء ستمطر انها تمطر ولكن علي انا وحدي لماذا يا عبقرينو لماذا القي نظراء اكيد نسيت اغلاقها النافلة كيف حدث هذا اعرف انها نافذة اخرى هليست كذلك اتمنى ان تكون مغلقة طبعا كعبول اذهب وارغو في النافذة هيا انا ثانية عشاؤك لحظا مشوي هذا سوف انهب انه يغانرني كالعبيد ايها تلف الغبيد كعبول اتفعلت كل شيء اتفعلت كل شيء ما الذي يحدث فوق انا هناك ضوضة اغلاق النافذة كما تعلمين يحتاجه الا جهد شاق لا داعي للقلق ولكن يبدو انا يكثر النافذة اغلاق 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 حسنا توقفنا إلا ما نهدت.. هيا تقالوا صلى الصدر سأقول نفسي الآن نعم ولكنك لن تستطيع أن تسلم يا مشاكل دعني دعني يا ذب سوف نتحطم جنيئا دعني فعل شيء يجب أن تقصر ساعوا مزكك انظر الى وشي وملابس كيف استكسغت أريد العودة حالاً لا تقول هذا فقط بدأنا الرحلة منذ قليل فقط نريد العودة حالاً انتظر أيها الغبيب لا أستطيع إنك لن تفلت من يدي ابقى مكانك أنك يا غبيب أريد أن تشرح لي كل شيء عبقرينو أمر مخيل إن هذا البيت خمت بتصميمه ليصلح للبقاء في الفضاء أو في المحيط هل فهمتم الفكرها هذا ضمن التصميم مرحباً كيف حالكم جميعاً مشاكس كيف تسللت إلى هنا يا مشاكس هذا ما حدث هل من الممكن أن تعودي بي معكم إلى البيت لقد أبسدت كل شيء أيها المخادح كان من الممكن أن نقيم حفلاً كبيراً رائعاً لو لا وجودك هنا اذهب لا أرجوك لا أرجوك أرجوك أنا واثق بأن سمك القرش سيتغذى عليهم سمك أي سمك القرش سمك القرش سمك القرش سمك القرش سمك القرش قبقرينو ماذا ستفعل بهذه الأشياء الغريبة ماذا تقول سوف ترى ممم اختراعاً من أحسن الاختراعات التي صممتها إنه الحصان السوبر العظيم لا أرى فيه شيء مما تقول وفيما يستخدم هذا سوف يقصر سباق العربات الذي سيقام في المدينة سباق العربات نعم وهذا الحصان لا يتميز بقواته الفائقة كحصان فقط ولكن به مميزات أخرى ضرورية من أجل جر العربات كعبول لماذا لا تقوم بتجربته قبل أن نذهب به فعلا إلى السباق عندي برد اعفيني من التجربة سعفيك من هذا الطعام أيضا طعام؟ إنه كالمناهول فعلا ما هذا؟ إنه نوعا من الفيتامينات مخوية تجعل الحصان لديه قوة جبارة والآن اسحى اللي جاب في اتجاهك كعبول واضرب الجيد بالركاب بخف اوقفه اوقفه هذا ها قد توقف إنه لن يتحرك هل ينكسر؟ لا لم ينكسر سوفارة لا يوجد شيء هنا وعلى فكرة هتعرف أن هذا الحصان لديه حاسة معرفة واختيار الفارس الذي يناسبه يبدو أنك لست أنت الفارس الذي يناسب الحصان ها 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 الى أين ستذهب الآن يا أبقرينو؟ ها؟ لا نستطيع أن نجهزه للسباق بهذه الطريقة سوف أخذ به أنا أخذه أنا بنفسي ها 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 هاه هذا شيء لم أكن أتوقعه ها 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 اهه ها 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 هاه واشياء غبية لكن تغير اوقفهم اوقفهم انداء انداء سيداتي سالتي أهلا وسهلا لكم الى هذا السباق خير العدي سباق السيارات الثمانية الذي سيفتده عمدة المدينة سنراقب السباق بالمتعة وجمال وقد نرى الحصان السوبر الذي يشارك في هذا السباق أهلا وسهلا بكم لم يحدث من قبل أن يستطع أحد تكملة كل المسافة المخصصة للسباق لذلك فإن الفائزة تكرم المدينة كلها جاهزون انطلقون بدأ الآن السباق الذي طالما انتظرناه إن العربات الثمانية بدأت المسير مع بعضها من لحظة يبدو أن هذا كعمول أليس كذلك سوف أتضره لا 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 استطيع أن أرى الطريحة المهم كعمول كيف تسير في هذا الثراب وتريد أن تفذف السباق كيف فعلت هذا يا كعمول لن تنال الطعام الذي حددته الجائزة التي سوف أحصل عليها للخلص عمل شيء رائع ما هذه الأتربة لا أستطيع الرؤية نجحت نجحت لن تنال الطعام التي سوف أحصل عليها لن تنال الطعام التي سوف أحصل عليها مختصرا مممم تمام تصبر يكاغول ولديك عرابة قوية لن نعفذل السباق الآن يبدو أنهما يسيرني على ما يرام سأجرب مخيلة شكرا لنفعل ليسوا منعلار آسف آسف يا حضرة الضابط آسف وهو كذلك أليش الجميع الآن في فترة استراحة لشرب القهوة إذن فسأذهب وأنا أيضا ليست هناك مشكلة بالنسبة للحصان قابل ساعدني إذا سمحت نحن متنافسان في السباق أناسيت هذا يا عبقرينو نعم ولكن روح الرياضية تفرض عليك مساعدتي ولو أني خصمت لك في السباق هل ستترك صديقك الذي يحتاج معونتك؟ أظهر أنني لن أستطيع المجدى 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 هي يبدو أنني يمت أشكرك جدا يا عبقرينو نحن خلف خط البداية كعبول سوف لا أظلمك حقك في الفوز المشكلة الوحيدة التي أمامي أصبحت هذا الشرطين فقط لقد أصبحت على وجهك الفوز لن أخزر هذه المرة لا داعي للسرحة فأنا أستطيع اللحاق بهم في أي طلق إن هذا الطريق سيودي به مباشرة جماعة كبيرة من الخبات المشكلة إلى أين أنا ذاهب؟ أتذكر لدي هنا مبلة كبيرة ولكني لا أستطيع أن أكون أفضل اللحاق رائع إنه جهاز الزجار يعمل وفقا للمواقف المختلفة ممتاز ممتاز يا عبقرينو هيا هيا استمر استمر معاناة جميلة موق البحر الكلب يطير رائع ما بتختلفنا مين الهدف ويبدو أنك عبوه قد اختفى أنا هنا لن تتخلى عن سباق؟ حسنا يتخلى عنه أيضا حسنا حاولا اجتدوا ان الطريق من هنا سوط اقتر اذا من فاني لا اثير في نكيح صحيح هو نحو الهدأ استيقظ يا كابول اوه ما هذا انا فيه ورطة استيقظ يا كابول انت فيي نفق استيقظ يا كابول لقد ذهب سيساعده النفق ما قام هناك طريق للذهاب فلابد أنه يوجد طريق للعودة إذن فسوف أتجه نحو الهدف الآن من الذي يحدث هنا انتظر أيها القصان يجب أن نوجه الرأس في الاتجاه الخطأ نعم نعم لقد تغلبت على هذا الشرطي أستطيع الآن نعلن غوزي لقد عاد من جديد هيا بنا أيها الحصان المهر هيا ما جاءت لنا أخسر أمامه هيا انطلق سوف نرى يا عبرينو سعنتصر عليك سوف ترى لا فائدة يا رجل لا فائدة فائدة سوف نرى هيا أيها الحصان هيا 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 لا يجب أن أفوز آآ لا قدمستطا أنا صرحت بمقدار دائل رقد بظهر رقد بظهر رقد بظهر شكرا 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 لجميع شكرا شكرا لكم من كابون لقد أخذتها لقضية كافو لقد أخذتها لقضية كافو لم أكن أعرف أنك هنا للاحتفال بانتصاري ما رأيك يا مشاكس في هذا الحصان الماهر؟ نعم ماهر ماهر لا تقول هذا أعتقد أنك تستحق هذا أوقف أرجوك ليس بهذه الطريقة أرجوك أن نجح أنا لم أحفر هذه الحفرة ليقع فيها أليست فكرة رائعة؟ لقد غاب عن الأنظار الآن والواقع أنني تخلصت أيضا من اختراع بقرينو قابول أنت تأكل كثيرا هذه الأيام؟ لا أظن ذلك أنا أكل كما كنت أكل من قبل لن أستطيع أن أكل على حريتي لن أبدأ الإفطار الآن ماذا تقول؟ لن تدع إفطارك رائعة؟ إذن فما الذي أكلته هلال؟ هذا بطغ شيء فقط ثم يأتي دور الإفطار لابد أن أخصل على وجبة متوازنة كما تعرف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فتة آه هذا لثلاثة أشخاص آه أين الجبن واللحم آه يجب أن احتر هذا وهذا أيضا nécessaire الأكل الكثير على القorrowَ يؤذي الصحة ويدور العقل أيضا ما أعرف يا أقرينو ولكن هذا يناسبت لتماما إنها جاهزة الآن الأكل الكثير يجعلني أشعر بالقوة أمضرك لا تقول لي انك لم تشبع أكلت كثيرا همهههه تفضل هذه جاهزة إذا أخضر غيرها هذه جاهزة أيضا وهذه أيضا إن الكرسي قد تحطر تعبول ماذا حدث ههه أنت على حق لابد أن أزن نفسي فهمت أنك أصبحت بدينا جدا لقد قلت لك أن لا تأكل أكثر من اللازم ولم تسمع نصيخها لا أظن أنني أكل كثيرا كما يقول عبقرينو ماذا حصل لي؟ يجب أن أتأكد من وزني الآن أو سوف أذهب إلى طبيب لكي يتأكد من أقوى العبقرينو ما هذا؟ لماذا لا يقف؟ لماذا لا يقف؟ انتظر 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 يجب أن تذهب يجب أن أصبحك العجلة في كاوتوك المنفوخة إنه لا يستطيع أن تصعود عن الليزان لن تستطيع أن تقف على الميزان بسبب كبار كرشك لماذا لا تفكر في أن تزن جزءا بعد آخر لا تقلق فأنا هنا سأساعدك والآن ضع كرشك أولا على الميزان كرشك يزن مئة كيلو جرام ضع رأس كلام إنه لا يزن شيئا لا يزن جزء sad انتظر انتظر انتظروا أنتظر انتظر أنتظر像 اما أنتظر نحن انا لا احب هذا ان الجميع يزخرون مني انظر يا عبقرينو الى الجميع انظر هل هذا يساعد فعلا على تحفيف الوزن كل ما عليك ان تثق به موافق؟ لقد اصبحت بدينا لانك تأكل وتنام وانا هنا معك لانك قلت لي انك لا تريد ان تخفف وزنك اليس لديك طريقة اخرى يمكن ان تخفف وزني اسرع من ذلك يا عبقرينو لا التمرنات هي اكثر فائدة من نسبة الى اك حيا طريقة اخرى افضل سرينو ما هذا السائل إنه نوع من السلكون الذي اخترعته لبدل تخفيف الوازن هذا السائل يجعل الشحم يذوب بطريقة خاصة بحيث يلشأ عنه اهتسازات متشابهة لما يحدث أثناء التدريبات الرياضية وعليك تجربة أي نوع من الألعاب الرياضية عن طريق ضبط الضغط إلى جانب ذلك فالبدل مغلق بإحكامنا الخارج ما دمت لن أجري هنا وهناك فإنني مستعد لأي تجربة سيد عبقرينو أين أنت؟ أنت هنا؟ هذا جهاز يساعد على تخفيف الوزن دون أن تقوم بأي مجهود شاق أليس كذلك؟ هذا صحيح أن يسميها بدل تخفيف الوزن دون أي مجهود تخفيف؟ أه تجلس ساكنا بداخلها؟ شيء عظيم فعلا سوف يقوم كعبول بتجربتها الآن أقوم أنا بتجربتها أولا يبدو أنني أصبحت سمينة بدرجة بسيطة بدرجة بسيطة؟ أسقر تفضلي يساعدني جدا أنا راكي تصبح هنا نخيفة تفضلي سنبدأ الآن سوف أشغل الجهاز استعد يا سيدة رفيعة أوه 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 ما هذا؟ أني أهتص بشدة؟ هذه الذبذبات سوف تزيل الوزن الزائد اتمايني إذا أردت هذا المفتاح إنك تصبح هنا نحيفة بأسرع وقت أوه رأى نوك الحلم أنا أعود إلى وزني أوه 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 لا تذكر سوف أكون أكثر أنا حفظ بسرع إذا أدرت هذا المفتاح لا يسك ذلك آهم يا وحتемон كiovascular لا أعرفب الصريقة الصحيحة شيء غريب أآآآآآآآآآآ melanارك شيء غريب، أصبح جسمي أكثر جاذبية الآن مثلا حدث؟ كيف حدث هذا؟ يا إلهي هذا زيادة عن الحم آآآ base لا بد أنها فقدت كثيرا من وزنها إنها من فرط سعادتها تنبي خالت إنها استخدمت الجهاز على أكبر سرقاته لماذا لا تفعل مثلها شاغل جهاز الحرارة أولا إنه يعمل الآن هيا يحتمل الحرارة الخطوة الثانية يجعل الدغطة يزداد هيا ماذا تعني من قولك هذا استمر 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 يا كرول هيا استمر عادي أمو شاكس ابتعد ابتعد عادي أمو شاكس يبدو أنك أصبحت نحيفا لعلن لعلن أصبحت غفيفا انت هل أنت متأكد من ذلك؟ انظر 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 إلى رشاقتي يا مشاكس لا تقل لي إن ذلك لن تفلت من يدي يا مشاكس انتظر يا شرير لن تستطيع ان تقلل من جلدك المتراهل انتظر هل تستطيع ان تسيطر على ذلك؟ هذا ظلم انظر الى نفسك فبرغم من نحافتك لا تبدو رشيقا هذه اختراعات عن قرين فاشلة انا هنا الحقني سأمسك بك سأمسك بك ها اتعرفوا ما هذا؟ لقد خل البيت تماما لان من الطعام Dass最後 لا تشكل بالك يا جب قرينو، هذا يكفي لي يجعلني كما كنت من قبل كعبول لابد ان يكون سمينا لكي يكون كعبول وكل ما احتاجه الان هو ان انام قليلا فقط تفت عاد سمينا كما كان البوضة لذيذة بعد الاكل سوف احل بها انها لذيذة كنفعاً هذاوا كعبول كنفعاً هذاوا كعبول كنفعاً هذاوا كعبول عب قرينو، جiğتل اتذوق ما صنعتي عمال لايس كريم حسناً حسناً اعتقد ان احسنت صرغاه اليوم إنه جاهز انظروا لهذا هاو ملاذي حدث له لقد فسد كله تماما يدو أن هناك عيب في الثلاجة نفسها أنا آسف يا نادين لأنني لن أستطيع أن أفل بمعقدتك به اليوم من الأيس كريم أرجو أن تسمح لي ببعض الوقت تفضل ولكن بسرعة وهو كذلك هذه فرصة بالنسبة لي سوف أصنع عالة حديثة من اختراعي أفهم شعورك الآن أطلب مهندسا آخر لإصلاحها يا عبقرينو كعبول هل قلت شيء أن يضايقك؟ متى سيعت الوقت الذي تعترف فيه باختراعات العظيمة يا كعبول أنا عبقرينو لا أظن أنها بحاجة لاعتراف أرجو لك التوفير لا أستطيع أن أقول أن كلامه ليس صحيح أنا كعبول كيف يستطيع كلب أن يفهم اختراعات الإنسان؟ يستطيع الكلب أن يفهم لو كانت لاختراعاته قيمة كاختراع عظمة مثلا يظل الكلب يأكلها دون أن تملأ إلى النوم كعبول كعبول صاقفة كعبول لقد انتهدوا من الاختراع الكلب مثل يستطيع فهم اختراعك ها؟ طبعا ولكن قد يصعب فهمه قليلا بالنسبة للقطة فقط ماذا تقصد من كلامك هذا؟ ألقي نظرة عليها حاضر إنما يميز ثلاجتي عن الثلاجات العادية أن اختراع الجديد يستخدم في تبريد غاز الهيليوم هذا من الناحية العملية لكننا لو تحدثنا عن كعبول حاضر صيدي إذا تكلمنا من الناحية النظرية فإنه من الممكن الوصول إلى درجة صفر المطلق وهي درجة 273 و 16 تحت الصفر كعبول على ذلك فإن هذه الثلاجة ممتازة شكرا عفوا سأشغلها الآن ما الذي حدث الآن؟ لا شيء لا شيء شيء غريب ها؟ عراف ارفع قدمك أيها الغني ارفع قدمك عنها اختراعك هذا شيء سخيف رأيت؟ وصلت إلى درجة 10 تحت الصفر وعلى الرغم من أننا نستطيع أن نوصل درجة البرودة أكثر من ذلك بكثير فلا تحول المكتاح أكثر من هذا حاضر حاضر لن ألمس المفتاح أيها المخترع الكبير لن ألمسه أشعر أن كارثة جديدة على وشك أن تقع أيها المخترع الكارثة ستقع على رأسك أيها الكبي درجة الخرارة وصلت إلى 10 تماما سأنام قليلا GO من المصرر أحسن انياء قارول اشتركوا في القناة الجو اصبح باردا هنا شيء غريب اكيد كعبول اغطى كعبول كعبول نعم يا ايها المخترع هل تريدوا مني شيئا اخر الجو بارد خليلا الا تحس بذلك هل لمس مفتاح الثلاجة لم المس اطلاقا ان البرودة سكنت داخل جسمي ربما هذا نتيجة اختراعك الجديد اختراعك الجديد هذا سيجمد الاشياء ها ربما ايه شيء حتى الكلاب تستطيع ان تفعما اعترف انك نجحت في هذا يا عبقرينو انظر لنفسك يا كعبول كعبول لما لا تستغل هذه الفرصة وتستنتب الحياة التي يحياها اهل الاسكيمو لماذا رائع رائع فكرة لطيفة فكرة عبقرينو عظيم نحن نجرب حياة القطب المتجمد ونحن هنا في مكاننا انظر انظر لهذا يا عبقرينو هيا نستمتع بحياة الاسكيمو دب ابيض اهت الى هنا سوف اثبت لك كيف يستطيع الانسان تكيف مع البيئة كعبول لا تنسى انك دب ابيض اتفقنا دب بري متوحش يموت في عاصفة ثلجية فاهم اذا كيف تتثائب ها دعنا لكم اكثر جدية حتى نشعر بالموقف هيا ابدأ ابدأ وقد وجدتك رونزي رونزي اهو انت يا كعبول ان العبقر عبقرينو ينادي على كلبه لنفذته الم تفهم بعد هذه اللحبة ضرورية ماذا سنفعل لذلك صحيح هل انت مستعيد ابدأ رونزي رونزي دم ابيض رونزي اذهب براعه دبدوب اذهب من الناحية اليسرى هيا هيا من دبدوب هذا انه كلب اخر بالطبع وها انت ايضا ولدينا سريع وجواد وانا وماهر وكثيرون انا منسح ماذا يدور برأسك اليس لديه شيء افضل من هذا مع ان الصعود الى الطابق الالوي ليس سهلا كما تعلم يا عبقرينو ولكن عليتي حال سأحاول فان الانزلاق ممكن لا توجد مشيلا سأحاول عبقرينو يا عبقرينو انظر 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 الى يا عبقرينو علينا ان نحصل على الطعام سوف اصطاد سمكة كبيرة انا لا افهم شيئا عبقرينو تجمد الباب انه لا يفتح علينا ان نجد طريقا للخروج وإلا سنظل محبوسين هنا لا يمكن فتح الباب ولا بأي وسيلة علينا ان نجد حلا مهما كلف الثمن وإلا سنتجمد انا لا تفهم ما هذا ما البد يحدث هنا ما هذا شكرا لاختيارك التعامل معنا نحن الان فوق الصات انا 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 ا اظن انه لم يكن يقصد ذلك انظر هناك دليل واضح على كلامي عبقارينو، ما الذي حدث لك وما الذي تفعله هنا على اي حال فهذه الاشياء لا يمكن انا اكلها ليس الاخر يتغلق لان تأكليها ول잖아요 أريد الخروج من هنا لن انتظر حتى يستطيع عمل ايس كريم من نوع اخر وانا ايضا الى اللقاء ارجوكم انا لا تكلم عن ذلك الان انتظروا اقرروا اكان هذا مزاحا ليس بالجانب انا اطلاق ولا انا ارجوكم ساعدوني قابل قابل انه اتعرف كم الساعة الان كنت احلم حلبة جميلة تحلم ها انه وقت الغداء خدحان اذا استطيع ان اتناول افطاري وغدائي مع بعض المرطبات ليس الان ليس لدينا تعاون لكلب كسول عليك ان تذهب لاصلاح الصغفة فورا لابد انك تمزح قابل كيف تفعل هذا تأكد من سدادي هذه الفجرة فهمت قادر ولكن بالمناسبة ما هو الغداء هل استطيع مساعدته في هذا العمل سيكون شاقا على ايه جدا شكرا شكرا هذا لطف كبير من كان بعمل صداقاتك لا لكني يريد ان لقينه درسا اه فهمت انا جائع جدا ومتشوق للغداء هذا اخر مسمر كعبول هل انت بخير اشعر بالدوار لا 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 قد اصيب اصابة خطيرة هيا نحمله الى فراشة ومشاكس سعيدنا على ذلك كعبول افق ارجو يبدو انه عاد الى وعيه سوف اطلب الطبيب فورا لا اريد الطبيب اريد طعاما ساجهز لك الطعام مشاكس اذهب واستدعي الطبيب اخلي سنور حاضر انا ماهر في الالات لكني لا اعرف شيئا اطلاقا عن الطبخ ماذا ساطبوخ هناك شيء نريد عمله قبل استدعي الطبيب الفلفل والملح كيف حالك الان يا كعبول احسن اين الطعام سيحضر الطبيب حالا لقد ارسلتم مشاكس لاستدعيك ناخد فوجيت بسقوطك خبز وحليب فقط اسبر قليلا يا كعبول اسبر ساسبر ماذا اصابك يا كعبول حلابة على قيم عاصفة طبيب البيطري سيفا يسبب له الضيق اكرا مرحبا عبقرينو لقد فكرنا في انك كنت مشغول جدا ولم تستطع اعداد الطعام لنفسك لذلك فقد احضرنا لك بعض الطعام شكرا سيدة رفيعة انا الذي اشعر بالجوع الشبيب انت اهدى في فراشك محاضر اه كعبول تستطيع ان تأكل بعض الفاكهة طبعا يا ندين استطيع انك طيبة جدا سيد عبقرينو الطبيب البيطري حضر الان حضر حقا؟ نعم انه طبيب احسن لطبائي في العالم موسيقى موسيقى لعم اسمي واتسون سايد بلقائكم هل هذا طبيب انه ضخم جدا سوف اوقي نظرة على المريض اذا استمحتم اذا لنترك العمر للطبيب ونذهب للحجرة المجاورة دائيوك صواب عن اذنك دكتور لا اريد اذا عاجن ابدا يجب ان تهدى الان بالسلامة بالشفاء والان سادى الفحص ما الذي سيحدث الآن؟ هل صياني عظامك قد تكسرت قطعاً صغيرة يا كعبول؟ أرجوك إنها سليمة هل تقول الحق؟ إذا من أين نبدأ؟ الرأس أولاً لا داعي فليس هناك شيء في رأسي لا داعي فإن الرأسي سوى تنفصل إذن سأراضي رعيك الآن مسكين كعبول معمودك الفقاري بعد ذلك أرجوك أرجوك سعبوت بهذا الشكل حسناً لقد وجدت العلاج كل ما هناك أنني سأربطك بالسرير بأربطة شديدة حتى لا تتحرك يقول الطبيب لابد أن يرقد على السرير بهدوء أشعر بأن عظامي قد تحركت من مكاني عم تتحدث الآن الواجب أن تشكره هو على صواب لن يستطيع تناول الطعام هكذا أبقرينو لنبحث عن حل سأخترع جهازاً لتغذيته إطمئنه سأضع هذا على ذاك حسناً انتهيت الآن إنها غريبة جداً هذه الألة سوف تمكنك من الأكل دون أن تستخدم أي شيء جهاز تغذية؟ نعم إنه جهاز تغذية آلي كما ترى أبقرينو مووف فعلاً سوف أقبل طالما سأأكل حسناً سنبدأ الآن ما رأيك يا كعبون كيف تراها؟ أgrenو الإبقرينو إنها حتوافل نجوه البرطاب توف تتوقف ذاتياً بمجرد أن ينتخي طاب ما رأيكم أن نذهب إلى الحجرة المجاورة لتناول الشاي يا سيد أبقرينو؟ نستطيع أن نتركه وحده الآن فكرة رائعة وأنا هيا بهنا فاهم؟ هذا اختراع جديد من اختراعاته ما هذا البدل؟ سوف اجعلك تأكل مزيد يا كعبون ما هذا؟ ألم يحن الوقت بعد؟ انها لا ترجع للخلف لقد حاولت ان اكون شفوقا علي لكن الان لم تخدي مغراضي فهم؟ هل انتهى من طعامي يا تورا؟ لابد انه انتهى لان اظن انه نام بعد ان ملأ معيدته بالطعام هل تسمحون ليذى ان القي نظرة علي؟ مسكي ماذا حدث له؟ هل انت نائم؟ هه مالذي حدث لك يا كعب tastes decreation انك شقيو جدا نفسca التointed Luke's house اختراعي الجديد كعادتك مصاكس الذي فعل هذا اه ها انتهى انت كل شاي؟ مشاكس يا لك عن كلب الاخرى انشرا مشاكس الذي فعل هذا مشاكس فعل هذا مشاكس فعل هذا لم أرى المشاكس هنا إطلاقا كابول لا تكذب وتعود قول الصدق دائما ولكن كيف حالك الآن هل تشعر بتحسن لم أكن في حالة سيئة كنت جائعا جدا ولم أستطع الحركة كل واحد منكم حاول أن يضخم الموضوع كنت تتظاهر إذن حاولت أن تضحك علينا لا أقصد هذا لا أقصد كيف إذا عجل أخرج من هنا سوف أخرج ولكنك سوف تندم على ذلك الجو بارد جدا أنا حزينة علي كان عليك أن تقدم له الطعام قبل أن يعمل قصوت علي أكثر من اللازم سأصلح هذه الآلة وأجعلها تملأ معدته بشكل أفضل سوف نهتم نحن بالطبخ له سأساعدك وهو كذلك هيا إلى العمل والآن ها هي آلة جديدة خذ اكتملت والطعام جائزا أيضا هيا نذهب إلى كعبول الآن نبحث عنه نعم لابد هيا بنا هيا طعام لذيذ إصراف أن نترك كعبولي أكل كل هذا واحدة سوف أكل منه قليلا قبل أن يعود هل هو هذا؟ لقد ضغطوا بالقطع على هذا الزر مالذي سأفعله الآن؟ مالذي سأفعله الآن؟ مالذي؟ مالذي شاكس؟ سعطرتقي ساعدتي اقطت قابول قابول ما الذي فقلت أريد أن تفسر لي ما حدث آسف يا عبد أريد ولكن ليس لدي أدن فكرة هيا نخرج في جولة صباحية وهو كذلك لما لا ندعو نادين للمجيء معنا أنا أوافكك الرأي هيا بنا انتظر لحظة هذا صحيح هيا هيا نادين صباح الخير يا عبد قارينو هل تريد أن تقابل نادين من أجل الشيء؟ أنا أيضا أريد أن أقابله يا عبد قارينو نادين 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 مرحبا أنا قادمة آسف لتأخيرك يا سيدة رفيعة إنها رقيقة إنها لطيفة انظر إلى نفسك إنك جميلة جدا من الأفضل النسرة حتى لن نتأخر على الحف تذهبون الاحتفال؟ نعم حفلة يقيمها ناد الزهور وهي للنساء فقط ماذا؟ هل أنتم عازماني على الخروج أيضا؟ نعم ولكن لن نذهب بعيدا مشوار قصير عبد قارينو كان يريد أن يدعوك إلى جولة معنا فقط أنا آسفة جدا قد يبللني المطر لا أستطيع الخروج معكم سوف أرلكم قريبا مرحبا هل تذهبين؟ أنا آسفة جدا قد نلتقي مرة أخرى في الأحلام في الأحلام؟ هل نذهب الآن يا نادين إلى اللقاء مع السلامة إلى اللقاء إلى اللقاء لا فائدة حسنا سوف أحاول أن أراها في الأحلام كما قالت لا أستطيع أن أحلم بأي شيء غير الطعام قابل، سوف أخترع آلة تجعلك تحلم بأي شيء تريده كلام الفرغ، كيف يمكن ذلك؟ ديانا المفاجأ يا عبد قرينو كلما أسرعنا كل مكان ذلك أفضل هذه هي فكرتك لقد انتهيت من سرعها الآن هل نبدأ التجربة يا كابول؟ أريدك أن تساعدني بها حاضر، ستجعلني أحلم بما أريده؟ فعلا، سوف ترى بنفسك إذا ركزت خيالك في الحلم نحن مستعدون الآن، اضغط على الزر، حاضر ما هذا، فهمت؟ هذا ما يحلم به الآن، هذا ظلم، هذا ظلم، هذا ظلم نادين، نادين؟ حسنا، سأوقفه، يوجد بالجهاز خلم يخصك، خذ هذه الأشياء جاء دور الآن، حسنا ها هو، هل أنت جاهز؟ هيا بنا أستطيع أن أتنضى بما يحلم به، اللي يأكل قطعة من العظم يحاول مضغها، لقد نفدت القهوة نادين، 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 انظروا إلى هذا، إنه يسير كالأفضال والآن سوف تحنو شيئاً فضال سوف أضحق عليه قليلاً مالذي يحدث؟ مالذي تبعه؟ أنت؟ انظروا هناك بائر مالذي يحدث مالذي يحدث من الذي تفعله بليون؟ vidéo دمسكي اوش tra receiver نايف ما رأيتم؟ انا اسب يا سيدي بهادق قد شكرا جزيلا أنا أقدر صريحك هل أستطيع أن أكون عندي هدية رائعة لها ولماذا أنا بالذات هدية هدية لك يا ندين ندين شكرا لك يا مشاكس سعفو منذ زمن بعيد وأنا أريد حصانا مثل هذا حصان سمين أبيض انت الشو بارد أنا لا أشعر بالبرد إطلاقا عندي فراء لا تصدت رعاة لا فعل شيء ليس لدي فكرة فكرة ماذا تفعل؟ كنت أجلس بهدوه أنا فعل ذلك أمر جلدين أشعر بالدفئة الشديد أشكرك مشاكس يلا أريد فروي أليس هذا حلوما جميلا انتظر الحيلة الثانية أنا السيد سيد الأحلام هذه المرة سيدة الأحلام الجميلة ومعدة عليها أشعر نجبت حرب هنا يا سيد الأحلام حقروا له الزراحة خورا حظ يا سيد حظر حظر يا ربا يا ربا يا ربا أطلقنا كل شيء يندك الآن يا سيد الأحلام سنأخذ الأمير الناديين هيا يا له منك أبوز المخيف ما هذا؟ أرجوك توقف عن هذا فليس من المعقول أن تكون بهذه القصة مع أطفالك كل ما عليك الآن أن تثق في مهارة زوجك أنا جاهز وأنا أثق في مهارتك يا والدي أثق في أنك ستوقف هذه الأشياء هيا بنا انظروا إنه يفعل نفس الشيء مع كابول سأطلق لحظة واحدة حسنا فإذا حدث أنه سأضع الأكبر ها؟ هل تشك في مهارتي كابول؟ طبعا أشك أنا لا أريد أن أصاب حتى لو كنت أخلم أتعرف من أنا؟ أنا القناص الماهر فهم؟ في بطني ألم أقل لك أنا ذلك جائز؟ آسف كابول كيف حدث هذا؟ قد يكون الساهم هو السبب السبب هو أقلك نعم وأنا الآن لست على الأرض وسأسعد إلى الفضاء نعم لا أستطيع أن أرتاح هنا؟ ما هذا؟ أنا الممور مشاكس وأنا وراك عبول هذا المجرم الهارج انظروا إلي إنه هنا هذا الذي هنا لن تستطيع أن تمكن مني قلت لكم هذا من قبل أرجوكم ندع لهذا عليكم أن تغانوا كلاب بشيء من الرحمة هل فهمتم؟ الندع لعبة مسلية مشاكس أراك هنا نعم سيدي كنت ألقي نظرة فقط على هذه الآلة لابد أن أختراعك الأخير أليس كذلك؟ أتظل ذلك؟ إنك تستطيع أن تجربها بنفسك أنا لا لا هل كانت أحلامك جميلة يا كعبول؟ إطلاقا لم تكن جميلة هذا مستحيل إلا إذا كان أحدهم قد عبت بالآلة سوف أذهب الآن انتظر يا مجاكس أنا ماذا تريد لم أعبت بأي شيء؟ كل ما فعلته لمست بعض الفتي أنا معك بذلك إذا فأنت الذي أبسدت كل أحلامي وسأجعلك تحلم أحلاما رائعة مقابل ذلك نعم أنا أشعر بالسعادة لماذا أحلم هذه الأحلام المخيفة؟ حسناً هذا ما يستحقون خولنا مرضاً يا رائعة يا رائعة نحن مطمئنون يا مشاكس إلى اللقاء هيا بنا لنذهب الآن كعبول هاي كعبول استيقظ كعبول هيا سنخرج الآن أسرع يا كعبول لقد علمت أن شخصا نعي يحاول دخوله إلى المتحف سيسرق بعض الأثار المصرية القيمة المغروضة منها في لي علينا أن نعمل على مرعه من هذا القرال هذا السيدي ما يشعر جهاز الطوارئ جاهز سيدي أنصف سيدا وهو كذلك عزيز العمدة إن الخناع الذهبي سوف يسرق الليلة وتحت نظركم وسامنكم جميعا المخلص الخفاش الخفاش؟ إنه ذلك اللص الغريب أليس هو؟ إنه هو خالا فهو استطيع أن يتسلل من أي شبكة ألكترونية كالشبه تماما إنه هنا الآن هتقول أنه كالشبه؟ أه لدعي للمزاح الآن أه 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 أنا أسف يا زيدي كيف تخاف من الشبه؟ أمسك أصابك جيدا أه كعبول إن المسألة مسألة كرامة الآن فإن سرق هذا القناع فسنكون في مركز حرج هل تقدرون هذا؟ والآن نحن نعتمد على مهارتك وعلى حاسة الشم القوي عندك عبول أنا سأساعدك بأفكار نيرة سأقول لك ما أثرت اليوم بيضا باللحم المفروم إلى جانب هذا أنك لم تغير ملابسك هذا اليوم لقد كنت مشغولا جدا كما تعرف فلم يكن لدي وقت لغير ثيابي إذن أنا مرشد الراح مرشد الراح هل تعد بهذا؟ قال الحقيقة لقد كان يجرب حاسة الشم عنده وقد أثبت أنها ممتازة علينا أن نأخذ الأمور ببساطة أنا المفتش كعبول نعم أنا كعبول السبب في وجودي هنا هو أن الخفاش يحاول أن يسرق القناع الذهبي المعروض هنا ولكن طالما أنا هنا فلن ينجح أبدا نعم هذه الحجرة مملوئة بالأكلة وهذه الكاميرا ستساعدني بمراقبة جميع الاتجاهات نعم يا سلام إنه القناع الذهبي ليس منه عجيب إذن أن يطمع الخفاش في سرقته فإذا حبث أي شيء وأنا أراقب المكان فإنني سوف أندفع فورا وأقرض عليه آه إذنني أشعر بالنعاس مالذي يحدث هنا الطابق الثاني كعبول مالذي يحدث مالذي يحدث الخفاش أين الخفاش كعبول انهض يا كعبول ماذا تفعل استيقم ما زلت نائما إن الكاميرا تراقب الصغف كعبول الخفاش حسن فهمت كان من المفروض أن تصور من جانب واحد حتى لو كنت نائما والآن دعنا نخرج عنفك حتى تستطيع على الأقل أن تشوف لا أظن أن اللس سوف يلاحظ ذلك تأكد أن الكاميرا مركزة على القناع طول الوقت فاهمك عبول ها حاضر سأراقب جيدا كعبول يقوم بمهمة كلب الحراسة سوف يرى إلى أي شيء ستقوده أنفه الغبية لن يخدع أحد بهذا الحمل السمين إنه فلفر أسود فاهم ها أتسي ها أتسي أتسي ها 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 الغفاش لا أخدت أبسل تلك لا أخدت أبسل تلك أنا هنا يا خضاء الغفاش اقبط عليها كعبول أنا خادم إليك فورا يا خفاش أنت مقهود عليك هذا أنا أنا مشاكس أنا لست خفاش شاكس؟ ليس من المفروض أن تتجول هنا في هذه الساعة من الليل إذا فعلتها سأجعلوك مبيع هذا سيجعلني أصل إلى ما تقول بسرعة سألوفك بكل اللفاء في كعبود هذا سيساعدني أكثر في حيالي لما كنت أظن أنه يتحرك من وضع هذا الشيء هنا؟ من هو؟ من هو؟ لست أدري ما الذي كان ينظر إليه طوال هذه المدة مالذي حدف اسمع قابول رخبه جيدا قابول رخبه جيدا أنفي ملتهب قليلا من الفلفل الأسود ولكنه هو أنا على حق نعم على حق إن هذا النوع من اللاعيب يتمليز به مشاكس سوف أعود للنوم مرة أخرى فقيلة عين بعين وممياء بممياء لا أظن أن هذا يستحق كل هذه المتاعب ومع ذلك ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا اختفى هذا نعم يبدو له بخايف هذا الكلب لن يستيقظ حتى لو كانت مشكلة حياة أو موت المفروض أن تكون المياء راقيدة بداخل التابول أنت تعرف ذلك أنا خفاش خفاش انت الخفاش الآن كابول ضاع القناع كابول إنه الخفاش شكرا أمسك أمسك ما الخفاش أمسك مخفاش أمسك كفت بكارك أكبدوا غريف الحق به كابول امسكها كابول امسك دخلو يفلت منك قم شنو bueno خطاش الخطاش والسلخ ايه 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 قر الخبيخ يوه يه علينا اعادة الخناع مهما كان الثمن اتشفى يا قعبول اين انا اين انا انا اكون الخناع لم يختاف مشاكس كيف حالك المفروض ان اشكرك على شجاعتك وشكله تلاطيف وانت في شفر الممياء المفروض ان اكون ممياء اوه نعم اقترح ان تكون ممياء نعم اتشي اتشي اوه ارتحت من قبول اه 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 نعم تقدم تمكن من السعادة الخناع اه اه اوه اه اوه اوه عليك ان لا تفعل هذا ثانية اوه انا يمكنك البقاء هادية ان ابتعدت عنك يارين اه تريدين مني ان اعمل آلة حضنة للاطفال صحيح أهذا صعب عليك؟ ممكن ولكني لم أرعى أبداً طفلاً في حياتي يا ندير أنت تعرفين هذا لكن ليس لدي فكرة كيف تعمل هذه الآلة كل ما عليك القيام به اطعام الطفلة وضعها في السرير ولا تبعدها عن ناظرك لا أبعدها عني؟ لا يمكنك التكاهم بما قد فعله الطفل إن غفلت عنه على أي حال يا ابقرينو فهي طفلة لطيفة كلا أرجوك لا أعرف كيف أرعاها بطريقة صحيحة الأمر بسيط إنها رجل لطيفة يا ريم لا 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 نديه نرجوك أرجوك لا أستطيع ما تفعلين يا ريم؟ أعرضيه ليه؟ إبهدناها عجبت بشاري بيك لا تبقي يا عزيزتي ممكنك البقاء هنا معه ونعرض لابدك المطادرة سأعطيك بطريقة حليبة موافة؟ انتظر يا نديه لم أقل شيئا بعد حسنا إن كان هذا يفيدها فلت العقل ريم كوني طفلة لطيفة دعينا نرى إن كان هناك شيء أستطيع استعماله هذا يبدو جيدا هذا أيضا هذا لا يفيد انظري لهذا ماذا تفعلين يا ريم؟ ماذا تفعلين؟ ديب تعالي هنا وأحسن التصرف توقفي عن هذا هل هذه طفلة نادين؟ عمّة نادين طلبت منها الاعتناء برين ونادين طلبت مني أنا أن أعتني برين كم الأمر معقد وأنت تريدني أن أعتني بها الآن؟ فقط حتى أنتهي من عملي كل ما عليك أن تفعله هو أن تنومها فقط ماذا تعني بقولك؟ كنت أريد أن أخذ غفوة وهو يرغبني على لا تفعل ذلك تانية أحس برغبة في البكاء اتفقنا؟ إنها بأمان هنا أنا تعب تعب حسنا تسمحين على خير طابول طابول لقد أتممت صناعة الحاضنة أين ريم؟ لا تقلق إنها هنا ماذا قلت؟ ريم أين أنت؟ ماذا ذهب؟ ما الأمر يا تعبو؟ يا ريم، يا ريم إنها ليست هنا ماذا؟ ليست هنا؟ لقد وضعتها هنا قبل أن أنام حسنا دعني أنظره بالداخل ريم، ريم، ريم ريم، 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 أين ذهبت؟ أينها ليست هنا؟ حقا؟ عليك أن تفتح عينيك قبل البحث عن شيء حسنا، فلنبدأ من جديد يا كعبول، هيا لا سلطة لك علي، ما فهمت؟ كعبول، كيف تراها؟ سيئة للغاية سيئة للغاية صنعت هذه الريم، وتريد تجربتها علي، ها؟ ما هذا؟ لو ظهر بها خطأ، ستتضرر الريم، إنها خطرة جداً أكيد هذه ندي، تعبو، لا تني بها جيداً لا يهمك ما يحدث لي، ها؟ كيف يمكن لطفلة أن تفهم لكل هذه الأزرار التي على الآن؟ هيا بس فوهد هيا بسم انت رجل يعتمد عليك يا عبقرينو هذا الرطف الملكي يا نادي لقد نسيته اغلاق البات لقد عملها بدون ارشاداتي اشعة التنويم لتزال عاملة هيا انهض انهضيك عبار هاي نريم ما هذا ريم اين انت يا ريم انها ليست في البيت وليست في الساحة ريم قابول جهتوا لابوا معكم يا سحاب لا وقت للعب لدينا طفلة مفقودة هل تعني طفلة صغيرة هل رأيتها هل ترين شيء لا ناديم؟ هل لك بأذن خف الفسر عرشال؟ اوه لا ستا ستا ناديم كعبول لا نعلم ماذا لا نعلم ما ارى ها لا اظن ان هذا يفيد لماذا لان نتوزع في اتجاه هاي؟ ها؟ امتاز رائع مفيد مفيد جدا ناوه اشتركوا في القناة 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 ما هذا؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا جيد اشتركوا في القناة 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 ما هذا؟ ما هذا؟ انها مادة مزيلة للبقع لقد جاءتني الفكرة من ثونا دين سوف يسعدها كثيرا ان تتخلص من هذه البقع اليس كذلك؟ ما رأيك في هذا؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لماذا تعاملني هكذا؟ ان الاختراع يحتاج الى مزيد من التحسين اوه اظن ان علي ان اقومها ببعض الابحاث ايضا نعم اعرف ماذا يفكر كابول فلعجب في هذا لا سوف ابحث في ايجاد طريقة لصنع كعكة ساخنة نعم انا كابول وانا ايضا سابحث في ايجاد حيال اكثر تأثيرا كابول هذا الاختراع سوف ينجح تماما في ازالة البقع انظر الى هذا فعموما لدي بقعة اسوأ هنا بقعة فضيع ولكن لا تشغل بالك بها لدي حل عجيب لها هيا بنا عجيب كل شي انضاع ممتاز راح سنقيم حفلا دعني اجهز كل هذه الاطباق نعم قد احصل على جائزة نوبل على هذا الاختراع ليس كذلك يا كعبول ما الذي حدث يا كعبول ظهرت مخطن اخرى على ظهرك ظهري اظن ان علينا ان نستخدم هذه المادة مرة اخرى اعلم ان على حق لا نحن نستخدمه مرة اخرى اللا قد ظهرت على صدري مرة اخرى لا فائدة من ذلك غاب قريل غريل جدا لقد تعبت ساذه للنوم كعبول لقد نجحت امتهيت منها الان هيا نجربها فورا ضع بعض الطلاء على ثيابي هيا انت متأكد انها ستنجح انت الصانع بقع رائع هيا رش المادة على البقع رش ارأيت ما رأيك بها وظهري ايضا لا يوجد شيء على النحية الاخرى هذه المرة انتظر قليلا ها انتقلت الى جلدي الان مادة غريبة فعلا باشال جديد لهم سوف استمر في النوم نعم لن اتخلى عن هذا الاختراح سوف اجرب مرة اخرى هذه هي الطريقة التي يسلكها العلماء حتى يتحقق الاختراح يا لها من ارادة صعبة ها 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 سوف اجعل عبقرين ويجربوا على ذكاكتين بالتفاح قمتوا بصنعها عبقرينو عبقرينو مشغول اترك الكعكة ورسالة ما عيسى اعطيه مالة لا 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 اريد اني اكل الاخرى توقفين انظر ماذا فعلت اه ما المشاكل التي تحدث هنا اهلا سيدة عبقرينو اهلا سيدة رفيعة انظر ما فعلت شيء مؤسف لماذا لا تذهبين لتنظيف ملابسك في الحمام بالمادة التي اخترعتها لازالة البخع ها هذا لطف منك يا سيدة عبقرينو هيا نسرة من هذه الناحية يجب ان اتعزان الفرصة حسنا سوف نرى ان الاختراع لم يتم تماما ولكن اعتقد انه كافا لازالة مثل هذه البخع لا فايدة يا رجل هذا اسوأ شيء حدث في حياتي اه اشعر بانها تحسنت انا جاهز الان لتنظيف ثيابك شكرا لك يا سيدة عبقرينو سيدة انتظي خير فعلا انها تختفي اه 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 شيء عجيب انا لا اصدق ان اختراعي هذا يجعل الناس تختافي شيء رائع اه 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 خانبهو اللغز ايهو المخترعان ماذا فعلت ها ما الذي وضعته هنا حتى نخترع شيئا له اثرا عكسي ليس مهما ان اعود مرة ثانية ماذا ماذا سيحدث اذا لم تعد سيدة رفيحة الى طبيعتها سافعل نفس الشيء معك لا لا توقف عن هذا لا تقترب مني اه لا تقترب اه 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 ماذا تفعل؟ توقف عن هذا لا لك يا كم توقف اه 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 يا اله الماء جاء بالنتيجة سأغمو would اه 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 دعا اه اه ا Gaah Gshee ااااااااااااا KARización قابول!!! أين أنت؟ بالله إله إ Taaya تكلم أين أنت؟ قابول قابول ه número أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أمأأ أم Makaka لقد عدت الآن لقد كان هذا الكلب خفياً هل أعرفت ذلك؟ يا إلهي شكراً لله لا أستطيع تصور ما حدث ما الذي حدث لك سيد رفيعة؟ لقد أمي عليها فعلاً فعلاً هل حدث خطأ بالنسبة لي؟ آه، إن المادة الكيميائية لا تزال تعمل في رأسك فلا عجب أنها تضعف الدماغ كعبول كعبول كعبول، هل يمكن أن تأتي إلى هنا للأخوة؟ أنا قادم، ما هذا مؤسر يا كعبول ما هذا؟ اختراع جديد أرادت نذين وهشام أن أعمل لهما حصاناً خد يحتاجه راعي البخر، فقمت باختراعه يبدو كحصان آلي نعم، ولكنه يختلف عنه لما لا تمتطي؟ إنه بحاجة لمزيد من الاختبارات خاضر، أشعر بنذير سوء هل أنت جاهز؟ تبسك جيداً ما هذا؟ سوف أتحطم الآن إلى الحرولة النجدة، النجدة، ما هذا؟ نعم، ما هذا؟ لقد تحطم لقد ثبت أن هذا الموجه ليس بجيد هذا يعني أنني سأصنع واحداً جديداً كعبول، هل كأن تطلب من هشام أن ينتظر لفترة أطول؟ لماذا لا تذهبان؟ اه يا خارج وعنا ما اموت بمه وإلا حولتك على حصار احصار حصلت عليها يمكنني اناله من المفروض ان يكون هذا حصار يبدو غريبا حسنا انه ليس آليا كما يبدو انه يتحرك كحصار حقيقي حقا نعم بالتأكيد اظن انه يعني ذلك ألقي نظرة عليه يا هشار رائع يبدو كحصار حقيقي حسناً انتطيه يا كامول انتطيه هيا بسرعة إه هي؟ أنت متأكد يا عبقرينو نعم بالطبع لديه موجه جديد الآن هيا انتطيه هيا حاضر الآن سنبدأ بالهرولة هيا هيا هل يعجبك الحصان الآلي يا هشار انه ممتاز رقوبه مريح جداً هناك خطأ ما ما الأمر الآن؟ هذا أكثر فاعلية في خلل هذه هي البداية فقط أه، أه، أه! أفعل شيئاً افعل شيئاً لا تراقبني فقط أمسح الطريق أه عرفلك الكيس؟ أمسح الطريق كامول هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هل أنت بخير؟ أظن ذلك أظن أننا أخفناهم لابد أن نادين وهشام غاضبان علي جدا لا أظن ذلك يا عبقرينو كنت تحاول أن تقدم لهم خدمة أنا أعرف مشاكس من قام بذلك سأعاقبه لا بأس أنت تعب ليس كذلك يمكنك الذهاب إلى غرفتك للراحة خاصرا ما هذا الكتاب؟ لمن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب إنه لهشام جاء به هذا الصباح ونسيا يأخذه هشام جاء به؟ ما المكتوب فيه يا ترى؟ أوه إنها قصة من قصص الغرب الأمريكي تبدو ممتعة أظن أنني سأخلم عن الغرب الأمريكي نعم مشاكس؟ إنه لأمر جيد أن نتقابل هنا ونسوي خلافاتنا أنا موافق تماما أنت لا تمت إلى هذا المكان بأن يتصلى عني وتافه توقف يا مشاكس هناك عرب قادمة حسنا سنواجد لقاءنا إلى وقت لاحق عبقرينو هل الطريق طويل حتى نصل إلى نيفادة؟ كلا لا أظن ذلك ولكننا نمر عبر واد للحرود الحمر كما تعلمين هل نحن مجملون على المرور من هنا؟ هل يحاجمنا الحرود الحمر هنا؟ لا أعرف لكن يحتمل تأهلك لم يحالفنا الحال كما أشعر بالخوف أنت الوحيد الذي يعتمد عليه عبقرين في مثل هذه اللحظات العصيبة لو لم أعذى بهذا الشاكل إنهما إنهما كعبول ومشاكس كعبول جئت في الوقت المطلوب يا كعبول تعلم أننا سنمر من خلال واد للحرود الحمر هل يمكنك حمايتنا؟ كما ترى فإنني مصاب بالطب كعبول لا لطلا لا تذهب محتمل أن يهاجم اليوم ما بك يا مشاكس هذه إحدى مشاكل الغرب الأمريكي كعبول هل ستخذلني أنت ومشاكس في هذا المكان المنقطع وأنا مصاب؟ حسنا لا أجد مبرا لخذلانكم سأرافقكم هيا هيا سنصفي صراغنا عند وصولنا إلى نيفادة بالطبع تعمل على أن تبقى حيا حتى نصل إلى هناك وأنت أيضا يا مشاكس كيف ستجتزون هذا النهر؟ نحن نستطيع ولكنه صاب على العربة ليس صعبا أدرك الأمر ليس أتصرف ها؟ هل أنت متأكد؟ يا كعبول، كيف؟ لا تقلق واعتمد علي خاصة هذه بالذات هيا هذا رائع هسانك ميكانيكي يقوم هيا أسرع، أسرع ها هو ما هذا؟ إنها نارهم ها هم قادمون علينا الإسرع بالعودة لا يمكن علينا أن نجتاز الوادي على أي حال ماذا سنفعل؟ سنجتازه من الوسط تماما وبسرعة الفيح هيا، هيا، ها؟ هاو تمسك جيد هذا الحصان معجزة فلنسحب لنصرف بسرعة انتصرنا نعم ويكي هناك شيء ما حسنا شكرا لك يا كعبول ولك ايضا يا مشاكس لنزاع بعد الان بالطبع كعبول تعالى استمدر على أبقارينو أبقارينو هل أنت بخير أبقارينو هل أنت بخير استيقظ يا أبقارينو استيقظ يا أبقارينو لقد كنت مزعجا حتى أنني لم أستطع النوم اذهب للخارج حتى تهدأ خليلا اذهب وتلزأ تطردوني لماذا يصرغ علي مشاكس مرحبا كعبول هذا لي هذا لي من فضلك ماذا تعني بهذا لقد أنقلت حياتك قبل برها ما الذي أصاب هذا المجنون احفظ لسانك يا مشاكس يا مشاكس معجب أن لا تخيل أدنسي قنقر أدنسي قنقر أدنسي قنقر كن فعل هذا القمول انه سخيف ماذا ما هو الان في المطبخ فهو بالخير لا تستطيع ان تفعل شيئا وانت جائع هل مطلوب مني عمل الشيء التدريبات مهمة سوف انتصل غدا كنت اعرف انه يأكل هذا ما فكرت به لقد كنت عنو ان اكلها فيما بعد يا غبي تستحق هذا إن وقت المسابقة خطحان ألا تعرف أن هذا يسبب لي على المتاعب حكما عندما أغبط عني قليلا يا شخي حتى وأنا أنظف أيضا ولكن لا يتحدم أبدا هذا الغبي أبدا لقد ضغط أسهاري لا يمكن احتمال هذا إهدى إهدى إنك عالم عظيم ليس كذلك لا نجاح بدون تاعب هذا صحيح لنرى إذا كان من الممكن أن أجد طريقة تجعله يتقدم في الإنزلاق على الجليد إنها فكرة رائعة سوف أفوز في مصابقة الغد دون شك سأبدل جهدي وأنا سأبدل قصر جهدي وأنا كذلك كابول يلعب كلما أمكنه ذلك وأنا أخترى كلما أمكنني ذلك وهذا وجه الاختلاف الشديد ماذا؟ هل تريدني أن أقوم بالتدريبات على هذا الشيء المضحك؟ نعم إنها آلة عبقرير للتقوية ولكن المسابقة ستجرى اليوم أعرف وأنا أحاول أن أضع اللمسات الأخيرة على هذا الاختراع لمسات أخيرة؟ هل أنت جاهز؟ هيا منه أنا أنزلق بنفسك وما علاقة هذا من انزلق هيا 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 أرجوك هيا 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 الفكرة هي أن ندربك على تزحن خلأ أي نوع من الأرض وفي الوقت ذاته نساعد على حق الأرض توقف أنا العالم الوحيد في هذا العالم الذي استطعني اختلع هذه التحفة الرائعة أوافق على رائق وهي أنا أمودك لم يصبق لأحد أن اخترع مثلها أشكرك يا عبقرينو إنك ذكي لابد من مكافأتك لقد حلثت الحقلة في دقائق معدودة خذ هذا لك هيا ها؟ لقد خدعني من أجل مصلحة مصلحتي؟ أنا لم أخترع هذه الآلة إلا من أجلك عندك هيا أمامك المزيد ماذا؟ المزيد؟ إنها آلة النعينة سوف ترى لست أدري ما علاقتها بالإنزلاك على الجريد إنها أساس هذا فهي ستعمل على تقوية وسطك هيا بنا عبقرينو فعلا هيا بنا آلة العينة إنها آلة الرياضة فعلا يا عبقرينو أستحق أن أنا لم مكافأة ثانية على اكترع العبقري يبدو أن أنا سنضحك لابدو دعني أستخدمك يا عبقرينو لا 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 مشاكل سمازك اتركي يا مشاكل أوكف يا عبقرينو يا جاف أصبحت مسلية أكثر أصبحت مسلية أكثر أصبحت مسلية أكثر أصبحت إلى الطريق يا إلهي كيف فعلت هذا إنها غلطتك يا أبقرين هذا صحيح من الذي طلب منك أن تتزحلق على الماء فوق الأرض يا إلهي كيف سأصل إلى البيت أين ملابسي ملابسي يا إلهي ولكنك لم تتحدث عن الإهمال أشعر أن شيئاً مؤسفاً سوف يخدث الآن سوف نقوم ببعض التدريبات على الدوران بسرعة هيا لنبدأ أنت مرحل لقد صرفت منك أن تقوم بديهان هذا الحائط كعبول إلى أين أنت ذاهب سوف أقسم الكثير من الماء المقابلة هذا لن تجني شيئاً يا عبقرين قابول صحيح من أنت ذاهب لا أين أنت ذاهب ستكون هذه الخطوة الأخيرة في تدريباتنا فاهم؟ إنه قادر مرة أخرى يا عبقارينو هذا مأمون تماما اسمه مستقبل الخطارات السريعة سوف أناقش موضوع المكافأة مع مدير البريد لحظة واحدة سأعود حالما يكعمل أين ستذهب عبقارينو؟ سيبدأ سباق بعد قليل يستعد جميع المتسابقين لبدء السباق كابول قد تأخذ لم يستطع التدرب على هذه الآلة المعقدة من أظل معلقا هنا وأنا أفعل مثل هذه الأشياء بالطبع لن تظل معلقا هنا حسنا سوف تطير أهل استعداد يستطع الوصول ساعدوني ساعدوني أوقفوني 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 ساعدوني ساعدوني أههههههه ساعدوني ساعدوني أرجوكم ساعدوني 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 إبتكي ساعدوني الساعدوني أهليئك يا كعبول ما شعورك الآن؟ انظر هنا وبتسم أشكرك يا رب كارينو لقد فعلت كل هذا من أجل أنا فوز شكرا لك لم يكن من الواجب استدعاي إلى هنا وأنا مشغول أين هو ذلك الشاب؟ آسف آسف لقد كان هنا منذ قليل إنه دائماً هكذا لا يصدق في مواعيده ماذا أفعل؟ إنها شهية وباردة عبقرينو مشغول ببناء مركبته الفضائية يقول إنه سيذهب ليقابل مخلوقات من الفضاء إنه يتعب نفسه بصنعها كلا كلا لا يمكن هذا كيف حدث لدي مشكلة سأخذ إجازة لبعض الوقت لدي أعمال خاصة بي علي إنجاز يا مشكلة بعد الآن إطلاقاً يجب إنهاء هذا المشروع مهما كلف الأمر بعض من المئات الآلاف من النجوم في هذا الفضاء الواسع لابد أن تكون ملائمة للعيش عليها بطريقة أو أخرى تشبه الحياة البشرية على الأرض سأكون أول كائن حي يقيم صداقة معهم ويثبت وجودهم أنا عبقرينو أهلاً بك على كوكبنا لطيف أن نقابلكم أنا المخترع عبقرينو أنا من كوكب الأرض أهلاً بالكائن الأرض لن يكون هذا اليوم بعيداً إن مثل في جهدي لا شيء يصعب على عبقري مثلي حسناً لقد انتهيت منه الآن هذا الكوك لاستعمال الشخص فقط لأخذ غفوة إنه ممتاز يبدو أن عبقرينو لازال مشغولاً بتلك الخرد لن أصلع شيئاً لا يبدو حقيقياً كوخ لأخذ الراحة شيء تستطيع القول إنه عملي وحقيقي إنه مصمم بطريقة تجعل النسيم العليل يدخل إليه وبذلك أستطيع النوم جيداً أنا بحاجة إلى غطانية حتى لا أصاب بالبرد وهنا أنا بحاجة أيضاً إلى طاولة لأضع عليها مزهرية مع بعض الأزهار دلوا دلوا حسناً حسناً لدينا هنا فتحة لا بأس بها لدي بطانية ووسادة وطاولة ومزهرية حسناً حسناً يا كابول حسناً لدي كل شيء قد أحتاجه أستطيع النوم الآن هذا هو الغيم بعينه إنه جاهز قد جاء مشاكس لقد قام بعمل جيد لا أستطيع عمل شيء كهذا لكل ملافظ لا أستطيع النوم الآن لا أستطيع النوم الآن لا أستطيع النوم الآن إنه مفلوق من الفضاء لقد سمعت صوت مركبتكم الفضائية تهبط على الأرض سمعتها من قبل والتخيت بكم في خيال العلمي ما بك أو منام لو يستطيعوا الكلام لا بد أنهم خارقوا الزكاء يا لها من هدية كبيرة لي مرحباً بك اسمي العبقر يا عبقرينو لقد تقت يوماً إلى عقد صداقة مع واحد مثلك أنا أعمل على صنع مركبة الفضائية الآن حتى أجيء إلى كوكبكم لعقد صداقات لا بد أن عبقرينو يظنني مخلوقاً من الفضاء حسناً مرحبا سيد عبقرينو أنا أف أم من كوكب بعيد أنا أف أم أف أم هذا اسم جيد يا صديقي أف أم على كل حال أرحب بك على كوكب الأرض إنهما مجنونان لقد صدق ذلك كأنك في بيتك تفضل كل من هذه لابد أنك تعب بعد هذه الرحلة الطويلة شكلها شيء لا أستطيع أن أكل وهذا الدلو خولي أنا أسف لا بقى صدعني أساعدك كيف يمكنك أكلها بهذه السرعة يمكنك أكل كاكتين أحباب شكراً لك شكراً لست بحاجة إلى شوكة لتأكل بها حسناً ما الأمر ألا تريدها لا قد شبعته لا قد شبعت والآن يا أف أم هل يمكنك أعمل معروف صغير لي لا أسباح معروف صغير معروف هذا ما كنت أعمل عليه مؤخراً وكما ترى إنها مركبة فضائية قاربة على الانتهاء ولكن للأسف لا تعمل وأظن أن الأمر بسيط من نسبة لك لإصلاحها لي هل تمانع بإلقاء نظرة عليها أنا أف أم أنا أف أم في ورطة لا شيء أكثر من إلقاء نظرة عليها أو سمح هيا أرجوك هل هكذا تصلحون الأشياء على كوكبكم؟ تبدو فضة من نسبة لي كيف حدث هذا؟ أوه أوه لقد تم إصلاحها أف أم أنا أمر غير واضحة أمامي إنها يعملت دونك رصبير استطاعت الانتلاق إلى الفضاء الآن سمعتوا أن لديك مخلوقاً من الفضاء نعم يا مشاكس أقدم لك أف أم تفضل أف أم أوه إيف؟ هذا مخلوق فضائي؟ آه لديكم شيء رخيص على الأرض ماذا؟ ماذا؟ اسمه يا مشاكس إن توقحت عليه فلم أدعوك إلا حفلة الليلة ها؟ مفهوم؟ ها؟ حفلة؟ طبعاً سنغادر غداً أنا وإف أم إلى الفضاء في هذه المركبة لذا سنحتفل الليلة بهذه المناسبة سيداتي وسادتي أشكركم لمجيئكم هنا الليلة وذلك للاحتفال بالمخلوق الفضائي الذي زارنا فجأة هل لكم بالترحيب بصديقي وصديقكم أف أم؟ ها؟ يا له من مخلوق فضائي وهذه جارتنا السيدة رفيعة سررت بلقاء جميلة مثلك رائع رائع هل سمعتم ذلك لقد قال عني الجميلة يا إلهي أحب صدقك يا أف أم رائع وهذه نادين تشرفنا بلقائك أيها المخلوق الفضائي وهذا هشام أخو نادين لقد تعرفت على مشاكسة ليس كذلك أهلاً بالمخلوق الفضائي أهلاً أهلاً كابول لا لا أدري أين هو لم أره طوال نهار اليوم لابد أنه يتزلج ثانية في مكان ما إنه أمامك سأنزع البطانية من الأسفل أنا متأكد أنهم سيغضبون عندما يعلمون أن A F M هو كابول مشاكس تصرف بأدب لو سماحت ولكن المخلوق الذي هنا هو ماذا تقصد بكلمة مخلوق؟ يا حبيب يا حبيب يا حبيب خذ 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 توقف 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 اهدأ وهو تصالح ما رأيك بهذا هذه القشة التي قسمت ظهر البير آم آم هاهو على حقيقته الآن ناسيت شيئا أنا ذاهب انتظر 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 انا ذاهم والصابة انا ذاهمه اضمي ماخ جهلا لا am ماذا pellمك أهم Smart انتظر انتظر يا إلهي لقد ذهب ذلك المخلوق الفضائي لن أستسرم سأعمل واحدة أخرى والحق بهم فورا إنه يطير إلى أين نتجه بالطبع نحو الفضاء أو باتجاه نجمة لا أريد العودة للأرض هذا شيء صمعه عبقرينو لا عجب إذن لن نصل لأي مكان هيا يا كعبول اعمل بإخلاص هيا يا كعبول تحرك بسرعة ودعي تسل عنك أنا لست كسولا وأرفض أن أكون فأرة تجار باختراعاتك اختراعاتي؟ إنك لا تستطيع أن تقدر عبقريتي هيا سأتقابل مخلوقات الفضائية اليوم اعمل وإلا لن تأكل ها؟ تريدني أعمل ولا أكل؟ ما هذه العبقرية؟ يمكننا هنا إضافة السمن والبهارات ولكن لا تغفقه جيدا فقط ضعيه في الفرن على درجة حرارة باردة وكيف ستأكل بعد ذلك؟ بأي طريقة؟ فقط اخرجيها من الفرن بعد أن تنضج كعبول لقد عدت لهذا ثانية هذه الغرفة ليست سلة مهملات نظفها أعرف أعرف سأنظفها لاحقا أتركني لوحدي إذا سمحت من المفتوض أن تساعدني في الحديثة اليوم تذكر؟ أظن أنني لن أستطيع ذلك اليوم يبدو جميلا ماهو كسول جدا عندي فكرة جيدة سأعمل موديلا مثله حتى يتكسر سأضعه هنا وهكذا يكتمل هذه تحفة فنية ما هذا بحق السماء؟ إنه يشبهني تماما صحيح ويمكنك تسميته كعب شبيه باسمك لأنه يشبهك تماما لكن والحمد لله يعمل أفضل منك بكثير يعمل أفضل مني؟ كعب ذكي جدا يعمل بجد وأمانة وليس متطفلا أو جشعا مثلك ولا يأكل إطلاقا هذه إهانة الكبيرة لقد دهنتني يا عبقرينو ما هذا يا عبقرينو؟ بالطبع يعمل سأريك كيف يعمل وأفضل منك هل تأتيني بفنجان من الشاي يا كعبول؟ ما رأيك يا كعبول أليس رائعا؟ أي واحد يستطيع غمل ذلك يا عبقرينو؟ وأظن أنه سيتحطم كلا أنت مخطي يا كعبول سأريك كم هو ذكيا وعملية عملي جدا يمكنه أيضا الاعتناء جحشائش المنزل وهو أفضل منك في هذا العمل جيد استمر يا كعبول استمر هذا صحيح فعلا يا لك من عبقرينو عبقرينو طالما أن لديك كعبول فعلي بالإصراف كلا لا يمكنك الذهاب كعبول ألم تنسى شيئا؟ ماذا؟ غرفتك بالصرب اذهبوا giant ماذا دهات؟ إنه يعمل بجلد؟ كعبول، كعبول لا بد أنا شيئا به، هل هو مريض أم ماذا؟ اوه كعبول كعبول انظروا اليه انه لا يعرون اعتباها يا له من مشهد كعبول اليوم على غير اعادته اعتقدوا انا من الافضل انا اتركه ان الال يعمل بجد في الخارج كما تعلم لماذا لا تنظف غرفتك قد استعر به الي يخوم بكل الاعمال بدلا منك وتصبح انت بلا فائدة ابدا عجب الفائدة اه يا الهي ما هذا توقف يا كعبول توقف كفى كفى انه تتعطل انه قاتل في اتجاهنا من الافضل ان تتوقفه يا ابقارينه توقف اقوم بذلك هستتوقف الان اوه لقد توقف الان ترى ماذا حل به ماذا حل به ماذا حدث له اه لا ارى خلل الفنا اعتقد انه كان علي تجنب استعمال هذه الاسلاك القديمة قعبول ان نذهب للمدينة المجاورة لشراء بعض الاسلاك تأكيد تأكد من ابقاء الالي دخل المنزل الالي هو الالي مهما كان شديد الشبه به انه لا يعمل افضل مني اه نعم لا تنسى تظيف بقية الغرف كذلك مفهومك عبول انه مراقب عمال لا يرحم الان استطيع الذهاب لاخذ غفوة ها الان فهمت كل شيء توضحت الصورة امامي لقد صنع ابقارينو شيئا مريعا مرة اخرى كما اعتقد ها هو نائم اظن انه سيطرد من المنزل ثانية ساحاول مساعدته للحصول على سمعة طيبة استحق معروفا اوه هذا لطف منك يا مشاكس هل تعني حقا المساعدة لي ايها المشاكس الرائع نعم سيدتي صحيح كعبول اوه هذا لطف منك يا كعبول هل تستطيع القيام باي عمل اطلبه منك حسنا حظا سعيدا يا كعبول اعتقد انني سترككم الان هيا هيا لنرى من اين ستبدأ يا عزيزي اريدك ان تهتم بالغسل يا كعبول انه متراكم منذ مدعا ساذهب للاسترخاء ومشاهدة التلفزيون الى اللقاء حسنا يا كعبول انك تقوم بعمل جيد اوه يا الهي كم هو محزن لا استطيع التوقف عن البكاء اطلبه اوه كعبول هل انتهيت من العمل انك سريعا جدا اوه كعبول ما تستفع يا كعبول اوه كم هو م consum لا 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 ما تستفع الجسيل نجدة لم تفقط لهذا حقا ك ninete Boris هنا لمساعدتي في اي شيء نعم يا نادين Зд привет اوه هل لديك مانع بالذهاب لتساواق الاولان اريد بعض الخبز والبرتقال أوه كعبول مرحبا ماذا تريد اليوم كعبول توقف عن ذلك عدي لهنا أنا أعتقد أنه خلل ما أعصاب الموجه انتظر يا كعبول لم تدفع الحساب مرحبا كعبول ماذا تريد اليوم ماذا تفعل كعبول انتظر انتظر حتى بهذا السرع يا كعبول مالذي يجيغنا أكرهك يا كعبول أكرهك جدا لقد تغاب ثانية من الطارق أنا قادم أنا قادم أهلا ما بكما ماذا أدهاكم تنظراني لي بهذه الطريقة لماذا ماذا تعني بماذا دهانة ينا أصابك تظهر مظهر البري أين عبقرين أين هو بالخارج بالخارج سأتي مرة أخرى فيما بعد حسنا يا كعبول ستنال جزائك هذه المرة آسف ليس لدي أن فكرة عما تتحدثين ها أتجو على القول إنك لا تذكر هذا لا أفهم هذا أبدا لا أفهم هذا أبدا لم أفهم خطأ كنت نائما هنا لا قد اختفى لا قد اختفى كعبل هذا ما ظننته لن يفلت هذه المرة أنا عدت يا كعبول أين كعبول؟ أين ذا؟ أنا هنا يا مشاكس هذه ليست لك لن تفلت من هذه إطلاقا نعم لن تفلت لقد قلت بذلك من أجلك عملت بشكل أفضل مما ظن أن تاذا كل ما في الوقت حضرنا لا هل اللقاء؟ انهض يا كعبول إلحق به إنه نص لا 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 تدحو يفلت لا تدحو يفلت اذهب اذهب واحضره اذهب اذهب اه اه اذهب اее اين الموجه؟ اه لا يمكنك إقافه باستعمال هذه لقد هتشرت إلى قطع صغيرة اشتركوا في القناة 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 كعبول اشتركوا في القناة 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 أهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هاي ذهبا كل شيء هباء لقد رأينا الهيكل العقمين لتنصورنا تماما تحت هذا الجبل إنكما تخترعني هذه القصة كلا نحن جادان سأصدق انقدمتما دليلا ابدأ الآن بالحفر تحت الجبل هي من الصعب تصديق ذلك وفقك الرأي لقد كنت أول مرة وهذه ليست كذبة إنه أنا ولا استأنت أنا الذي اكتشف العظام من أنا 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 إنه أجلك ليست كأنتي حسنا لا أحد يمكن أن يؤكد وجود الهيكل العظمي لا يهم من رأه أول إنه موجود إنه موجود موجود أنا موجود أنا موجود أنا موجود عسنا أنا أنا عبقرينو ما معنى البعد الثالث هذا أي أنك تضاء نوعا معينا من النظرات عندما تنظر إلى الشاشة فتبدو الأشياء وكأنها تخفز علي هل هذا صحيح؟ أشياء تخفز عليك؟ أود الذهاب لمشاهدته لا تتعب نفسك أود الذهاب إنها مضيعة للغت أنا مصرن على الذهاب وتحاول القضاء على حب الثقافي ها؟ حسن أنا كعبول أنا أحبك يا عبقرين كعبول لم تكن مشكلة لو وجدت الأمر مخيبا لك لقد كان شيئا مثيرا أليس كذلك؟ عبقرينو 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 أعمل الآن على واحد من أعظم اختراعات السينما المجسمة في التاريخ واحد من أعظم اختراعات التاريخ؟ مرحبا أبقرينو مرحبا أبقرينو كيف تأسير أموركم أعظم اختراعات؟ كعبول تأكد أن لا تضيع النور في المكان العلم يعتمد على مثل هذا الموقف التاريخي الذي يعيش حالته الآن حسنا 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 أنا متأكد أنها ستكون مفاجأة كبرى إن المصنع هادئ ترى هل أنهى عمله الآن من اختراعاته السينماية التاريخية المهمة؟ كعبول كعبول أعتقد أنه أتم آه حضر ما هذا؟ هذا الذي سادعه واحدا من أعظم الاختراعات في التاريخ مسجل فيديو ذو ثلاثة تبعات أي شيء تسجله على هذا النظام يمكنك مشاهدة على جهاز التلفزيون في البيت بأبعاده الثلاثة يعني أن الأشياء ستثب عليك هل يعجبك هذا ليس عظيما؟ الآن يا كعبول أريدك أن تعمل ممثلا لي ممثل جمل المحامل مرة أخرى حسنا سأريك كم أبدو وسيما هل هذا جيد يا عبقرينو؟ هل أبدو لطيفا؟ هم؟ كامول لن käستطيع في الجد يا صديقي ألا عبدو جدا؟ ناااا لتكون حركة تو بك ما أطلب منك في الضابط مفهومك أمول؟ حسنا حسنا ثم اخترب سوق الكاميرا باقصى سرعتك هيا تريد ان اركض كم هذا متع كعبول هل ترى هذا؟ انا قادم انا قادم لم اعرف انك طماغ بهذا الشكل يا كعبول ابدا صباح الخير ماذا تفعلون هنا؟ اكل الكاميرا المجسمة بشهي يا كعبول ماذا؟ لا انا امزح جهاز بنظام ثلاثة ابعاد؟ يبدو ممتعا دعونا نرى كيف ستصير الامور الان هيا ها؟ هذا كعبول انه قادم باتجاهنا ما هذا؟ انه انفي اه يبدو كأنه سيخرج منك حسنا لقد نجحت المرحلة الاولى لماذا لا نستعمل هذا الجهاز في عمل فيلم؟ طبعا انا افكر بذلك ساكون المخرج والبطولة لناديم انا الدور رئيسي ليه وماذا عني؟ ستلعب دور الاخ الاصغر للامير نادين وانا ستلعب دور الدب الابيض الخادم من الفضاء واسمك الثلجي دب ابيض من الفضاء؟ نعم، سيكون فيلما من افلام الخيال العلمي مجموعة من الفضاء تهاجم الارض الامير نادين تختطف إشام يحاول إنقاذ الأميرة نابين من الغزاء ولكنه يواجه لسيد من الماء لإعادته أكزاء وفجأة يظهر بطل عدالة تلجي دب أبلد خادم من الفضاء لا أحب ذاك الإسم يا عبقرينو وأنا كلب ولست دبا هل هذا مفهوم؟ الأفضل ألا تتذمر منه عليك بالتفكير به كلب أبيض من الفضاء دب أبيض من الفضاء أيهما أقوى من الآخر دب أبيض من الفضاء؟ صحيح استمر يا عبول هذا جيد استمر حاضر عبول ماذا تفعل بهذا اللباس المضحك؟ أنا لست كعبول أنا ثلجي أنا بطل في فيلم من ثلاثة أبعاد فيلم من ثلاثة أبعاد؟ نعم نعم يبدو ممتعا انتظر لحظة سأعود بسرعة كعبول أنا هنا على الشجرة أستطيع مساعدتك ليصبح المشهة أكثر إثارة قرصان من الفضاء القط مشاكل يا عزنا هذا جيد، راه، استمره ما رأيك بهذا؟ جيد، هذا النحل سيكون مخلوقات الفضاء في الفيلم أمل أن يكون قد صورنا فيلما جيدا أمل أن يكون إخلاصي يستحق التعب والتقدير يا عبقرينو لقد خمت بعملا جيدك عبو لقد تأثرت جدا ها هم غزاة الفضاء ها هم يعجبون رائع إنما يميز دكتراي ويجعله فريدا أنك لا تحتاج إلى نظرات نقنو بحاجة إلى شرطي من أجل تنظيم الساير ما هذا؟ إنها أنا نذيب ماذا تقصد بدور البطولة يا عبقرينو؟ ها أنا أركض ثم يمسكون بي تأخرت في إدراك ذلك يا نادين أنا الذي أقوم بدور البطولة ها حسنا حان دوري الآن إنها أقوم بسعادة ها من المشكلة؟ ها من المشكلة؟ ها نرى مرتد المشكلة؟ يبدو حقيقياً انظر لهذا الماء يتدفق على الأرض انظر يبدو بارداً وحقيقياً أيضاً يا سيد عبقرينو المشهد التالي أنا وأنت يا كعبول نحن خادمون لا أزال أشعر بالألم ماذا عنك يا مشاكس لا لا أشعر بي والآن أهل الفضاء خادمون هل بدأت تشعر بالألم؟ كأنه نحن حقيقي لقد انتهى الفيلم إذا هذا النحل نحن الحقيقي؟ ما هذا؟ يبدو أنهم يواجهون مشكلة صعبة حسناً سأقوموا في زيارتهم عندما ينتهون من سخافهم هااه يا أنا هم الحل بالمؤدخ me هااه هااه حسناً آخر محاولة إنها تولم آي كنت قدمت فعلاً حسناً أسأكلم عفقرين عفقرينو استيقظ استيقظ إنه مستغرق في النوم هذا يدعو للسخرية يا عفقرينو استيقظ استيقظ أريد أن أحدثك بموضوع استيقظ يا عفقرينو عفقرينو هيا استيقظ أرجو أن تستيقظ ما رأيك بهذه وهذه إنه يبدو مضحكاً حسناً سأكمل ما الذي أفعله في منتصر الليل؟ من الأفضل أن أشرب كوباً من الحليب الساغل آمل أن يدفئ هذا الحليب جسدي ويريح غقلي لأتمكن من النوم إنه نذيذ أشعر بنشاط الآن آه نعم نعم واحد اثنان واحد اثنان لا أريد هذا لقد شربت الحليب لأنام ليس لأصف يا لوجهي لم يغمط لي جفن منذ ثلاث ليالي ثلاث ليالي؟ مسكين يا كابول إنها حالة صعبة من الأرق عبقرينو أليس لديك علاج لهذه الحالة؟ مشكلة الأرق لم أكن أعلم أن الكابول مسح من الحساسية ماذا؟ أنا لم أغضب أظن أن لدي فكرة جيدة افعل ما أقوله لك أغلق عينيك بنعومة أغلقتهما وتخيل أن هناك خرافاً تلعب في المرعاة؟ تخيلت ثم قفز أحدها إلى الزريبة حسناً ثم الثاني والثالث والرابع آسف مخيلتي لا تستطيع الاستمرار أتمنى لو كان لدينا بعض الخراف هنا صحيح لما لا يعمل أحدكم كخاروف ها؟ هل تخاطبينني أنا؟ بالتأكيد لا 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 أرجوك يا عبقرينو كما هذا يفيد حسناً يا عبقرينو فلنبدأ؟ لا 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 أقدر أن أقوم بهذا الدور ما الذي تقوله؟ تذكر أننا نقوم بهذا من أجل كعبون لا بس من أجله لا أغزتها ها 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 هاه ها هو ها 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 هـ ه Brook هلا انتم جاهزون؟ خروف.. خرفان.. ثلاثة.. أربعة شخص آا هذع خرف.. تشت laundry خرفان.. خرفان.. � لا أبداً غير ما إصول هذا لا يجد ولن ينفع إطلاقاً ستنام عندما تملأ معيدتك بالأكل أستطيع أكلها كلها؟ آه طبعاً طبعاً يا كعبود لقد شبعت الآن أسف إن استعملت هذه أنا متأكد أنك ستنام بسرعة يا كعبود ما هذه الآلة؟ هذه آلة للهرولة تمكنك من الهرولة أينما كنت وفي أي وقت إن كان لديك شيء فسيخرج مع العراق أظن أننا سننجع حامل ذلك لا أحب الهرولة ولا الرياضة افعل ما يقال لك يا كعبود حضر هل أنت جاهز؟ هيا أصحب حرك لقد تعبت لماذا تريدون أن أتعب أكثر حتى أنام ويذهب ما أكلته دون فائدة؟ لا تقلق لن تتعب وأنت تهرول بهذا البط سأزيد السرعة قليلا أبدأ أديدة عن ذلك الشيء أمل أن تصنغ واحدة أفضل من هذه لقد جربت عدة طرق على ما يبدو ليرفعه الشيء أخاف أنه سيقضي الليلة بدون نوم أيضا لابد أن هناك طريقة صحيح لدي فكرة رائعة ما هي يا مشاكس؟ شاهدتها على شاشة التلفزيون قبل أيام تلفزيون؟ لحظة وسعود إليكم لا أثق بأي فكرة سيقدمها أنا ذاهب لإثنام عملي الآن في الاختراع الجديد الباهر ستعذروني ما هي يا ترى؟ أنا محتارة لا أعتقد أنهم سيصنعونها قبل المساء على أي حال أشعر بالحزن على كعبول ولكن سننتظر أنا خائف أن لا أنام الليلة أيضا كعبول لا داعي للقلق أستطيع أن نومك حالا لا أظن أنك ستنجح بهذا يا مشاكس هذا الأسلوب ليس جيدا دعنا نجرب مرة واحدة ماذا ستفعل؟ انظر لهذه سأحاول أن نومك مغناطسيا لا يمكنك أن تنومني مغناطسيا لهذا أحضرت هذا الكتاب لأتعلم منه انظر وركز نظرك على هذا مفهوم؟ والآن ستبدأ بالنوم تدريجيا أترا لا يمكنك إبقاء عينيك مفتوحتين عينك مغلقتان تماما ولن تستطيع فتحهما بعد الآن وعندما أقول التالي ستناوم نوما عميقا هاو نرلغت غسروان يا لقد نجحت حدث غطاء يا إلهي لقد استعملت الكلمة الغطاء ما الذي تفعله هنا أيها الغبيض توقف يا أخوات، توقف هذا لا يغتفر أبداً أين أنا؟ أين أنا؟ كعبول؟ ما الذي تفعله هنا يا كعبول؟ أنا؟ أين أنا؟ أنني أخذ نق ليس من العدل أن توبخ أحداً بسبب الأرق الذي يصيبك يا كعبول، هل تفهم؟ إنها محقة يا كعبول، كان عليك أن لا تنفس عن غضبك بإذاء مشاكل ولكنني لم أغمل شيئاً سيداتي وسادتي، لقد شمال اختراع الآن يمكن لكعبول أن ينمى أخيراً وما هو هذه المرة؟ هذا مصمم ليريح جهازه العصبي لإغرائه وحفي على الموت إنه جهاز حزاز ومريح وآمن هيا كعبول، جرب هيا متأكد بأنه جهاز آمن؟ حظاً سعيداً يا كعبول هذا يبعث على التشاؤم حسناً جرب، لقد ابتدأ يعمل ها؟ لا يعجبني هذا الصوت إنه يغضبني شكوا أنه يستطيعوا نام مع هذا من المفروض أن ينام لا يمكن أن ينام مع هذا الإزعاج يا إلهي انظروا إليه، لقد نام الغاية تتبرر الوسيلة حسناً، هل يمكننا بدورنا أن نعود للناوم؟ تصبحونا على خير، تصبحونا على خير تصبحونا على خير جميعاً فدوء، هل تعرف كم الساعة الآن؟ هذا مزعج، ترى كم سيستمر هذا؟ أنا لا أستطيع نعود أظن أن لا لي كلة النوم قد بدأت تصبحونا على الأفضل تصبحونا على خير جميعاً تصبحونا على خير جميعاً نعم ماذا تريد؟ مرحبا جيت لي أعرض عليك واحدة من أحسن السيارات الجديدة لدينا لقد علمت أنك مهتم أكثر بالدرجات النارية لدينا درجات نارية أيضا هذه آخر موديل لا أريد واحدة جديدة لقد سمعت واحدة لي ولا تزال صالحة حسنا ألقي نظر على بعض الأوراق الدعائية أنا آسف فعلا آسف لا تتعجل وترفض عرضنا الأفضل لدينا المزيد ويمكننا خصم 20% قلت لك لست بحاجة لشيء أنا مشغول اليوم أرجوك دعني وأخرج أوه أنت مشغول أعذرني لقلة مراعاتي قل لي كيف يمكن أن أساعدك حسنا سأبدأ بالتنظيم وثم الغسيل هذا الغسيل جميل كما يمكنني مشاركة في الهروالة ما الذي تريده بهذه الأسباب أكره البائعين المتجولين قلت لك أخرج قلت لك أخرج قلت لك أخرج قلت لك أخرج قبل استيقظ ماذا تريد؟ لماذا لا تعمل ككرب حراسة بين فترة وأخرى عليك أن تطرد البائعين المتجولين الذين يأتون إلى البيت هل ارتكب خطأ؟ لا لم يرتكب خطأ ولكن اسراره الزائد كما تعلم مع زعاجا هذا واجبك اصبح كثير الشكوى وتذمر هذه الايام ما الذي تقوله يا كابول لا شيء اه كن بتيخذاته سأأخذ غفواء مرحبا كابول ماذا تريد ها غضمة انا مسرور بلقائك يا صديقي هذه هدية بسيطة لك اريد التحدث الى سيدك لاشرح له عن الموديلات الجديدة للسيارات لذا ارجوك ان تسمح لي بالدخول امتفضل مساء الخير انا في الحقيقة اسف للازعاج ولكن وده ان فلتلك لا اريد انا مشغول لليوم ان صارت يا لغم الرجل نقنيد انا البائع الجوى رقم واحد في كل المنطقة لن استسلم لن استسلم انه البائع المتجول كم هو مثابر صحيح يجب علي ان اخرجه من وضع امم фكّر اممème المتكار فكّر عليك بالتبكير والمثابرة همم فكّر حااااااااااااااا وأسفل البام ممسمر لا أستطيع الدخول اممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم لن يستطيع الدخول إلى هنا يا عبقرينو أحسنت يا كبول أحسنت صنعا أحسنت لن أستسلم أبدا لن أستسلم هذا إزعاج سأصنع ما خط يدعى الباب الطارد للبائع المتجول لن نؤذي زبائننا ولكن علينا أن لا نتعد عن مصادر رزقنا ما هذا بحق السماء لا أريد هذا بعد اليوم لا أحد يجيب حسنا سأدخل ماذا باب بعد باب ما الذي يجري هنا حق السماء ما الذي يجري يبدو أن الطريق أمامي طويل ما هذا لا يبدو عليه أنه سيستسلم لن أستسلم إن كان الشد لا يجدي نجرب الدخل أعتقد أنه يضيع وقته هنا آسف لي إزعاجك مرة أخرى أغرب عن وجهي للك من عنيت هذا مؤلم يا عبقرينو يستحق أكثر من هذا جزاء عنادة عبقرينو هل أنت في البيت؟ أريد أن أطلب منك معروفا سأدخل ماذا يجري هنا؟ ما هذا؟ ما الذي يجري؟ أظن أنني سامرة صوت نادين صوت نادين؟ أنا لا أصدق هذا كله ما هذا؟ لا بأس نادين أتركيه واحده ودخلي تعالي إنسان ماذا تفعل يا صديق؟ هل أنت بخير؟ لن تتغلب علي أبداً اذهب إلى الجحيم آسف آسف إن أسأت الأدب أية مساعدة هل تستطيع مساعدتي؟ تقضى لي بالدخول أولاً البيت بيتك دائميل حقاً شيء غريب قبول هذي واقطة منك اذهب إلى الخارج اغفل غني ماذا هذا؟ بحق السماء، انت فاحة كانت، أنت البيع الجوال لقد اكتشفتك كانت علطة كبيرة منك أنك لم ترش كعبول لن يخدعني مرة أخرى انظر هذه نسخة ممتازة للباب الصد للبائع المتجول لن يقدر على الدخول هنا أبدا مرة ثانية يبدو مقنعا ما الذي يحدث؟ هل حدث الشيء؟ سيرت الأسعاف هنا عبقرينو كان هنا، كان هنا عبقرينو، افتح يا عبقرينو يا إلهي، فيضان داخل المنزل، علينا أن نساعده بالخروج من هنا عبقرينو، افتح يا عسرق لا أخي، لا أعرف كلا لا أعرف كعبول، مش أكد، تعالوا ساعدانا في فكح الباب ماذا ستفعل يا كعبول؟ ماذا؟ ماذا؟ لا يكون الرد الفعل، ما تتجربينها الآن هل الأمر واضح؟ عبقرينو، اه، اه، اتش هذا جيد، بالتأكيد الآن قضينا على ما لديه من قوة فلنشرب القهوة على راحتنا يا كعبول لست متأكدا، ما هذا الصوت هنزة الأرضية لأن مهم جدا أن تتعامل مع الزبول بعقل متفتح دائما، وبهذه الطريقة قد يتجاوب معا ما لديّه، أطنا، آآآآآآآ لقد نهم السق، السق أسفل إزعاجك مرة أخرى، لابد أنني أصبحت مألوفا عندك، أنا هنا لأقدم لك بعضا من أحسن الموديلات للسيارات للشارة والتي نحن تقولون بها لن ينفعنا الباب الصاد في هذه الحالة إنه زكي أنا لا أحب عبقرينو لأنه غنيد جدا كابول أهلا مجاكس حظت عنك طويلا هل تريد أن تصطاد معي؟ إنسى الصيد الآن إن عبقرينو مريض جدا عبقرينو مريض؟ لكن لن أستطيع العودة إلى البيت لقد تشجرت معه ولهذا سبب أنا هنا هذا لا يهم لقد ذهبت نديل لإحضار الطبيب لأن حالته خطيرة ولكن لقد سأل عنك أثناء ذيانه وهو نائم لن يشفيه الطبيب أنا الوحيد الذي يستطيع علاجه لأنني أعرف حالته موافق حسنا هيا بنا إلى البيت عبقرينو ستكون بخير عدت لأبقى معك كيف هو؟ كيف هو يا مشاكس؟ لا يستطيع عرف رأسه لابد أنه مريض جدا هل تريد أن أجاهز لك ما يمدك بالقوة والنشاط؟ حسنا ساعود ومعي شيء لذيذ سيدة بمثل رقتي لن تكون مناسبة لتمثل أنها عبقرينو لقد انطلت الحيلة على كعبول لأنك تشبهين عبقرينو تماما ها يا لوقاحتك يا ترى ما الذي سيجهزه لي؟ هيا بنا لكي نطمئن على ندين هيا بنا ترى ماذا تفعل هي وعبقرينو همممممممممممم الرياضة تساعد على التخلص من الوزن الزائد عبقرينو أهلا الندين عبقرينو اتبه ها؟ هال أنت بخير؟ هه نعم الحمد لله لقد عرفت أنك اختلفت مع كعبول هل هذا صحيح؟ نعم نوعا ما كابول يريد المصالحة معك ها؟ لا لا خد فات الوقت يا نادين فات الوقت لا تقول هذا هيا أسرع هيا أسرع هيا أسرع يا عبقرينو لا تدفعيني نادين هيا فلندخل بسرعة نادين لماذا أدخل بيتي فلس لا يجوز هذا هيا اهدف ههلم لماذا تريدين مني الاستقاء في السرير لأنك مريض rit calab ابقى هادئا في السرير وترك الباقي لنا فهم عبقرينو، آسف لأنني تأخرت عليك, انا جاهزة الان جاهزة لقد نجحت حيلتنا على ما يبدو يا نادين صحيح هذا الطبق المفضل لدينا ما هذا يا كابول؟ فطيرة شهية أنت طيب القلب يا كابول هذا أكيد فطيرة كابول ما هذا الصوت المزعج ها؟ ما هذا؟ أنت تعرف أنني متبع رجيم لماذا تريدني أن أكل الفطير؟ ها؟ أنا لا أريده لماذا؟ لقد صنعتها لك لأنني علمت بأنك مريض وأردتك أن تشفى بصرغة من قال لك أنني مريض؟ أنا بصحة ممتازة انظر لقد دبرتم هذا لقد قلقت عليك حسنا شكرا جزيلا اهتمامك بحالتي من فضلك لا تحدثني بهذه الطريقة يا كابول انتبه لألفاظك ها؟ على مهلكم يا أصدقاء الصلح خير لكم هذا صحيح اهدأ يا كابول لا أريد البقاء مع هذا العنيد الأحمق سأذهب هيا هيا أخرج من بيتي هذا سيريحني مع أنني لست مريضا حسنا ولن أعود أبدا هذا ممتاز إنني أعني ما أقول بالتأكيد لا تعود لهنا أبدا تبدو الأمور زادت سوءا هذا صحيح إنه عليب جدا وغير حكيم وعصبي لا أحبه أنا رجل جائع لأنني غاضع مرحبا يا وسيم هل تتحدث معي؟ نعم أنت ما أجمل فروتك حقا؟ هل هي جميلة حقا؟ أنا أبحث عن كلب جميل المظهر أترغب بتناول شريحة من اللحم في المطعم المجاور؟ شريحة لحم؟ أكيد انتهت بيننا الأمور يبدو أن صاحبك وضيع ولئيم أقدر شعورك وأثامه يبدو أنك إنسان طيب القلب أيها الرجل شكرا لك شكرا حسنا يمكنك الإقامة عندي إن رغبت بذلك كما يمكنك أكل شرائح اللحم عندي يوميا ما رأيك بذلك؟ أكل شرائح اللحم يوميا وماذا عن جهاز التلفزيون؟ موجود ولن تطلب مني أن أستحم؟ كلا اتفقنا سأكون كلبك الآن رائع فلنركب سيارتي ونذهب هيا يا سلام يا لك من رجل غني سأنسى أمر عبقرينه حسنا انتهت الآن أنا متأكد أنه لا يوجد أرقم دراجة نارية هذه في كل الدراجات عبقرينه أريد أن أعرف السبب الذي أدى لانفصالكم معه وأنا أيضا يا عبقرينه حسنا السبب كان الماكرونة المسلوخة ماكرونة؟ نعم الماكرونة في العادة يستغر غني الماكرونة عشر دقائق وخمس عشرة ثانية لكن توصلت أثناء تحليلات العلمية إلى أن الوقت المثالي لغير الماكرونة هو عشر دقائق فقط ومما أثار جنوني أن كعبو لم يهتم بهذا مطلقا تشاجرتم بسبب أمر تافي؟ نعم يا سيدتي تبدو موضوعيا جدا أين سيارتك الجميلة ها هي أيها الأبلا ادخل ما هذا الذي تفعله به؟ أنا أتاجر بفرو الحيوانات أسافر في بلاد العالم من أجل حصول على نوعيات جيدة منه إنك تضيع وقتك معي إن الفروة لا تزاوي شيء هذا بالتأكيد من النادر جدا أن تجد فروة كلب بهذا الحجم حصلت عليها بسهولة خالقциюني كعبول ماذا تفعل هناك ساعدني سيحولني إلى معطف فرو صحيح لا أستطيع الوصول إليك المناجد كعبول يا إلهي المناجد لقد اختطف كعبول انك تمزع من يختطف كلبا كسولا يا عبقرينو مشاكس هل تحاول استعطافي علينا أن ننقضه إلا فأنهم سيحولونه إلى معطفار تقول معطفارو نعم أسرع يا عبقرينو معطفارو هذا محتمل فروة بهذا الحج مغرية حسنا فرينها دلني يا مشاكس على الطريق هيا هيا بنا ماذا سأفعل أبقرينو انظر رقائق البطاطا آه فهمت أنا متأكد أن أكابول فعل هذا إنه أذكى مما يبدو كل ما علينا هو تتبع هذه الرقائق هيا شاحنة قابول قابول أبقرينو أخرجني من هنا هل أنت بخير أكابول كنت أعرف أنك ستأتيها عبقرينو سأأتي إليك مشاكس هل تأخذ الدراجة بدلا عني نعم أسرع 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 أصبر يا قابول أصبر أنت بهدبة أصحنا سيفتحوا دابا بهذا ما هذه الدراجة النارية التي تتبعوني الآن الضعنة لن أسمح بمقباني انتظر أنا سعيد جدا يا عبقرينو أنا عاجز عن شكرك شكرا دم ننتهي بعدك عبول أنظر خلفك إنهم قادموا نحونا سيمسكوا بنا لا أظن ذلك كيف يمكنك البقاء هادئا يا عبقرينو لا تخلقوا أتركوا الأمر ليه ماذا تفعل يا عبقرينو أصبر يا قابول إنهم جانبين اعتمد علي ما رأيك بهذا ما رأيك في الدراجة لماذا تسوق في هذه الطريق ستعرف حالا لقد اختربنا من الغمة لا يمكننا انتهاب أبعض من ذلك لقد أمسكت بكم هذا ما تظنوا أيها الجاهل ما رأيتك عبول لقد ميت من الخوف دبا لكم دبا إنه قادم إنه عليك انطرر انطرر إنه مصمم علينا فضر ماما سنصطدم به شيدا ما الذي سنفعله هنا يا عبقرينو فنسرع وننزل اسبر كابول لدينا مفجأة صغيرة هنا سترى انظر كان ذاك الزر الخطأ ماذا تفعل بنا يا عبقرينو ما هذه العبقرية يا أحمق اغرص كان من الممكن أن تتحول إلى معطفا من الفرو معطف الفرو أنا أفضل ساقد بدأ شجار ثانية يبدو أنهما لن ينتهي هل ستأكل طول الطريق يا كعبول؟ هو الآن هو الآن هل تريد الإنهاء على الطعام كله قبل الوصول إلى غايتنا؟ عليك أن تعرف حدودك يا كعبول؟ لا يهم لا يهم أنا لا أصدق هذا كله كان جيدا حسنا هو الآن الكعك هو أفضل عنواع الحلوى لقد اختبعت هنا ساذهب معكم ما هذه طريق الوعية؟ تمسخ جيدا يا كعبول تمسخ تمسخ هيا 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 اجند تركت كابول ورائي لكن إنه تمرين جيد لك يا كابول هيا أركض ورائي تعال تعال بسرعة تعال أركض أركض هذا لعب هذا لعب منك يا أبقرينو أبقر الله أنت ضرناي أنت ضرناي السماء الزرقاء والغيوم البيضاء والأكل شهيف انت ضارك يا يا مرنة لقد حالقت العجلة الأمامية بالصغور علينا أن ننزل ونبفع الدراجة هيا أبقرينو وصل الدفع يا كابول الآن بحاجة إلى وقود أنا أفهمك جيداً أنت لا تستطيع العمل وأنت جائع إنك تفهمني تماماً يا عبقرينو إذن هل حان وقت الغداء؟ الآن أستطيع المساعدة حسناً هيا إلى العمل يا كابول واحد، اثنان، ثلاثة لم أتوقع أن أكون بهذه القوة لقد نجحتها كابول، إنها ستتحرك إنه أمر سهلاً بالنسبة لي ابتعدي، ابتعدي النجدة، النجدة، أخطأت في القدور معكم الاتباه النجدة، النجدة، النجدة انتظر، انتظر انتظر بريقات لا يمكننا العودة، علينا أن نفكر كيف نبيته هنا الليلة يا كابول هود، أين أنت ذاهب كابول؟ كما تعلم، إن أنت هو الوحيد الذي تستطيع الاعتماد عليه لإحضار الطعام ها، لدي عقلي أستطيع الاعتماد علي الأنت Liu هل أجرب هذي؟ هذا حجر بخما لا يمكن فهد أحد أن يفكر بهذه الطريق بدون خبرة طوايلة أظن أنني أفتع اللعوم رائحة شهية أفريني أمسكت بك أمسكت بك مالذي يا حبث هنا إنه أنت يا كعبول أنت كعبول إن فشلت في صيد الحيوانات سأجرب صيد السمك أنا أتدور جوعا من فضلك يا عبقر ناخد صد سمكة لا بأس لا بأس هيا 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 أيها النص أيها النص حسنا سأريك ماذا سأفعل به إنها فكرة رائحة يا عبقرينو لا بأس أسرع يا عبقرينو لا تخطئ الهدف هدفنا هناك هدفنا هناك هذه أحدث طريقة في الصيد اسمت ه звонت ه idoي أن أمر مضحك أنا لستم عصفور لم أصب انظر لكعبول هناك صندوق فالنار قد يكون فيه بعض الطغام كن حريصا يا كارول كık مشاكز أنا لما توقع أن أراكم هنا صحيح سيارة الرحلات معرفة لا شيء في الصندوق إلا القطة والقطط لتأكال نحن بين البشر يمكن أن نصبر يومين بدون أكل القطة تستطيع العيشة في الخناء يا له من مخيم موحش إن فروتك حلو ودافئك عبولة في العالم تقول معيدتي إنها غير نعسانة نغم صباح الخير هناك شيء يطير أين ذهبها؟ قابل انظر لهذا قمت بعمل الرائع يا مشاكس نحن نستطيع تسلق الأشجار ممتاز ممتاز دعنا نقل البيضة لا سنسلقها دعنا نقلها نسلقها 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 انظر ماذا فعل إنها ليست غلطتي إنه بسبب عنادك ماذا؟ قابول تقال هنا ها هي ها هي يبدو أن النهر جرف العربة إلى هنا أثناء الليل هذا يعني أن العربة تحطمت كلامك صحيح لا تقام بها وتحطمت العربة الملحقة بها إنها خردة الآن نعم ها كذا تبدو يمكننا استعمال النهر يا قابول استعمالها في النهر لك فكمت بعمل رائع يا أبقرينو حسنا لا يوجد تقبس كلمة اسمها مستحيل وهل سيقودنا هذا الظهر إلى المدينة؟ اشتركوا في القناة حسنا دعوند حسنا 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 هذا تعمول تعمول أنا أريد أن أفكر بهذه الطريقة تعمول أنا أريد أن أفكر بهذه الطريقة تعمول أنا هنا بالداخل سلاحظوني تعملها مدينتنا عندما أصل إلى البيت سأقل الكثير من البائض سأسلقه سأسلقها 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 إلا يا هم الذي ستأكله أنت وهو في هذا الظرف أي شيء يؤكل يؤكل يجب أن تأخذ مدينة يا درب أكيد مشاكس ماذا هل تتعلم الغاطس هذه هي القشة التي قسمت ظهر البعيل حسنا ما هي عرضة عرضة سيكون مريحة أكثر لو عدت بناء الحمام في بركة السباح يا إلهي ما هذا الذي يحدث في بيتي إلى أين ستغرب مني كامول هل اكتفاي دبا إنه سريع جدا اسكتوا يا إلهي ماذا تفعلون هنا هيا إلى دقاء يا إلهي آسف لي ما حدثت مشقياء منتشار يا لها من فوضها إلى أين ذهب ذلك الكلب مرحبا عبقرينو أهلا صباح الخير سيدة رفيعة أوه ما هذا ماذا حدث لك يا عبقرينو حسنا هذا من آه لا بأس سوف أغسل ثيابك هيا أخلعها آه شكرا لك شكرا بعد قليل ستكون نظيفا جدا لا بأس سيدة رفيعة سوف أهتم أنا بذلك سأهتم بها كابول له نائم ثانية أنا أكره الاستحمام إنه يزعجني كثيرا لا أحبه هيا وخرج يا كابول أنا كم يزعجني أن أراك تتجول هكذا في البيت وأنت ملطخ بالطين هل فهمت سوف أعطيك فرصة كبيرة لتغتسل اليوم أرجوك لا أحبه الاستحمام أرجوك 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 لا آه ما أنا أسف يا كابول هيا أهرب إن استطاعك هذا ليس عدلا لقد أنا الأوامل كي تستسلم يا كابول هيا ما أخوى عظيمتك وها من قوة العمليار آه 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 طباخ سوف أمسك بك مهما كلف الأمر يا كابول أفهم يا كابول سوف أقض عليك بلاص بخارت في الآن بعد أينما تكون لن يجدني أبدا طالما أنا هنا عبول لم أكن أعرف أنه مختبئ هنا حسنا ترى حلب تعدك تجعل أين سيكون ماذا بك المشاكس إذا كنت تبحث عن كعبول فهو في الحديقة تقول في الحديقة لقد شبعت الآن عبقرينة أخترخ عليك أن تستسلم لمصيرك كعبول وأنت أذهب للاستحمام لا أحب الاستحمام لا أحب الماء لا أحب الماء عبقرينة إنه يعرب من؟ أعرف لن أضعه يفلك مني أهدا سأربط نفسي وأضع القفل وأبلع المبتاح لن يستطيع أن يأخذني من هنا أنت ذكيك عبول لكن ذلك لن يفتر عازمتي كما تعلم ستجرب لم يفتر ذلك على بالي حديثي البداية فقط ما رأيك لا أحب الماء لا أحب الماء لا أحب الماء كعبول استرخف الحوض واصل الغبار متراكم عليك من مدة رؤيتك نظيفا ستفرحنا جميعا مرحبا عدقرينو أنا بشوكل لرؤيتك أهلا نبين أنا سعيدا بلقائك هنا بما لا نذهب لتناول غداء معا ها هل تتعوني للغداء؟ مشاكس هل تستطيع أن ترخبك عبولي بعد الوقت؟ طبعا طبعا أنا أجدى يا نادين أنت صديقة مخلصة يا نادين آه شكرا لك عبقرينو نادين لدي عمل كثير نقو به في غيابي ساعدني يا مشاكس ومن يستطيع الامتناء عن عمل ممتع كهذا دعنا نجرب هذه الأزرار مقصدّ موسيقى 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 خدا ما تشترى يعقى موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة 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 بسرعة إلا إذا لا أرجوك ليس هنا أنا أشرح الاستخمام لا أحب الماء لا أحب الماء حسنا هذا جزءنا الخدمة لا أحب الماء أمسك ما الذي يحبب هنا يا إلهي ما هذا يا عبقرينو في هذا الوقف من الليل آسف جدا هل ألخذتك أرجوك اخفض الصوت ودعنا ننام نعم بطرها بطرها سأفعل سأفعل يا إلهي ما هذا ما هذا انظر إليها فهذا جزء من عملي الروتيني اليومي فأنا أخبئ العظام فيه لقد استغرقتنا مئات الأعوام حتى تكون القديق على ما هي عليها لم أضع كمية كافية من المعروض أنت هكذا فشل آخر يا عبقرينو ماذا تحصد بقولك فشل آخر ها البيت يحترق البيت يحترق نحن آسفان بالفعل يا سيدي لا أستطيع الاحتمال أكثر من ذلك أرجوك مخرجا من هنا ودعنا أعيش بسلام لقد فشلت في بناء الصاروخ لكننا نجحنا بالحرب من هنا لقد كانا شبحين لطيفين جدا نعم صحيح كان بسليين سوف نغود مرة أخرى يوما ما كانا أسوأ ضيفين من ضيوفنا تعنا نقوم بهز طويلة يبدو أن يوم ينجل قيام برحلة وخدهما آآ الصفر منتع ترجمة نانسي قنقر ما هذه الضوضة؟ أصبح الحال مناسبا الآن ما هذه الضجة يا عبقرينو؟ ألا أستطيع النوم قليلا؟ ما هذا؟ أفعل هذا لأجل السيد ماهر فهو لا يستيقظ حتى بوجود الساعات المنبهة هذا صحيح فأنا لا أستيقظ مما كثرت الساعات وإن استمر حالي هكذا سيفسد عملي وزوجتي سوزا ضاق صدرها بي لن تعد تحتمل وذهبت لبيت والديها وأنني هون عليك يا سيد ماهر هون عليك لماذا تنام حينما تريد ذلك؟ ماذا تقول؟ إنه مختلفا عنك يا كعبود حقا؟ طبعا حسنا يا سيد ماهر سأعمل على إيجاد حل لمشكلاتك حقا؟ طبعا اعتمد علي فقط خير ندري عاجله اعتمد علي لقد ازداد قلقي أحتاج إلى لمسة ختمية الآن فالقد اكتمل الإختراع كابول كابول هل أتيت لي لحظة؟ ما هذا؟ رائح ما هذا؟ ما هذا؟ جهاز إيقاظ مبكر جهاز إيقاظ؟ لن يجد أحد صعوبة بالاستيقاظ مبكرا بوجود هذا حقا يا عبقارينو؟ حتى ماهر سيستيخذ بهذا مهما كان عميق النوم هل جربته بعد أم كعادتك أيها المغترع؟ ليس بعد لهذا أنت هنا لا أنت تمزح تمزح كابول؟ أستطيع النوم على الأقل كابول، هذا السرير سيخذك بعد ساعة بالضبط لذا اهدأ ونم حتى ذلك الحين، هيا إذن إلى اللقاء، إلى اللقاء حال الوقت، سأذهب ألقي نظرة يا إلهي، يا له من كلب ألا يكفي هذا لإخاذه؟ لا أصدق هذا، سأجد قوته الآن حسنا، ما ما رأيك بهذا؟ إني أهترمك يا كابول ما رأيك بهذا الآن؟ ماذا أفعل الآن؟ حسنا، سألجأ لحل آخر ماذا أفعل الآن؟ حسنا، سألجأ لحل آخر موسيقى مشهد رائع سيكون تسلقنا رائعا اليوم ما أجمل التسلق في الثلج؟ ما هذا؟ موسيقى رجل الثلج، هيا تعال، أنا رأيت رجل الثلج ماذا؟ رجل الثلج؟ إني لا أرى أي شيء، أين هو؟ انظر إلى ذلك، إنه هناك يا إلهي، أثار وقتهم رجل الثلج نحن جزء من اكتشاف عظيم أسرع بالصعود والتقصورا، أنا سأبلغ القاعدة بلا سلكي هنا القاعدة المتقدمة، شاهدنا رجل جليد، ننتظر ردكم هما سيقوم حول القاعدة المتقدمة موسيقى 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 كارول 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 اين انت كارول 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 انت هنا لقد وقع حادث فضيع استعد لبعثة سنسافر حالما ماذا بعثة نعم ستكون من اعظم المشاريع بالتاريخ انظر الى هذه بعثة استكشاف تشاهد بها رجل الثلج المعذرة عفقرينو هل ستذهب البحث عن رجل الثلج نعم يا صديقي يجب ان نرى ذلك بانفسنا لا لا شكرا لك ليس بوجودي فهذا يخيفني دعك من ذلك لم تتوفر لنا فرصة كهذه للاستكشاف سنصبح من المشهورين لو نجحنا انا اخترأت طائرة لكل الاغراب ما رايك بها لا تبدو جميلة لكنها مفيدة و فغالة تبدو جميلة وقد اعجبت يا عفقرينو جميلة جدا هل تعتقد ذلك سنسافر حالما نستعد هه حقا سنذهب طابعا قرأنا صحيفة اليوم ادركنا ان عبقرينو سينطلق للبحث عن المخلوق الثلج العجيب ستكون رحلة جميلة مهلاً لسنا ذاهبين لنذهب لنقوم بلحث الأكاديمي نعرف ذلك سنعتني بك حتى تكرس كل وقتك للبحث هل نأتي معكم لا بس تستطيعون القدوم أهلاً بكم جميعاً هل أنت مستعدة الآن؟ هل سنصل إلى هناك بهذه الطائرة؟ سوف ترى يا كابول سنبحث الآن عن مصاري طارات النفاذة أربعين درجة لخط طول حيث ستقلن إلى هملايا بسرعة نار الآن إفريست أعلى قمة في العالم حيث يوجد رجل التلج كيف سنحبث بين الورتفاعة تستحيقا؟ لا تخلق على شيء يا سيدتي أهلاً 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 شكراً لكم شكراً لكم هل ترينا شيئاً يا ندين؟ لا شيء بعد أهلاً أليست هذه أثار أقدام أجل الثالج؟ دعوني أرى نظراً لحجم أثار الأخدامه فلابد أن طوله ستة أمتار وهل سنتابع هذه الأثار يا عبقرينو؟ يجب أن نكون حاضرين قد يهبط علينا في أي نهضة يا مشاكس يا إلهي سنرسل مجموعة استطلاعية ماذا سنفعل الآن؟ سنرسل مجموعة استطلاعية تستطلع المكان وتخبرونا فكرة رائعة، ما سنرسل يا عبقرينو؟ ومن سيكون؟ ليس أنا، فأنا أعجبان ما الذي تتحدث عنه؟ هذا أهم عمل في بعثتنا يجب أن تستطع المكان وتخبرنا وإلى لما أتيت معنا حسناً، هكذا تجري الأمور هيا نذهب يا مشاكس هيا لا لا أنا متسحب ماذا تقول؟ هذا أهم عمل في بعثتنا أعرف ذلك، ولكن أنت لست خائفاً؟ أرجوك أن تأتي معي يا مجاكس أرجوك إنها كبيرة جدا آثار الأقدام تنتهي هنا يعني أن نتسلق هذا هيا يا قبول هيا لنذهب هيا مجاكس يستحسن أن نقود الآن نظرا لضخامة الآثار لعل ما قال هو أبغرين صحيحا ما الذي تتحدث عنه هذا عمو عمل في بعثتنا سرصر هيا مهلا 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 أسرا يا قبول هيا أعلم لكن الهواء مخلخل هنا حسنا سأنتظرك هناك أه أه لن تخدعني يا قبول أحيانا تسبقني وأحيانا تكون ورائي بعيدا لا أفهم ماذا تقول فأنا ورائك طوال الوقت أه كنت أمامي قبل قليل وصلنا القمة يا مشاكس تعال يا مشاكس توجد هنا مرأة هذه متعة جميلة مرأة على قمة الجبل اه اه مشاكس تعال انظر إلى المرأة تعال هذه ليست مرأة يا أحمق لكنني مناقع بالمرأة مرأة تبا لك اعظم أه ما أبداً هل أنت بخير يا مشاكس؟ أوه أنك بارد جداً يا كعبول لكن لا تقلق إلي إلي؟ ستكون بخير لقد مررت بلحظات فضيع يا كعبول هذه هي حالة طارئة يستحسن أن نتوقف أن أودى للبيت فلننطلق هذا مضاقه جيد لقد تحسن كثيراً تحسنه ليس مخصوراً على الطبخ فهو يؤدي الأعمال البيتية بشكل أفضل لا، بالتأكيد أنه رائع أنت ملتفون جداً الآن يستمر هكذا للأبد رغم أن الغبي يستحق البخاء بالبيت سنعود للهملايا لنستميل هدف الكلب يليت شخصاً يكتشف آثار الأخبام هذه سيكون الجميع بخير طالما أستطيع الذهاب للبيت ساعد هبول صايد السمك في البحر ساعد صاد سمكة كبيرة تدهش الجميع قبول، قبول، استيقظ حان وقت صايد السمك صايد السمك بمثل هذا الوقت الوقت مبكر جداً طابت ليلتك حسناً هذا يناسبك، لا بأس عليك لو بخيت وحدك سأفعل ما تريده إن تركتني أنا بالآن يبدو أنني سأذهب وحدي، لا بأس لقد نمت جيداً الآن هل الفطور جاهز يا عبقرينو؟ أين ذهب؟ أخرج يا عبقرينو أين الفطور؟ أين الفطور يا عبقرينو؟ عبقرينو؟ تذكرت الآن ذهب لصيد السمك هذا الصباح وأنا بقيت هنا قبول، إياك أن تلمس الآلة في المختبر، إياك إياك إذن طلب مني ألا ألمسها لا تتجعل فضولك، يجب أن تلمسها هيا تقدم وألمسها هيا لا تلمسها يفترض بك أن تكون حارسا عليها وتبدل جميعا عنها هل ستأخون عبقارينو؟ هل أنت خائف؟ كن صادقا مع نفسك وفعل ما تشعر به هيا هيا تبا لك هل ترغمه على ارتكاب أفعال شغيرة؟ لا تلمسها لقد نسيت أمر معيدتي يا للأسف رائع يا كابول رائع طعام لذيذ أين عبقارينو؟ ما هذا؟ عبقارينو عبقارينو ذهبني صيد السمك ماذا؟ ماذا؟ يا إلهي طلبنا منه الاهتمام ببيوتنا أثناء غيابنا اليوم البيوت الثلاثة بنفس الوقت؟ نعم قال بأن نترك المسألة بين يديه وسيعتني بها نحن في مشكلة الآن لن نستطيع حضور الاجتماع ما لم يعتني أحد ببيوتنا هذا اليوم ولما لا تبقى كل واحدة في بيتها؟ أخبروني هذا مستحيل هذا مخيف لماذا لا نتركك عبول يعتني ببيوتنا بدلا منه؟ إنها فكرة رائعة جميلة ممتازة أنا أثني عليها فكرة ممتازة أنا منشغل بالعناية بهذا البيت ولا أستطيع التكافل بسويه ب賭 ها؟ حاضر ماذا أغسل لها الثياب ها؟ هل هذا ما قخضته بقولها؟ ماذرة؟ أحضرت الوردة حسب طلبك هل يوجد أحد؟ هذا بيت نادين أنا قادم 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 آسف أبغيتك منتظرة هل أستطيع المساعدة؟ لو سمحت يا سيد كعبول وقع لي على استلامك هذا مع جزيل الشكر والتقدير خاضر شكرا جزيلا تفضل إنها امرأة القوية فلم تجد صعوبة بحمل هذا زائرون إلى بيت سيد رفيعة مرة أخرى ها؟ هل يوجد أحدهم بالبيت أجيبه؟ أنا طريب البيت هل لي بالمساعدة؟ أريد للسيدة أن تشاهد كتيبة سياراتنا الجديدة فهم تريد أن نلقي رضا؟ سيدتي جميلة هل أنت بالبعيد؟ زائر جديد يجب أن أذهب إلى بيت سيدة جميلة هاي ماذا بشأن الكتيبة؟ مغذرة هل لي أن أساعدك؟ رائع، أتيت لاستلام تبرعها تبرع؟ دعم، فقد وعدتني اليوم أن أستلم تبرعها للجمعية الخيرية ادفع ولكن... لا أظنها أبلغت مسؤول البيت بأن يرفض الدفع ما عليك إلا أن تدفع هيا إن قالت ذلك سأدفعها هذا لطف المينك شكرا أه، وجب أن لا أتطوع للقيام بأمر كهذا مشاكس؟ إنه مكان مريح، قابل يصرف انتظر يجب أن أذهب لبيت نادين أنت، أنا توجد، قابل، قابلN دستين إذن بصدا كالبالة الاهين عودت نادين أليس كذلك؟ نmpfen، لuerdoثش، لدي جسم واحد ويضاي فضل هذا صحيح طلب مني، ابقرينو أن لا ألمسك لكنها حالة طارئة، أريدك أن تساعدني موافق؟ نعم سيدي انه يتحرك ابقرين يصنع اشياء يمكن الاعتماد عليها كن حذرا انطلق حاضر سيدي هل انت بخير؟ مرحبا بك في بيتنا هل تريد تناول شيء؟ ما الذي يتحدث عنه؟ هل بامكانك الاعتناء بثلاثة منازل؟ امر بسيط استطيع استقلال وقتي بهذا انت ذكي انت ذكي وانا اعتمد عليك نعم امر بسيط بسيط جدا انت الوقت ويستحسن مسرع مالا يا هذا مالا انك تدير الشك الا استلسة اناخر دعني اذهب استحيل له بالنطل بالنطل والنطل بالنطل بالنطل مالا��زم هذه قضية جنائية الاخير او خفا لا دروره لا دروره ان تفعل ذلك اسمت طبطوه متلبسا بالجرم هل تتدمر مع شيء انت الوقت يستحصل وانا ارهب الى العمل هيا هيا الى العمل الى العمل احدهم بالباب سأسرع المعذرة مرحبا بك اتيت لأسأل عن الاتجاهات في هذه المنطقة استمتع بمشروب بارد استره وتصرفك انك ببيتك هيا تناول جيدا تاب الشر ها 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 لا 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 سعيد سعيد بباري سعيد لا 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 انتهى الوقت يستحصل ان اسرع لا 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 لقد استمتعت حقا بوقتي لا كان رائعا كله كنا هنا الصيد السمك جعلك تتجاهر ضيوفك يا سيد عبقرينو كان صيدي من السمك رائعا كما تراين ملأم ما هذا يا له من عالم صاخر تبا لك توقف كافة تقال هنا تقال هنا تقال هنا كعبول كعبول أين كعبول انتظر 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 كيف ستتعود علينا هذا انت مسؤولا عن هذا يا عبقرينو يا للإزعاج لقد أصيب الروبوت بعطب وخلل ولكني تركته سليما ها كعبول 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 لا بد انك انت ضربت الروبوت على رأسه بشدة ها ها هذه التحفة لكن لم تكتمل بعض ماذا انا الا اتذكر اني ضربته اوه 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 صح كعبول اوه انا اسف اسف اوه 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 ماذا اوه 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 بريد بريد هذه من وردة أبقرينو لقد تلقينا مسالة فهمت ماذا تقول أسرع وقرأ هل وقع لها شيء اهدأ سأقرأها لك اسمع تعال وذرني بين الحين والآخر أشعر بالوحدة ألو المكالمة لك ألو عبقرينو يتكلم هذه العمك هل استلمت رسالتي نعم وأنا أقعها الآن نجالة قوية ونشيطة ألو تقبل قرأتها ما الذي تتحدث عنه أنا لست قوية أبدا ولست بغير لكنك لا تزورني أبدا ولا تسأل عني آسف آسف يا أمي لم أعرف ذلك دعك من ذلك فقد قرأت رسالة الآن تصلوب الكتفين يسبب تشوشا في أذني وعيني ها أنت تبالغين يا أمي تبالغين بست مبالغة اسمع الكلام يا ولد حسنا يا أمي حسنا لازالت عريفة وقوية وأنت تسير على خطها تماما ماذا؟ ماذا؟ قبل فوات الأوام يا بني حسنا سأرسل كعبول أولا وأتي أنا لاحقا سأقفل الخط الآن وداعا إلى اللقاء يا أمي قريبا إلى اللقاء كعبول هل سمعت ما قلت على الهاتف ستذهل لتطمئن عليها ها؟ الآن؟ نعم الآن لا أريد الذهاب أنت متعبون جدا يا عبقرين إلى اللقاء كعبول انتظر لحظة ألم تتذوق فطيرة أمي فطيرة تفاح تفاح؟ نعم وفطيرتها متميزة سأطلب منها أن تعد لك فطيرة شهية ما رأيك بها؟ إذا لسأذهب لأعطيك الانتظار الذي إذا نذير كعبول هل أنت متأكد أنك تحمل هدية أمي؟ وما هي؟ الجهاز صغير لتدليك كتفيها فهمت فهمت لكن إياك أن تستغرق وقتا طويلا وتهدر الوقت بالطريقة حسنا أدعوني بالتوفيق لا تنسى لديهم شطائر شهية بالبلد التالي أخشى أن تعرج عليها لا تقلق معيدتي ممتنئة الآن إلى اللقاء إلى اللقاء انتبه لنفسك واحضر اللصوص والنشالية كعبول كلب ذكي يستطيع تنميز الأخير من الأشرار انتمه للسيارات واحضر النشالين يا كعبول يفترض أن أسجير هنا انتبه يا هذا أين كنت تنظر؟ انظر ما فعلته بهذا الشيء الثمين يا هذا انظر شيء كالثمين؟ يا مستر بومبوم اسمي كعبول وليس بومبوم وأنا بطريقي لبيتي السيدة وردة لأسلم لها هذا الشيء المهم أفهمت؟ إلى اللقاء كلب ينجز للصاحبي مهم ما قال بأنه شيء مهم سيكون عدفي هذا اليوم رائحة على ذيذة سأصبر هذه المرة فهمت سأجرب فيه تلك الحيلة ما هذه؟ مرحبا سيد كعبول تسعدني رؤيتك ثانية أعتذر عن فضضتي ما رأيك بشطيرة اللحم هذه؟ سأدفع ثمنها ماذا؟ طبعا وهذه متميزة عن غيرها من شطائر اللحم تبدو نذيذة وأنا مغرم بالشطائر يسعدني سماع ذلك لكن يجب أن أسنع لتسليم الهدية أيمكنك التأخر دقيقة؟ لا ما ما رأيك بالبوغة يا كعبول لا زيذة صحتي فهمت سأختصر طريق وأوقعه في كمين ذلك البومبوم لم أتعب من عمال كهذا أظنه كبر السن أبلغته بأني مريضة كي يعذبه ضميره هذا الولد الشقي يجب أن تبدو غرفتي في فوضة مرحبا كيف حالك؟ من أنت؟ لا تقلقي لا تقلقي فلن أذيك سأسألك شيئا تسألوني؟ نعم هل تسكنين وحدك هنا؟ طبعا لوحده لابد أنه قاس على سيدة مثلك لا فأنا معتاد عليه أنت لا تفهمين ولا تدركين ماذا لو وقع لك؟ ماذا؟ 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 إنها بالبيت؟ كيف حالك يا جدة؟ كما ترى في حالة سيئة جدا إنها مجرد حالة تصل بالكتفين فقط آه عبقرينة هل أحضرت لي شيئا مهمة؟ نعم هذا لك هذا هو أعطني إياه يداك كبيرتان جدا لأنني أقوم بالأعمال المنزلية لماذا لا تظهرين وجهك لي؟ رأية وجهي لتسر الخاطر ما الذي تتحدثين؟ لم نر بعضنا منذ فترة يا جدة ماذا داك يدها الجدة؟ ماذا جرى لك أيها الجدة؟ أنا آسفة أتركني الآن لأني أريد النوم ضع الهدية على الطاولة وانصرف لكنني وصلت الآن أسرع حسنا ودعا الآن انتبهي لنفسك هذا كل ما أردته لقد نسيت شيئا أين فضيرة التفاح؟ ماذا؟ تبذينا فشيغا شكرا على المديح أنت صحب محل بيع الشطائر؟ دعم أنا لص خل أنا لص ولست وردة ادخل هنا ابقى مع وردة هنا حتى تهدى الهدية لي ماذا هنا يا ترى؟ يسحسن أن أبقى في الفراش مرحبا هذا أنا يا أمي هل أنت في الفراش؟ أنا لست بقير أعاني من برد شديد فلا تقترب مني اتركني وانصرف لم تكلمينني بهذه اللهجة؟ أنت طلبت مني الحضور انظروا إلي يا أمي بالمناسبة أينك عبول؟ آه كابول أحضر لي شيء من صرف أنا طلبت منه إحضاره لك وقلت له سألحق به ما هو؟ هذا جهاز تدريك يا إلهي جهاز تدريك لا تقلقي إنه عملي جدا سأريك الآن كيف يعمل لكن؟ لا تقلقي انهضي فقط انهضي سأريك كيف يعمل الآن هيا نفاضي فقط أرأيتي هل يناسب فيها؟ يدغت يدغت مستحيل لا حسنا سأزيد من سرعته آه هاتش كفا قريب هل تنبت لك لحية يا أمي؟ ما الذي تتحدث عنه؟ أنا لحية؟ لكنني رأيت وجهك ملا؟ اه؟ أنا أوليس؟ أمي وكعبول؟ لا تدركوا يا عبقرينو نعم فقد ألقى بنا في القابو ليسرق هدية أمك لي على الحقها أنا ذا أشغله هيا يا عبقرينو هيا أمتاز يا عبقرينو لا استطيع الاتبعنان الآن نعم وأمي قد أعجبها جهاز التدليق فهو يناسبها أبقرينو تعال وانساعدني ماذا يجري؟ قلتني يا عبقرينو نحن في ورطة هنا هذه هديتك الجميلة؟ ولكنك لا تقسمين استعماله لا تكلم أمك هكذا هل تمازحني؟ عيب عليك هذا لكني اخترعته لكي لا ينفعني جهاز عادي جداً تعمل؟ لا تتحول ضده فقط أخرجني من القبو بالمناسبة أعددت لك شيئاً رائعاً حقاً نعم بسرحة يا ورده يا ورده يا ورده يا ورده كعبول ورده هديتي إليك ورده اللقوفة تسلم وتسلم الكتفين ورده ورده يا ورده يا فطيراً يا فطيراً يا فطيراً يا فطيراً كن محاضراً يا عبقرينو ماذا يجري يا هشام؟ استعرت هذه من صديقاً لي لمدة أسبوع أليست هذه أدوات الغولف؟ نعم تمنيت ممارسة الغولف غولف كنت أقرمية رائعة وأنا شاب قدم لدي أمثلة أمثلة جيدة حدد هدفك أولاً ثم حدق في كرتك ثم لوح بالعصى ها؟ هكذا أين الكرة؟ حسناً سأحاول أنا أيضاً حدق في كرتك واحد إثنان ثلاث ها؟ إذا درس جيد لي لا أحب الغولف تخلّصوا منها تخلّصوا منها هيا مهلاً خابول مهلاً هذه جديدة خسار أنت تخلّص منها لا مستحيل لن تستفيد أبدا مما تصنعه سنتخلص منها يا عبقرينو هل تتمرن الآن؟ اسمي زينة وأنا مدربة القلف الأولى في النادي لابد أنك مشهور يا كعبون لا أعتقد وأنا لمشهور ولابد أنك سيد عبقرينو ما هو شعورك وأنت تستخدم هذه المدارب الشعوري شعور رائع ستعقد دورة تدريبية ونريدكم أن تشترك في مباراة الافتتاح ما رأيكم ها؟ يا إلهي أنا أسفة جدا أريد لعب القلف أيضا كل الجيران فرحونا بها رجاء أن تتمرنوا كثيرا كي تروحوا الكثير من الجوائل ها يبدو أننا سنشتركوا بهذا لابد من هذا ها ستشترك ثانية ستفتح دورة جولف جديدة في يومنا ما رأيكم بالاشتراك في حفل الافتتاح ما فضلوا؟ هذه رياضة أردت ممارستها وأنا أيضا لدينا مضارب وقرات كثيرة وكلها بالمجان ليس بات ذلك كلها بالمجان أهلا نتبهوا هل بإمكان المحاولة؟ أنا أريد القيامة بذلك أنا لو أحسن هذا الشيء القلف جيد لصحاتك وهي رياضة محببة جدا أستطيعوا ممارستها الآن هذه الغتة لا هل نجمع الشطائرة هنا ونسقطوا جميعا حسنا هذا يا كثير من يبدو أولا؟ أنا أحب القلف لكن لم أمارسها من قبل سيدة رفيعة هل تودينا المحاولة؟ لا بأس عليك إن جربتي أنا؟ لأكدك لن تعرف وجه قرتي لا أصلح لهذه الرياضة الصعبة استريح يا سيدة رفيعة لماذا لا تحاوليني ندير؟ حسنا أنا رياضيات جيدة الآن ماذا تريد؟ إني أخذ غفة إنك لا تحسنين اللعب راقبيني هنضرب حان دوري وسوف نرى حدث لي كرتك ما هذه القطرة؟ صاب التراب لم يصب الكرة تب النقل رأيت؟ صابوا نضربوا شيء لا يتحرك يا كامول سأبدي لرأس المدرب بشيء آخر رأيت؟ هل أخذست بها؟ لكن؟ ليس بهذه المضارب هذا ليس عدلاً إنك تستحق ذلك لا تضايقني أبداً لماذا هنا الكرات كثيرة؟ ترجمة نانسيami ترجمة نانسيتي يرجح يرجح рыв الكلب لا يأكل كرة الغرف أيضا افضل شكل لكرة تمرين وقد حققته بعد جاهد تستطيع روية مسار و بعد الرمية دون اطلاق الكرة بعيدا تظهر النقاط مسار الكرة كانت رميتم جيدا ايههها أيهاك عبول راعم لا يا معالاo لقد من شستها بنا الراعمة عن موضوع جعلت و تمرين لبين و نacaktير في القرى دعني اجرب لا أجرب تفضلي يا نديد لا شيء يحدث هنا اين ذهب supporters القرى معي بورا ميتي unos طلقي الوراء بدل من الأمام ماذا؟ لا لك يا نتيب سأحاول إن كان يناسبك يا عبقرينو ولما لا؟ ماذا يجري هنا؟ إنها ترتد للوراء تخبرك بأن رنيتك يا صارت شجرة وترتد الآن شجرة لم أحرف ذلك هذا جيد يا عبقرينو لكن أريد رؤية كرة تنطلق في الملعب لها على الشاشة في الملعب يكون اللعب أفضل صحيح حسنا حسنا لدي فكرة سيداتي سادتي اجتمعنا اليوم بناء على اقتراح عبقرينو بحيث تضربون كراتكم دون أي تعوائق هيا ننهو ونلوح بالمضارب غولف ها؟ لما لا ننضم إليهم على سبيل التغيير؟ صارت فلان حسنا هيا ننطلق رجال سيداتي سادتي شكرا على قدومكم اليوم كلكم مدعوونا اليوم ونجو أن تستمتعوا معنا السيد عبقرينو سيدرب الضربة الأولى مفتتحا الدورة سيداتي وسادتي لا يشرفني القيام بهذا أرجو أن تصيب الهدف نقطة كاملة جلنة أحذبان رائع 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 لا أخذ يسجل مثل هذه النقطة أبدا إذا أصاب الهدف فلما لا أنجح أنا؟ كعبول يريد أن ينافسني لقطة كاملة أخرى هناك خطأ النار إنه مريء بالحفر ما رأيك بهذا؟ الجميع يصبحون لاعبي غولف ماهريين بهذه الطريقة مجاكس؟ هل أنت الذي فعل كل هذا؟ الحفر ولكن لما فرشا بكورتك لماذا إذا لا تدخل في أي حفرة؟ لأنك لست ماهرا مجاكس يجب أن تعتذر لن أعتذر آسف ولكن لن أعتذر كذلك رائعاً حقاً أنا سعيد بأنه أعجبك فهو مطعم أردت تدوخ طعامه والحسن الحظ لن يخيب أملك أحسدك عبول على شهيته تناول خمسة أطباق للنقالق لم أكن أعد النقالق ولا الصحول لابد أنك شبات يكابل أليس كذلك؟ لا لم أشبه حصبني ألتهام خمسة أطباق أخرى وكما يقول المثل كثرة الطعام بدون تمرين تجعلك كلباً مميلاً سوف أجرب يبدو مسلياً هيا تقدم هشام حسناً أنا أولاً هل تريد أن تجرب قواتك يا عبقرينو؟ لا بأسا بك دعني أجرب أنا أيضاً حذري من إذاء ظهرك يا عبقرينو لا تقلقي كنت ملاكماً جيداً في الجامعة كنت أفضل منك يا عبقرينو أنا متواعق قليلاً اليوم وأنا سأجربه أيضاً حوالي 200 كيلوغرام؟ يستطيع كابول أن يكون ملاكماً بالوزن الثقيل لا تعرف هذا من قابل لماذا لا تشترك في ملاكمات المحترفين قد تصبح بطلاً يا كابول؟ هذا ما فكرت فيه طويلاً ظني يخبرني بأن أمراً سيئاً سيحدث واحد اثنان هذه لكمة مباشرة وهذه لكمة أيضاً انتبه يا مشاكس لكمة الثانية موجهة للذقن انتبه جيداً يا مشاكس لقد زاد أقلك منذ بدأت ممارسة الملاكمة يزداد جوعي كلما تمرنت أكثر لقد كبر حجمك خف على الميزان لتعرف كم زاد وزنك حاضر 190 رطلاً من الأوزان الثقيلة ما معنى ذلك؟ يعني فئة الملاكمة للوزن الثقيل ألا تعرفوا مايك تايسون أو فرانك برونو إنهما من هذه الفئة يا كابول سمعت بأن بطل وزن الوسط الرجل الغوريلا جاء إلى المدينة للبحث عن متحد له يا كابول احذر هذا هو الرجل الغوريلا مكتوب بأن الفائزة بالمباراة سيحصل على مؤونة سنة من النقانق سنة أرغب بمنازلة هذا الرجل في حلبة الملاكمة يحسن أن لا تفعل فالذكي لا يعرض حياته للخطر لأجل النقانق رخيصة يا كابول أنا لست ذكياً جداً أرجوك أن تحولني إلى مناكم أقوى اسمعك يا كابول يستحسن أن تخفض وزنك إلى 160 رطلاً خلال أسبوع حتى تتأهل للمباراة أي بمعدل 30 رطلاً في الأسبوع هل فهمت؟ مستحيل على شرح المثلك أن يفعل ذلك ستراني 30 رطلاً هل أنت متأكد؟ حسناً سأطعبك كثيراً لا أريدك أن تندم على المحاولة هيا استعد ها يا هيا أهمك يا عبقرين سأفعل ما تريد يا سلام رائح تبدو كصالة ملاكمة أصبحت ممكنة بفضل تقنية الحديثة لا أريد تلاف أي منها يا كابول أين نبدأ؟ لنتمرن على الملاكمة الوحمية حسناً أعرف كيف أفعلها هذا يدعى بالعرض الخيالي ملاكمة خيالية وليست حقيقية ها؟ سأشغل الجهاز عرض خيالي ما معناه؟ ببساطة نعرض ظلاً في الهواء بينما تشغل المقبض يظهر ظلك على الحلمة يبدو كالشبح بينما تنازل ظلك تكتشف أنه أشد فعالية من التمرن لوحدك ها؟ هيا سنفعل إنك تقلد حركاتي حسناً سنغير طول الموجة لتكون الحركات مختلفة الآن أيها ماكرا تهاجم فجأة؟ ما رأيك بهذا؟ خذ خذ أحسنت يا كابول أحسنت سوف أزيد قوة الظل عرضاً سايداً موفقاً ظلي قد طرحني على الأرض اسمع كابول هذا يدعى بالكيس المرافق حينما تلكمه يرد لك اللاكمة هيا جرب لمرة واحدة فهو يصبح للتمرين هيا ماذا حدث؟ الكيس يعكس مدى خوة لكمتك معناها أن لكمتك ضعيفة جداً هيا ضربه بشدة ولا سيسخر من خوتك هيا حاضر بكل خوتك وحماسك أوقف ذلك أوقف ذلك فأنه يذق ضغني أوقفه أوقف ذلك أوقف ذلك أوقف ذلك شكراً شكراً لك يا عبقرينو أوقف ذلك أوقف ذلك أوقف ذلك أوقف ذلك أوقف ذلك ما الذي أجل هنا حين أن يخدم؟ نوذكر احتماله إذا أخذت بالحسبان وضعك الحالي سأعدي بالخروج من فضلك أبطرينو أوه أوقف ذلك أوقف ذلك أوقف ذلك أوقف ذلك كيف تشعر لهذا تعبو؟ أنا لشك هكذا، هذا ما تبقى مني اسمع، أبذل أن أبوصوكما بلا تخفض نائز، أستطيع التعادل معك الآن حسنا، إنها ضربة قاضية كابول، هذا أنت بخير؟ لقد أصبح خف وزنا، فقد شهيته منذ ناقص وزنه، أصبح يشبه ورخة الشجر سوف أهزمه وأصبح البطل هذه محاولتنا الأخيرة تناول الخليل من هذه قبل ذهبك، يفترض بها أن تشعرك أخف مما أنت عليه بحيث لا تصدم من لكمات الرجل غوريلا، خذ عند الزاوية الحمراء، يقف بطل العالم السابق، الرجل الغوريلا عند الزاوية الزرقاء، سيد كابول، المتحد للبطل مباراة قوية، مباراة اليوم، الجولة الأولى إنه يلقض إلى كابول هو الرجمة ستكون قوية، فعل الرجمة قوية هو الرجمة تظهر، لا ماذا الكابول؟ كابول ينهزم، يتراجع إلى الخلف الله أفا جول, الرجل يمطل يقع على الأرض يمهب الرجل موريلا لدلة من إلي كعبول يفضأ أين كعبول أين كعبول أين كعبول يا عبول يحلق الوضاء يا عبول آه الرجل مريحة الرجل يصمد إنه يصمد ما عليك يا عبول ملمة ما رفضك رايو حاول واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة ثمانية ستة عشرة يا عبول يا عبول يا عبول يا عبول يا عبول يا عبول ممي ممي هل أستطيع الاعتزال الآن؟ ممي رائع عمر penal محترف جداً مرحباً قريباً هل كان ذلك مقصوداً؟ بالطبع لا أنا أسف جداً سيدة رفيعة إنني لا أخطو الهدف أبداً أنا متأكد أنني أستطيع الفوز في المصرخة سيد الأرانب تفضل تفضل ستعتبد النتيجة على كعبولا؟ نعتبد على حاسة الشم لديك لتدلني على المرانب لا أخفيك إنني بدأت أعتاد على حياة المدينة المريحة ولهذا لا أستطيع أن أعيدك بالشيء حسناً دعني أرى ماذا يمكن أن تناول من المشاهيات رائحة رائحة جميلة جداً ما؟ لسيت رائحة؟ لسيت ماذا؟ لا يمكنني الاعتباد عليك إذن قرانب قرانب مشarla一次 بهذا بأس هذا آه هل أخطأت في شيء؟ هذه رائحة الجياد لعلي أقللت من الجزار جزار 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 ها حسنا ها حسنا هذه هي رائحة الأراني بلورية الآن يجب أن ندعى كعبولي شمها يجب أن أفوز في مسابقة الصيد اليوم فعنداء الرأم الماهر لا مثيل لي في الصباق يجب أن أملأ معذتي الآن كعبول ماذا بك كعبول كيف سستتمكن من استخدام أنفك ومعدتكم امتالية ها لا بالعكس لنا تمكن من خوض المعركة ومعدة خاوية إذن خوض ما هذه الرائحة لا أعتقد أن كلبي عديم الفائدة إنك تستحضر سورة الأرانب أحسنت لقد اخترعت هذه الرائحة حتى تحفظ رائحة الأرانب يجب أن تساعدني في العثور على أكبر عدد من الأرانب اليوم مرفوم كعبول ها لا تنسى هذا يوم جميل ما أجمل الصيد اليوم يا كابول وما أجمل الأرانب يا صديقي عبقرينو كعبول لا أحد هنا ما هذا يا ترى راحته ذكية وشهية لابد أن هذا العطل من اختراع عبقرينو صحيح هناك سباق صيد اليوم قال عبقرينو إنه ما سنشاركاني به سأذهب لأتفرج لحظة سنستمتع كثيرا مرحبا بكم مهلا بالجري صباح الخير عبقرينو أرجو أن تقوم فلة بعمل راية اليوم صحيح يا فلة كفاك كفاك لا أحب ذلك الكلب البدير أنا أسف بالفعل يا صدقائي لأن كلب فلفل سيفوز بجائزة المسابقة لأفضل كلب أكره كوني كلب ها هما هنا نعم أغلنوا بدأ السباق على كل متسابق أن ينتظر حتى يحاصر كلبه أرنبا والآن نحاول كل منا أن يكون في اتل البلدة فأمكسوا هنا وأطاقبهم ودوروا ها 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 انتهрам ها 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 انظkar المشاكل ها انظêm ها إثناء س ü يحلل مشاكس مدى السيبار استدار مطلق ميا يا خبول لا تبايع الوقت كم من الوقت سيستغرقونا ليشموا رايحة الأرانب صحيح علبة احتراع عبقرينو نعم ها Pensua اطلب الكلاب اتهتهم في اتجاهنا ملاحبا! أوه؟ مهذه الكلار؟ النشطة! النشطة! ابتعد وعدني! ابتعد وعدني! ابتعد وعدني! ابتعد وعدني! لابدانهم وجديدارنبان! يا اللهي هذه رائحة أرانب يجب أن نتذكر شيئا هذه هي الرائحة التي اخترعها عبقرينو نعم هذه هي الرائحة لن تخدعني فهمت هذه هي رائحة الأرانب الحقيقية نعم أين أنت إيتها الأرانب أرانب أرانب مشاكس قال لي أحدث هنا هذه السلت زرقوها عربتي يا إلهي مهامة عمو كما تلغي السماء ماذا كل ما في الامر؟ نسألت هيدا؟ إذا رايحكو ذكية جدا؟ أقدم بحاجة جدا؟ أقاري كان؟ ماذا؟ ماذا؟ سفراتك و grabب والدي شاوة القومة قطر القومة قطر القومة أعلن الغاء السباق كان ذلك منهكاً بالفعل كل هذا بسبب العطر الذي اخترعته ماذا تقول؟ كان يجب أن تثق بحصتي شم كلبك كابول هوينا عليكم ما أصدقائي؟ مشاكس؟ مزاج مزاج كل هذا بسببك انتظر انتظر مشاكس انتظر انتظر عليكم يا تقول أنا سأمثل أميرة بغداد رائعك جميلة يا ربي بثل الآن أحداث ألف وليلة وليلة أنا سندي باندر بحار وأنا غلاء الديني صاحب المصباح إذن أنا سأمثل دور الساحر المشاكس ماذا؟ يبدو لي أنه دور أفضل سأمثل أنا دور الساحر هذا ظلم معه حق فالسحر يؤدي دوره لا أنا الساحر أنا الساحر أنا الساحر كعبول ماذا؟ سأمثله حسنا يا كعبول حان دورك الآن تفضل وقم بالتمثيل شكرا مشاكس؟ هيا نبدأ علاء الدين ستبني قصرا جميلا ما رأيكم؟ من أنا؟ علاء الدين يفعل ما تطلبه الأميرة يا مشاكس لحسن الحظ تكليت عن الدور هذا جيد هيا أخرج يا خادم المصباح حال دور الآن ها أنا ها أنا مريدو كانت شهيدة قصرا للأميرة مفهوم؟ لماذا أنا دائما آسف آسف لكنني لن أفعل هيا يا كعبول ستفعل ما يطلبه منك يا كعبول وإلا سحبنا الدورة منك ما رأيكم؟ ماذا؟ حاضر سيدتي لماذا لا نبحث عن شيء نسلي أنفسنا به؟ هيا تفضلا لكي نبحث عن شيء فكرة جيدة أنا في ورطة آه ما هذا؟ قصر الأميرة بشع جدا هذا أفضل ما أستطيعه ما لم يعجبها لذا قاعد بناءه هيا بسرعة ولا أن تفضلي يا أميرة شكرا للاذهب لماذا هكذا دائما؟ نمت جيدا لماذا الثوب هنا؟ أين أنا؟ يبدو أنها نادين سأراقبها من هنا نعم إنهم قطاع طرق نصوص هيا يا صديقي كلمة السر افتح سمسم ماذا؟ 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 لابد أنهم ليضووا للصري شريران هذا كله لنا جنيان؟ ما الأمر يا صديقي أظن أني سمعت شيئا عسنا إنه يوم مساعدي عباب 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 رائع هذا من النوع الممتاز جدا لقد شبعت الآن وأخذت كفاية من العظام ماذا سأفعل سأأخذ عشائي يجب أن أقول سر لأفتح هذا افتح يا كاك بسكر أليس فستقا مختلف افتح يا جوز الهد يا جوز الهد يا فتك إنه لا يفتح سيقتل للنصوص ما لم أخرج لا بد من وجود مخرج آخر المكان مضلق هنا هناك مصباح سأشعل هذا إنه متسخ جدا مشاكس أنا خادم المصباح بخدمتك هل أنت خادم المصباح؟ الخادم الذي ينبي طلباتي صاحب المصباح؟ نعم يا سيدي مرني ماذا أقول لأفتح باب الكاف؟ ماذا أقول ها؟ لا تحتاج لأي كلام ما قد قمت بعمل رائع شكرا يا مشاكس أقصد أيها الخادم عد لي شيئا يأخذني إلى المدينة من فضلك حاضر سيدي تفضل هذا هو البصاط الطائر ودعني الآن سأعود إلى هنا فورا افرق المصباح كلما يردتني حسنا هيا نسافر إلى بغداد هيا هيا يا كعبول لا بد أنها بغداد جميلة هناك أناس كثيرون أصبحت ابنتنا جميلة جدا وهو كذلك يا عزيزتي ماذا؟ ماذا؟ مرحبا مرحبا لا تقلق لن أؤذي أحد أبي لا بد أنه اسمي كعبول كيف حالك؟ يا للأمير الجميل لك عندي شيء جميل أخرج أيها الساحر أخرج أيها الساحر أخرج أيها الساحر أرعي ماذا يعمر سيدي؟ أيها الخادم قدم للأميرة الجميلة عقدا من الجواهر حالا يا سيدي هدية بسيطة مني إله جميل يناسبك تماما يا حبيبتي أشكرك على لطفك تجاه ابنتي ساو كافيك على هذا إن كنت حكاية خيالية فإني أطلب يد الأميرة سأكون سعيدة جدا ماذا ستقولين؟ إنه وسيم جسمه قوي انتظرت طويلا شخصا مثله لكنه كلب آه لا بد أنه كلب شرير وقد أفضل على بلاتنا يا سيدي عليكم بهذا الأحمر مهلا مهلا أرجوك لا تفعل أيها الخادم افعل شيئا اسرع وخلصني بسيطة أن أخبرك لا أستطيع التأثير بأكثر كثنات طلبات لا أستطيع مساعدتك وداعك دماذا دماذا يا مشاك السرع أين أنا؟ أنا يسمعني أحد؟ أريد الخروج أريد الخروج من هنا أخرجني من فضلك أرجوك أخرجني أنت أصمت أصمت أنت وأخرجني لا ضرورة للصراخ يا بني ستخرج غدا لتنال جزائك ماذا؟ صفاح الغد؟ أموت من الجوع أموت من الجوع يا ليتني أشرع معيدتي كامول أعتذر عن كل ما فعل هو أبي بك أخرج وأخذني معك حينما رأيتك الأول مرة أنا أهلا أهلا بالعميرة أموت لن تتظر حتى الغد ستنال عقابك الآن توقف أطلقه السراحة لو كان ساحرا لهرب من هنا بسهولة واستخدم حيلة أبي الحبيب ابنتي أعتذر يا كامول بعد أن أعرفنا مشاعر ابنتنا نحوك يسرنا أن تتزوجها وتحل مكاني ما رأيك ها؟ إذا أصررت على ذلك فأنا موافق آه كامول أميراتي آه كامول أميراتي آه كامول آهوا أميراتي ماذا تفعل؟ أميراتي آه ماذا تفعله؟ ما هذا؟ ما هذا الغبي؟ كلف ستبغى كلف لن يمنعني أحد من الأحلام إطلاقا سأنام وأحلم الحلم الذي أريد وبطريقته وأنا أحبك لا أريد لكم أحلاما مزعجا تفاح كل هذه الفواكه مليئة بالفيتامين يا كابول 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 هل سعطى للطبق العلوي للأحظة آسف آسف جدا سأذهب إلى مدينة الألعاب لم تستخرق كثيرا مجرد ثوانا هي أسرع ما الذي يسحى إليه كابول لم أعرف أنك قوي وترفع كل هذا الأثاث أيها الغبال لا أرفع سيئة كلها سقطت علي يا خريشي هيا حقا لا أعرف من أين سأبدأ أسرع كابول حسنا سأبعد هذا أولا ما تسرع لا خريشي من هنا أولا وجب أن تبلغني من قبل يا عبقرينو أوقعتني في إلاء السمك كنت أحاول إبعادها هلأ أبعدتها عني يا كابول لو سمحت أبعدها عني ماذا أنا كنت سأقول مرحبا كابول مرحبا كابول هشام هشام أنا قادم أنا قادم سأنزل إليك فورا لا يا كابول المدينة مقفلة اليوم إلى اللقاء إلى اللقاء كابيلو ماذا كل شيء المعدن الآن سعتني بهذا وأنت تقوم بواجباتك اليومية لدي بحث نجيه الآن عدنا ثانية عدنا ثانية لعبقرين وأعماله ثانية لم أعرف أنها لدينا الكثير منها قابول أنا ممتن لتعاونك أنا مشغل بعملي لذا عليك أن تنظف البيت جديد ما هذا يا عبقرينو أنا الذي أنظف دائما إلى أين ستذهب؟ قدنا معك ها؟ هل ستلميها بعيدا يا كابول؟ أتعرف لها مكان مناسبا؟ نعم، كان فسيحا وجميلا استدر إلى يمين مكان فسيح بالتأكيد يبدو بخير، هيا لنسرم الغصير، هيا هيا، 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 هيا هيه أنتم هناك، لا تستطيعوا تركه هنا إطلاقاً هذا متنزه وليست أرض نفاية خذوا معك أنا البيت هيه حاضر حاضر ماذا سنفعل الآن؟ ما رأيك هشام؟ سنفتش عن مكان آخر سنجد مكان قريباً هاي الشرطي خلفنا يبدو أنهم يجمعون الأثاث القديم هل تأخذ الأثاث القديم أطلب منهم أخذ أثاثك القديم لماذا لا يا سيدتي جاء هذا بوقته مناسب لا نحتاج لهذا وقد كبر ابني شكرا جزيلا هذه هدية لك سأتخلص الأثاث القديم نحن نصد جامعي خردة يا سيدات ما هذا وهذه هدية أخرى لك شكرا هذا نطف منك إلى اللقاء شكرا شكرا إلى اللقاء كابول ابتعد من هنا ابتعد من هنا يا سيداتي ابتعد من هنا ابتعد من هنا ابتعد من هنا انا تستطيع أن تسرع أكثر؟ حظرني اه 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 نحن نسابه نريد مكانك نسيحا اه اين سنعطي بي اخذ اه 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 اين سننفذيها الان سنحرقها نستطيع ان نحرقها الان اه اه فكرة رائعة ولكني اشك بقدرتك على اشعال النار لا نستطيع ان نفعل سوى هذا لاننا لا نحمل اتقابا اه 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 اعرفت ان ذلك مستحيل بدأت اه احس بالجوع ولا استطيع ان اكمل العمل ها اليس معنا كعك كعك اه اسف لقد التهمتها كلها ها ماذا فعلت اه اه يا غبي اه كامول انك تشتعل غضبا لا نحتاج الى ثقاف اه 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 كامول انظر هناك انظر اه ها ها يبدو انهم يمرحون احب لاندي ماما اليهم الان ها احب لانا ايضا احشاف هيا لنحرخ الاساسة في الحال لا سوف نعمل منه حديقة للالعاب حسناً 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 لقد حققت عملاً رائعاً يا عبقرينو وأنت أيضاً يا كابول حققت عملاً رائعاً أيضاً عبقرينو هو المتفوق في مجالي دائماً وأبداً رائع كالمفتاس شكراً 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 ، يا عبقرينو، يا عبقرينو كثيرًا، كثيرًا كثيرًا أهلاً وفق الحاكم على إجازتها كحديقة تسلية العامة للأطفال كي يسعدوا ويبرحوا بيها ميساكوز ميساكوز هل سمعتم الخبر السعيد؟ لا 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 فرصاكوز أوه السعيد يا إلهي سنفي قرية أجمل منها بكثير رائع مدهش هذا أفضل افتراعاتي مزيجاً من مواد مستخلصة من أرجاء العالم كله سأخلط هذا مع الباقي ويكون الناتج رائعاً هذا هو عصير استعادة الشباب مهو قوي جداً إن جسمي يرتعش على كل حال سأشرب هذا ما الأمر؟ الأخطأت بكميات أشعر بحرارة مرتفعة أشعر بحقاً يا إلهي ماذا حصلني؟ محبقرين لا يفعل شيئاً حينما ينشغل في تجاربه لذا فأنا أعد الوجبات دائماً صوتي يبدو غريباً شعري شعري كثباً جداً يا إلهي يا إلهي يعني لا خد نجاح أمر رائعاً حقاً أنا سعيد جداً سيدهش كعبول حينما يراني هكذا سيدهش الجميلة لكن كعبول إنه ليس هنا كعبول كعبول ليس هنا سأفحب التنزع على كل حال ممدي صحيح لكن أصبحت أصير سناً يستحسن أن أرتدي شيئاً جديداً سأفعل ذلك فوراً تبدو مناسبة ليست هذه السيدة رفيعة سأذهب لمازحها قليلا مرحبا ناية الشاب مرحبا يا نسا أنت جميلة كلمتاد كيف عرفتني أنت مشهورة في المنطقة كنارا على العالم فصير والكبير يكون لك كل إجلال الوحتراق حقا سأنصرف الآن معذرة تفضل ودعم إنه رجل اللطيف كيف عرف اسمي يا تورا هذه متعة كبول دوره الآن إنه يسحى من اختراعات دائما دوري الآن يسخر منها مرحبا من أنت؟ أنت لص لن تدخل البيت دون إذن هذا أنا عبقرينو يا كابول لقد استعادت شبابي تماما لعجب أنك لا تعرفني ما الذي تتحدث عنه؟ دخل عبقرينو إلى مختبره ليجري تجربة هامة نجحت التجربة نجاحا كبيرا أنا الآن عبقرينو الشاب هل استعاد عبقرينو شبابه؟ بالضبط دعك من ذلك فهو ليس سهلا هذا مختلف ما المختلف؟ رائحتك ليست كراحته أيها الأحمخ أنفك ضعيف وأنت أحمخ دائما دائما ماذا؟ من أنت إذن؟ أنت لس الحاذق توقفت، توقفت أقول توقفت، توقفت، توقفت لا يتأخذ إلى هنا أبدا اذهب أدرك أبدا أنك أقول كالبحراسة جيد لكنني في ورطة الآن هذا منزلي ولا أستطيع دخولها لنرى صحيح سأذهب إلى بيتنا دين اه ترى هل هي في البيت الآن شرطي مرحبا ايها الشرطي يا للمصادفة هل تعرفني انا المخترع عبقارينو انا في ورطة ايها الشرطي لا احد يصدق باني المخترع عبقارينو عبقارينو المعروف حسنا ستساعدني ليس كذلك شكرا لك شكرا هذا المكان امن على اي حال افضل من الشارع مطلب القبض عليك انه يشبهني كثيرا ماذا انا لا هذا ليس انا انا المخترع عبقارينو ايه كاما يا اله ماذا ما الذي يتحدث عنكم هذا الشرطي هل انا لسا Ну, هؤلاء يجب أحضر هؤلاء! يا رجل أحضر ها، لا أحد بالشارع اللوضغ هادئ إلى الهرب! أنا المخترع أبقهيده لست لسا البنوك صدقوني، صدقوني يناك ها في سيارة الشرطة معذرة ها الهي عيلا حخورني اسرة أوقعت بكم كادت النهاية تقع كدت أموت كادوا يقبضون علي أنا عبقرينو المعروف لس بنوك هذا غير معقول هذا هو المطلوب حسنا النظارة أرجو أن أنجح هل تعلمون يا أصدقائي العزاء بأن البيت أمن مكان في العالم لحظة لحظة أنا قادم مرحبا اسمي عبقرون أنا صحفي أعمل في الصحافة ماذا تريد؟ جئت لإجراء مقابلة مع المخترع المشهور عبقرينو بسبب اختراعاته الحديثة صحفي وتريد عبقرينو؟ هذا أفضل مركات لي تفضل تفضل هذا لطفل مينك عبقرينو أقفل على نفسه المختبر حتى ينجز أهم اختراع له في حياته حسب ما يقول انتظر نحظة سأخبره عن وجودك هنا انتظر انتظر لا أفضل أن ندعه وشانا لا عليك لا عليك ألم تأتي لتجري معه مقابلة؟ نعم لكنني لا أريد مقاطعة اختراعه المتهش سوف أنتظر لا بأس إن انتظرت خليلا الماظرة فلدي طعام سوف أعده تفضل تفضل أستطيع أن أستريحا لكن لنا ماذا لو استمر تأثير المصل ساعة أخرى يجب أن أفعل الشيء عبقرينو هل أنت في البيت؟ جزازة الحشبي لا تعمل هل لقيت عليها نظرة؟ ودراجة أخي فيها خلال أيضا والشرطي سيطلب منك شيئا يا عبقرينو ما هذا الصحفي؟ سأسرى وفكر كيف عدت لطبيعته حالة الأولى عبقرينو عبقرينو أفتح الباب يا عبقرينو أريد منك معروفا يا عبقرينو غريب ماذا جرى؟ هل أنت بالداخل يا عبقرينو؟ ورطة لابد أن يكون هنا صحيح؟ كنت تتحدث عن سرقة بنك؟ أليس كذلك؟ أيمكن أن تصف اللص؟ هذا الرجل هو الصحفي كان هنا قبل قريب كان متنكلا بزي صحفي سرقة بنك؟ ما كل هذه الجلابة؟ هل رأيت عبقرينو؟ لابد أنه في الداخل لكنه لم يرد علي منذ ساعات لا لم أرى لكني سمعت شخصا يفتح الباب مع أنه أن النص مختبئ هنا ماذا عبقرينو إذا؟ لعل النص قد سرقة يجب أن نفتح الباب بسرعة وإلا أصيب إصابة فاتحة يا عبقرينو يا عبقرينو يا عبقرينو أنا سأساعدكم بفتح الباب بهذه يا عبقرينو يا إلهي لا تحلقي مجرد العقلرية لإستياض الجورداني فقط يا إلهي ما الذي حدث؟ يا إلهي يا إلهي ما الذي حدث؟ عبقرينو هل أنت بخير؟ عن اللس ما الذي تتحدثون عنها؟ تتحدثون عن اللس لا يوجد نصوص يبدو لي بأن الصدمة عادتني لحالة الطبيعية غريب هل هرب؟ لا يوجد اختراع لك لم ينفجر يا عبقرون لا قد كان اختراعا ناجحا كن حذرا يا عبقرينو لم تعد شاب ماذا؟ هل تقول إني كهل أخدره علشان كهذا؟ ربما من الأطل البقاء الحالي هكذا أظن يجب نبقى كهلا سوف نصل أفريقيا خريبا ها؟ نستطيع رؤية طرزان سيد الغابة؟ طبعا نستطيع ولذلك قمنا بهذه الرحلة كي نرى سيد الغابة اللائع الطرزان الماء برد جدا اوه كذلك فمن ضخم انظر اظن اننا وصلنا المكان اوه الهواء منعش اقصى حلمي ان اعيش فيه مكان كهذا لكنني لا اجد طرزان بأي مكان سفرنا قبل الجميع لنصادقه واذا لم نجد تلك مشكلة أليس كذلك يا جماعة؟ مرحبا سيدي ماذرا نبحث عن طرزان سيد الغابة سمعنا بأنه يعيش هنا هل رأيته؟ طرزان؟ أنا طرزان هل أنت طرزان؟ محلا يا هذا طرزان شاب وسيم وفتول الأضلاط وطويل ألا أبدو كذلك أنا سعيد بلقائكم ويسرني أن أعرفكم بنفسي أنا الجيل الخامس من عائلة طرزان كلنا معجبون بك جميل سمع ذلك سمعنا بقدرة طرزان على هزيمة الحيوانات بلا سلع لا 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 أنا من محبي السلام وأعارض كل أنواع العنف ألست أسرع من التمساح في السباحة؟ لا فأنا لا أحسن السباحة هذه ليست الصورة التي بحثنا عنها أتينا من بلاد بعيدة لكي نراك ونتعرف عليك هذا نطف منكم سيصل المزيد غدا لكي يشاهدوك يشرفوني ذلك وسأعلمكم كيف تأخذون سنة من النوم وأخبركم عن الفاكهة الجيدة التي اكتشفتها بنفسي يا سيدي سيخيب أمل الجميع إذا عرفوا بأنك لست خويا وشديدا لماذا؟ أريدكم أن تعرفوا عن الغابة ما لم تقرأوه في كتبكم يأتي الناس إلى هنا ليروا شجاعة طرازان وليروا بأنه هو الأقوى هنا بالضبط أنت ما تتطلع إليه النساء لذا سترين قوتك الخارقة أليس كذلك؟ أنا لست كذلك بالمناسبة هل أسمعتني صرخطك الشهيرة الجميلة التي ألفناها؟ هذا مثيرا جدا يستحيل علي فعل ذلك أرجوك افعل حسرا سأجرب الآن أعنجرتي ليست محال جيدة يا لخيبة الأمل ما رأيك بالقفز من صصنة إلى آخر؟ هذا مشهورا عنك أيضا أوه نعم نعم افعل هذا أرجوك هذا سوف يرد الجميع ويصيدهم هذا مستحيل أيضا أنا أخاف من المرتفعات افعل ذلك أحضر سيدتي لكنني أخاف هنا بالعلى أسرع أنا منطلق هذا ممن أسوع حتى من كعبول أتخيل شعور الجميع حينما يرونه هكذا أليست لديك فكرة مناسبة؟ لن نستطيع تدريب جسمه لكننا سنعمل كي يبدو أقوى كثيرا وكما أعرفناه من خلال حقا؟ هذا لطف منك أنا لا يهمني أن أبدو قويا إطلاقا لا تقل ذلك يا طرزان يسعدنا عن مساعدك لتصبح السيدة الغابة حقا حسنا إذا أصررتم على ذلك هذا رائع أنا سأكتب القصة هل يتورا سينجح هذا الشيء؟ هاهم انظر لقد جاءوا جميعا نعم أرى ذلك هل الصافرة مناسبة للصوت؟ هل هي جاهزة؟ صنعتها لأجل ذلك فقط جربها سيداتي وسادتي هل سمعتم السرخة؟ لابد أن أطرزان ملك الغابة قريب مننا وسنراه خلال اللحظة حقا إن هو يا ترى حقا؟ أنت تشبه نجما سينمائيا بدأت أشعر أن بمقدور القيامة لذلك أهلا ومرحبا بكم في غابتنا مرحبا هذه ترزانة صديقة ترزان لابد أنه قريبا منها هيا طارعا هل هذا آمن حقا؟ طبعا سيساعدك بالقفز بغصن إلى غصن كما لو كنت طائرا هيا يا ترزان عجلوا يا ترزان حسنا ها؟ طرزان طرزان ها هو طرزان سيد الأدغال وإلى جانبه شيتا قرده الشهير أشعر أني أقوى أيضا والآن يا عبقرينو حسنا سنشغله ها؟ 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 أيهمة حسنا لا تالي تم اقتراح عزيلاكام رعية وقتان رعيها القرينو مع هذا الاختراح وأله ينقبل كان تعبور ان تتوسعني هذا لا يصدق إنه أرض خلي كن ويروت يا حال نادين نادين حان دوري لتمثيل دوري طرزان أووووووووووووووووووووووووووووووو النهر يسحبها بعيدا من هذاih؟ هلها ام طرزان انها تسرخ بالطلبي النجدة النجدة هل هي بخير؟ طبعاً طرزان سأتي قريباً يا إلهي ما في خطر التمسيح؟ لم يخبرني عبقريره عن التمسيح؟ التمسيح، التمسيح، التمسيح لا أحصل السباحة أبداً، وتيار النهر الشديد جداً لا تقلق يا طرزان لدينا جهاز السباحة هنا ألم تأتي معي يا هشام؟ أضرني فأنا لا أحب التمسيح أنا لا أحب العبور أيضاً لا يا طرزان، أزرع فقط، وإلا التعامتها التمسيح سنجرب هذا هذا كل ما أمامنا لليفعله أزرع يا طرزان، سأتعامل خصليم هذا جيد رايا يا طرزان، خصليم، خصليم تصرف يا عبقريره أعرف، كنت متسرعاً، لذا فهي لا تعمل فيه ذاً نحن في ورطة، أعرف، أعرف إن مجداء، أيها إن مجداء ما نجد؟ ما نجدوه؟ تمكن أحضر عب pellزة، من هذه المحوش وواد colleg Lindsay جميلة ارا生活 غاتك كلها ينطبق عليهاモ compliance اصمتها نظرك لنا يا كعبول ، هيا شكراً شكراً لكم جنيها شكراً كعبول юقوب بدور أسد ويفترض أنه يهاجمنا نعم ، ماذا يفعل؟ لا أحب القتال ولدت مسالما وسأبقى مسالما الى الابد بهذا السبب ترتدي أداة الملاكمة؟ اختراعاته قاسية علي قليلاً وهذا شيء لم أتعود عليه من المقبل حسناً يا كعبول، أخرج بعد خمس دقائق اظهر وكأنك هزمت في النزال ها؟ تذكر كيف تدربنا تعودت على وضع الكيس هكذا ما هذا؟ أسد؟ يا أسد ها هو يا كعبول، لا تكون قاسياً معنا يمكن لأي شخص أن يصبح ملاكمة جيداً إذا استخدم جهازي هذا أرجوك يا كعبول، لقد تعبد كثيراً، متعبد؟ أسف لأني تأخرت هذا الأسد رأيته قبل دقائق ما معناه هذا؟ هل هو أسد؟ إنه أسد حقيقي أنت تنزع، أظنه سيغم عليك يا كعبول، 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 يا كعبول أنا دائماً أتحمل المشد يا سلام كم أنت جميلة كعبول ماذا بك هل أنت مصاب بالحمى من هي التي تصفها بأنها جميلة ها كواكب ألا تعرفها كواكب لا أكثر نجمة سينمائية مشهورة يا ليتري أمثل معها فيلماً سينمائياً أنت تمثل في فيلم ولك هذا الواج مستحيل كعبول شيء مضحك سوف تره يبحثون عن شخص ليمثل معها في فيلم الكلب العملاق وندين ورفيعة أرسلتها صورة لي الكلب العملاق سمعت عن هذا بمكان ما كعبول لقب نشحت يا كعبول ماذا تقصدين اتصل معنا المخرج ويطلب منك الحضورة فوراً لبدء في التصوير حالاً هاي هاي سأمثل معك وقاكب معك وقاكب من المستحسنين أنت سريع مانا يجب أن ترتدي يجب أن يبدو كالنجم السينمائي هاي كعبول مثل في فيلم لابد أن العالم قد تغير اسم الكلب العملاق له وقع على الأذن تذكرت الآن طلبوا مني صنع آلة تعلم الممثلين الهواة كيف يمثلون في الأفلام وتحدثوا عن فيلم الكلب العملاق كعبول سيستخدم تلك الآلة اللقطة الأولى استعداد صور انظر هناك جزيرة راعة جزيرة تلك اللي بالعبلاق يا لها من جزيرة جميلة قطع سنصور المشهد التالي في السوديو لا تتأخروا اين المخرج هاي الكواكب انا ما فيه انا مستعجلة انا كعبول 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 يسعدني الالتقاء بك هنا ننتظرك الوقت يدركنا هيا عجل فورا استعد لكن لا اعرف ماذا سأفعل ستمثل دور الكلب العملاق دور رئيسي الدور الرئيسي ولكن ماذا سأفعل يا تو لا تقلق لدينا الاخاصة ستساعدك ثق بي لذلك ارجو ان تكون مستعدا سابذل وجودي هنا مشهد حيث يصرخ الكلب العملاق على القمر هل انت مستعد؟ ده ابدو رائعا يا كعبول ولكن ما هو دوري في هذا المشهد الكلب العملاق الكلب العملاق وحش مجهول ان تركي على الجزيرة وحش لما اعتقد بان الممثل يضع كل هذا المكياج اقبل اي شيء امام كواكب لن تمثل محا يا كعبول طول الكلب العملاق ثلاثون مترا لذا سنستخدم دمية تكون بديلا عنك ثم تكمل ما لا تقدر عليه الدمية ما رأيك؟ ماذا؟ كيف سأصبح نجما؟ ها؟ يبدو انني لن اكون نجما ابدا حسنا كعبول الكلب العملاق يصرخ على القمر الان حسنا سأقوم بذلك استداد توقف توقف يجب أن تكون متوحشا كئيما بنفس الوقت هيا نحاول ثانية ابدأ توقف لا 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 هذا بعيد عما طلبتم حسنا قف مكانك فقط آسف سأستخدم الآلة التي اخترعها عبقرينو للممثلين الهواة امثالك استداد تطور قطع رائع رائع عبقرينو هذه قسوة قطع قطع رائع رائع اعرف ان حظي تعيس جدا كل اخترعات عبقرينو تكون دائما ضدي وعلى هذا لن اكون نجما مشهورا يخرج الكلب العربلاق لهبا أحضر الشيى له هنا هاته ها هل تعتقد بأن هذه المركبات الكيموهية ستجعله يخرج لهبا يا سيدي هل تعتقد؟ هذا اختراع لأبقرين لا يمكن أن يفشل دورك الآن يا كعبول استعد أشعر أني وحش حقيقي في هذا المشهد تسير نحو الإشارة مهما حدث هذا كل ما تفعله لا أرتاح لعبارة مهما حدث لكن سأمشي فقط اشرب هذا قبل تصوير اللقطة ما هذا دواء منشط؟ نعم شيء كهذا إنهم يراغون الأحاسيس لساعدت التصوير أبدأ توقفوا حسنا ثانية أنا منسح سأذهب للبيت قبل أن أصاب انتظرك يا كعبول انتظر أريد القليل فقط لن نكمل الفيلم بدوني أنت جعلتني أشرب مادة قوية لادعة وأسقطتني في حفرة لا أريد المزيد لا تقول ذلك سنصورك بلقطات قريبة سنصورك في المشهد الأخير مع كواكب وذلك مؤثر جدا أنا أنا سأمثل مع كواكب حسنا سأمثل مشهدين آخرين شكرا يا كعبول استعدوا للتصوير في مدينة نجوم هل أبدو جميلا بهذا المشهد؟ طبعا تعليق الكلب العملاق بالأسلاك سيكون المشهد مهتيرا جدا 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 لم أسمح هذا من قبل قلتني بأني سأظهر في مشاهد قريبة هذا صحيح لقطة مقربة للكلب العملاق وهو يعاني سأمثل دور المعاناة لا ضرورة لأن تمثل لدينا لك فكرة خاصة فكرة؟ لقد سائمت من أفكارك الجنودية توقف إنه يددغني قطع لقد قمت بعمل رائعك أنا في أسوي حال أيها الكلب العملاق فعلت ذلك لكي تحميني قطع كنت رائع يا كواكب كنت رائعة هل أنا هي تعملي الآن؟ هل تصبح لي بالذهاب؟ نعم وشكرا لك يا كواكب وماذا عن مشهدي مع كواكب؟ ذلك المشهد التالي حيث تتسلق ناطحة سحاب وتحمل كواكب أنا أحمل كواكب؟ افرع لك ألون افرع لك أقول لكنك قلت ضم كواكب هذا ما تضم ماذا؟ إنها دمية هل أتسلق إلى هذا العلو؟ أنا أخاف من الأماكن المرتفعة لا تخاف سوف نساعدك واطمئن واستعد أرجوك سنصور الآن السعدات أدى أمهني قليلا عزان تابع أنا مرهق أنا أستريح قليلا أنا غائب نستخدم ذلك الآن ها والآن لقطة دهاية قطع لقد كنت رائعا يا كعبون هذا لا يحتمل أنا آسف سأشرح لك المشهد التالي طائرة مقاتلة تتجه نحو الكلب العملاق لتقصفه على قمة البناية ماذا؟ لن أقوم بذلك لن تمثل مشهدا خطرا كهذا ما عليك سوى السقوط من هنا ماذا؟ أسقط من هنا؟ لا أرجوك أرجوك أنا أريد أن أموت أرجوك من فضلي لا تقلق على شيء هناك وسادة هواية تتلقى تبهل تبهل رائعك عبون استمر قطع شكرا على تعاولك سطعنا تصوير فيلم متميز ورائع ندين لك ولعبقرينو ولأفكاره المفجع الخلاق عبقرينو فعل هذا؟ عبقرينو اخترع لنا كل الأدوات التي استخدمنا حتى تساعد الممثل الهاوي في تحسين وإتقان دوره هذا تقول؟ هذا لا يمكن قابوله ما أعذرة يا كابول؟ لما أعتقد أبداً ما لك ستمثل ذلك أبداً؟ لا أريد أعذاراً استعرت الجهاز حتى أفعل بك نفس الشيء أرجوك يا كابول أرجوك أخبر اعتذاري لنفعلها ثانية نمدر فات العواني عبقرينو فات العواني لماذا تأتي دائماً على رأسي؟ أنا جائع هل لديك شيء يؤكل؟ عبقرينو أين أنت؟ أين ذهب؟ لقد خرج عبقرينو طلب مني الاعتناء بالبيت أثناء غيابه معبره أنا جائع جداً انتظر فترة الاستراحة هل بتعطع صريقي؟ اه 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 اذهب من هنا أخرج اه يا لها من خادمة اه سأذهب لبيت نادين لأكل شيئاً مرتبات؟ أنا أيضاً أريد مرتبات حقاً؟ هل خرجت نادين للتسوق؟ هل لا تفضت؟ شكراً مرحباً كعبول أنت هنا يا مشاكس؟ ما هذه القصة؟ حكاية مسلية حكاية مسلية؟ ما هذه القصة؟ يحكى أن ولداً كان قد زرع شتلة فاصولية كبرت وامتدت للهيوم حينما تسلق النبتة ووصل إلى قمتها شاهد أملاقاً مخيفاً مخيفاً تبدو مثيرة هلأ أرثني الكتابة من فضلك؟ طعم فقد انتهيت منه الآن إنه كبير جداً هذا قصر العملاق كل شيء كبير في أرضه نعم صحيح وكنتيجة منطقية فالكعكات والشطائر بأحجام كبيرة ها؟ هل يمكن أن يقرأه؟ لا يهتم سوى بالأكل الولد ونبتة الفاصولية لا بد أن الكعكات نخمة في أرض العملاق نحن في مشكلات كبيرة ليس لدينا ما نأكله الآن كيف سنبقى أحياء؟ لا يوجد في الحوانيط شيء أيضاً البلاد كلها تعاني من الجو لا يوجد طعام بأي مكان ماذا؟ لا أصدق ذلك لدينا هذه البذرة فقط هل نخصم هذه فيما بيننا؟ إنها لا تسمن ولا تغني من جوع انتظر حبة فاصولية؟ هل لي بسعارتها؟ هاي كارول، كارول الآن ماذا تحاول أن تفعل كارول؟ هذا هو التعاول وحيدة لدينا لا أقول الأمر لي عبقرينو، تعالوا وانظر ماذا لم يجري ما زلنا في الصباح؟ انظر إلى تلك ما هذه؟ هذا ما قلته، انظر هل هذه التي زرعتها بالأمس؟ واو، شيء لا يصدق إنها تعالي الغيوم لابد أن الكعكات والشطائر الضخمة في أرض العملاق فوق هذه الغيوم سأصعد إليها الآن سأضم إليك يا كارول لقد اخترت أداة خاصة لمغابرة كهذه واو، حبا سعيدا سنهتر لكم هدايا تذكرية رائعة إلى اللقاء، إلى اللقاء شكرا، حبيبين هذه مناسبة جدا انظر إلى ذلك يا كارول لقد وصلنا أخيرا أليس هذا مثيرا يا عبقرينو؟ انظر انظر إلى ذلك يا كارول لابد أنه قصر العملاق إنه كبير جدا انظر نحن محظوظان مفتوح على مصر عاي يبدو لا أحد هنا انظر سأخذ بالخطاف لقد أبسكنا بها كارول، هيا متأكيد، هيا شد معي هيا، هيا لنأخذ هون الصرف حسنا، هيا، هيا يا عبقرينو خط appreciate أصرب، أصرب، أصرب خطط صري دمك سيدة رفيعة أكره الحشرات خط couель خط لقد تنتضي لم تعني أنت هي تمزغين لم تعني للقاس إذ dét .. إذ ضر legally أنا سيدة هذا القسر لبس بهما سأعتفض بهما من أخيصينين و أليفين عندي ققص بهذا الحجم أين هو إليك هار آآ.. ما الذي يجري هنا عيناي 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 هاي نجاحنا هيا نسرع ونحمل الخبز هيا لا 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 كعبول انظر هناك ثلاجة كيف سنفتحها دع الأمر لي كعبول شده شد عضل شدك عبول شدو ايه انظر انها مليئة بالأكل فلنستخدم السلة من الحرب بالحسنا هيا حيا كعبول ساعديني الغذول هيا انها غالية جدا لدي فكرة كعبول هلأ أخرجت خبعتاً من الكيس هذه لك يا كعبول ضعها على رأسك مهلاً يا عبقرينو مهلاً يا عبقرينو مهلاً 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 مررت بوقت عصيب يجب أن أجدهما بسرعة هيا نصلع كعبول هيا نادين وهيشام سيفرخان جداً هيا فلنصلع كعبول إنها كبيرة جداً نابد أن تخفي عظاماً كبيرة كعبول كعبول ولأ أين أنت ذاهب؟ ارجع هاهههههه مهذاً ايههههه وجدته شيئاً في الساحة الخلفية انظر لا ندعك تحرق ماذا تخفلي يا كامول استخدم المروحةطو على رأسك انفضراء لنتهرباء في الناس واحد اثنان ثلاثة انفضراء افركوا في الناس انفضراء افركوا في الناس انفضراء افكير اصلا اشتركوا في الناس ؟ اشتركوا في الناس اشتركوا في الناس ياه يبدأ انه اشهد كابوسًا الاكيد الاستيقظ جاءت نادير لقد كان حلومًا مرعبًا مللت من الطعام الكثير كنت هنا يا كابول اشتريís هذه من محل الحلويات كعكة ومحلات مباشرة إني خاف إنه يعاني من شيء اشتريتها كبيرة لتكفي الجميع مرحباً كعبول مرحباً يا كعبول أمر غريب أتيت لأدعوك لتناول المرصبات فقط ملت حدث نعيني وشأني يا شاب ما أولي تلك النجمة من فضلك تفضلي شكراً يبدو أنها مناسبة يبدو أنهم مستعدون جميعاً بكل الهدايا هنا لم يجد عشاء العين بعد هذه السيدة رفيعة نعم سيدة رفيعة وغداً أمسية العيد كعبول مرحباً ما الأمر ماذا تفعل هنا ألن تستعد للعيد يا كعبول يفترض بذلك ولكن أنا سعيد لأنني مدعون اليوم لبيت نادين وبيت رفيعة ولكني لم تلقى دعوة من بيتك لأننا لسنا مستعدين لدعوة أحد بعد ولم نفعل شيئاً كالطعام والحلويات والكاك لا أصدق ذلك أبقرينو يحب الحفلات أنا أقول الحقيقة يا مشاكي صدقني هذا يزعج إذن هيا نشاهد سير الأمور حصل أنا في حيرة لا تراودني أية فكر بقي أمامنا يوم واحد مرحباً أبقرينو غداً أمسية العيد فماذا سنفعل يا صديق العزيز أعرفك أبقرينو أفكر بذلك كثيراً لماذا أنت هكذا كأن العيد لا يهمك مطلقاً لتقصد الحفلة دعك من ذلك لا دا ألست قلقاً على الحفلة يا أبقرينو لا أنا قلق لأني لم أكمل ما طلبه مني الحاكم غداً آخر موعد لذلك ماذا أفعل يا تور ماذا طلب منك الحاكم طلب مني لا لا أقسمت على سرية ذلك فلا نتحدث أظن أني سأخترع شيئاً رائعاً لابد أني سأخترع شيئاً لائخاً كعبول سأكون في مختبري فلا أريد زعاجاً هل فهمت؟ أبقرينو أنتظر أنتظر ما هو الشيء المهم أكثر من الحفلات يا كعبول أخبرني لا أدري ما هو الشيء المهم جداً يا مشاكس إذن هيا نرى المهمة السرية لن نتأخر عن الإعداد للحفلة أتفهم ذلك يا كعبول معك حق يا مشاكس هل اتضح أي شيء يا مشاكس؟ لا أفهم شيئاً دعني أرى دعني أرى إني لا أرى شيئاً مطلقاً مشاكس هيا نتسلل ماء بارد جداً إنهم استعدوا تماماً ألا يزال في المختبر؟ نعم نعم كعبول سأخرج الآن وأعود بعد خليل كنا حريصاً على البيت كعبول أمامنا فرصة هيا نرى ما يجري هناك ماذا؟ غزال أرنى وزلاجة أعرف ذلك ولكن لماذا هنا بالذات؟ الصنف المحتمل يا صديقي لاستخدام هذا الشيء هو فعلاً وهل تفكر بغيرك؟ لا تفعلاني هنا بابا نويل؟ لم أصدق بوجوده أبداً إنه حقيقي أريد توقيعه هل تحمل لي هدية يا بابا نويل؟ ما الذي تقولاني؟ هذا أنا عبقارينو انظروا إليه هينه؟ انظراً لا أصدق ذلك أبداً طبعاً يجب أن أحصن التنكر حتى أخداعكم طبعاً عبقارينو لماذا ترتدي هذه الثياب يا صديقي؟ اه طلب الحاكم مني فعل شيء للصغار فكرت بابا نويل سيكون مناسباً يبدو رائعاً وضعوا الهدايا على أبوابهم لا يكفي سنفعل شيئا إضافيا هذا ما فكرت فيه بابا نويل يوزع الهدايا على الصغار وتوصلت لهذه الفكرة؟ نعم كعبول أنا عبقري وسأجعلهم يحسبونه بابا نويل حقيقيا والفكرة الرائعة هي الطيران فوق المدينة الطيران يا كعبول بالمناسبة ستساعدني يا مشاكس بمشروعي هذا لا لا أنا أعتذر لن أساعد لن أكون فعل تجارب لاختراعاتك أبدا سأعطيك كثيرا لقاء ذلك ستكون مائدة الطعام تحت تصرفك أبدا حقا أنا موافق أنا أيضا أتلاهف جدا على الطعام نعم شكرا لكم العفو الآن لدينا اختبار طيران لمنزل الحاكم وهل ذلك آمن يا عبقرينو؟ طبعا حساباتي كلها صحيحة بصراحة أنا خائف رغم ذلك سعدان ها ننطلق نجاح رائع ها 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 أوه لحد وصلنا وصلنا عليج هذا فرح انجل احنا خطررنا بالبيت انظر يا مشاكس انظر اعرف عرف ما المشكلة يا فرح صراحة الآن هيا كيف عدف ذلك؟ هذه آخر قطعة فرح قد اكتمل تقريبا سأسرع وإلا لن أنجزه بسرعة بدن العيد لقد خيم الظلام وصديق عبقرين ليس مستعدا بعد هذه مصيبة كابول تعال إلي قليلا هذا عبقرينو ما الأمر؟ ما رأيك بهذا كابول هذا الاختراع يدعى فرح سيطير فوق المدينة وبواسطته نوزع الهدايا اختراع يدعى فرح نعم يدعى فرح سيطير فوق المدينة الآن سربت يا كابول بينما تطير الزلاجة أنا أنشغل بالهدايا حسنا كن حريصا حاضر سعود فورا كابول عيد مبارك وصدي بابا نويل لكم عندي أشياء جميلة هدايا رائعة بابا نويل ما رأيتك به فجان قهوة فجان قهوة لا بأس لا بأس شكرا سأزور باكن كثيرة لهذه الليلة شكرا سأقوم بدور بابا نويل بالمرة القادمة سأعود فورا حظا سايدا كابول سأكون معك لا أستطيع المرور لا أخذ علقة بالمدخنة انتظر كابول سأنزل وخلصها من هذا انتظر معي ذات رائعة لحالة انتهادة كابول أعطني إشارة خاصة سأسحبك من مدختي انا فقط هذه الإشارة سوشغل الآلة رأيت الهولى هناك هيا استعدك ابول سنكمل كل شيء قبل الخضاء الليلة لابد أن نصعد كل الأطفال حسنا المكان خار هنا لماذا يقيمون النار لماذا يقيمون النار لماذا يكره هنا لقد تعطر هذه لكي أنا آسف حقا إلى اللقاء إلى اللقاء واجهت وقتا عصيبا عبقرينو أين أنت كابول أنا هنا هيا نصلح للبيت ونقيم حفلاتنا لا أستطيع كابول لقد تعطر فرح لا أستطيع سيلا عبقرينو ايه دعا بي دعا كابول برج الساعة برج الساعة كل عام ما أنت بخير ليس من شيء سعيد ما هذا الإسعاد كابول كابول ماذا يريد أيضا مرحبا ماذا تريد يا عبقرينو انظر إلى هذه اختراع عن الزلاجة الكاملة اختراع جديد كل من يثبتها بأخدامه سيصبح متزلجا ماهرا لماذا لا تجربها كابول ماذا تقول لماذا أنا كيف سأجربها ولا يجد حولنا الزلج لا تخلق على ذلك فزلاجة مصممة للإزلاق على أي منحضر كذا أجبرت على إقافة المنحضر أيضا ما هذا يا عبقرينو اللون الأبيض كالثال جميل جدا نطليها بلون الأبيض لتشعر بأنك على الثال بصراحة أشك في مالك هاي 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 أنها تنهني ولا أستطيع السيطرة عليها هاي طلق أرجوك لا تخلق كابول لا تخلق هاي 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 بصراحة هاي؟ تجاهي تسوح الركوب يبدو أنني ساستخدمت الله للخطأ هذا يكفيني لا تقل ذلك يا قبول نعم فالتزلج كله متعة على أي حال تجربتك ناجح يا عبقرينو جميل أن تكوني بجانبي بين الحين والآخر سيد رفيعة خطأك أنك اخترت مكانا غير مناسب للتزلج صحيح ويجب أن يكون فجح رقيا أيضا لماذا لا نذهب إلى ماكن التزلج أعتقد أنكم محقون هيا هيا فلنذهب هذا رائع كله أبيض نعم جميلا حقا سنعطي لكم زلاجات خاصة وسنبدأ بكامول سأمت من كوني حقلا للتجارب انظروا إليهم اوه ها هو الفندق ها سننزل هنا يا عبقرينو لا بل سنقوم هناك ها نحن هنا لإجراء تجارب وهذا يخفي ها أنا أه ما يبدو المكان رائع ها ها جام ما جام عبقرينو هيا أليا أستاذ الجميع حاضر ستكون مفاجأة كبيرة للجميع لم يتوقع أحد المفاجأة لي أنا أنا أعدني يا ترى عبرينو يحضر لي دائما أشياء جميلة اذهبوا بعيدا أريد أن أداب لي أخرج الجميع إنها جاهزة الآن لقد عددت لكم هذه فليأخضر كل منكم واحدة منها هيا إنها ألاكم الآن هيا انطلقوا لهم هيا انطلقوا لهم قد وضعوا الزلاجات في أخدامهم يبدو أنهم يلعبون ويلهون لكنك تقول أنك سئمت ذلك ولا تحق المشاركة معهم يا كعبون لكن يبدو أنهم يستمتعون وذلك يختلف عن خالتي أبقرينو هل صنعت لي شىيك لم تبقى لدي أي موادك يا كعبون على كل سوف ننظر في ذلك صحيح هذه ستكون مناسبة حسنا لقد اكتمرت الآن هذه متعة يا سلام كيف اتوقف يا عقرينا ارجوك لسيت وضع نترح لها تقبول تقبول بهذا السبب لم اريد ان اكون حقلا للتجارب اني اتحطى لتأتقل من الاتجار توقف توقف الله توقف لا تدفعنا حولي يا صديق لا اعرف كيف اوقفها يا الها لا اله لا اله لا 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 يتقبل الانت واعبقرينا سبب تعاس اشتركوا في القناة يا إلهي ماذا أفعل ماذا أفعل هذه المجوة الكبيرة كل هذا بسببك يا عبقرينو سأنتقم بك شرت بسببه لماذا أنا لماذا صحيح بسبب ما اخترعته لنا انظر إلى واجلي قد غزيم هذا شيء غير مقبول مبروك مبروك يا سيدة رفيع لقد فزتي بمسابقة التزلج الخطر التزلج الخطر ما هذا بربك وأنت أيها الشابة تستحقين جائزة على صراحك الرائع ماذا تعالي صراحك أنا رائعا وأنت يا صديقي لك جائزة أخرى لأسلوبك الفريد في التزلج لم يكمل أحد كرة التلج غيرك المسابقة التزلج الفريد لهذه السنة هي الأغرب تفضلي يا سيدتي تفضلي مبروك لك مبروك تفضلي يا عزيزي المبكة وأنت مبروك أيضا شكرا لكم شكرا هالغاية تبرر الوسيلة أليس كذلك حصلتم على جوائز قيمة لا ليست كذلك سأخبرك شيئا يا عب قريرو لن أغفر لك وأنا أيضا وأنا ألا أستحق جائزة ما الذي تتحدث عنه كعبول لماذا الأمر هكذا دائما كعبول 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 اتبعني هيا انتظروني لماذا الأمر هكذا دائما لكن جميلا ألحظونا على جائزة أتعب وغير يفوز ترجمة نانسي قنقر